بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المات كلام العرب من قضايا اللغة العربية بقلم الدكتور حسن ضاضى يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح مقدمة اللغة العربية التي تحمل هذا الاسم الآن هذه اللغة التي أنزل بها القرآن كانت أحدث لغات الساميين عهدا بالكتابة وهي مع ذلك أقدم تلك اللغات ميلادا وأرسخها قدما في خصائص العائلة اللغوية كلها ويبدو أنها على مشارف الجاهلية الأخيرة كانت قد تقلص ظلها بين العرب أنفسهم حتى أصبحت آخر الأمر لغة مقدسة لهم تحمل أريج الأسلاف الأوائل وتستعمل عندما يعظم الخطب في المناسبات الاحتفالية الكبرى التي يريد فيها أبناء هذه الأمة أن يقولوا فينتشر عنهم ما قالوه في أحياء العرب كافة ويبقى على ألسنة الأبناء والأحفاد من بعدهم وهكذا لهجوا بها في مواسم الحج وفي الأسواق ونطقت بها وفودهم السياسية عند المنافرات والأحلاف وهول بها الكهنة والزعماء والفرسان واستعملها الأطباء والعرافون لتطفي على ثقافتهم الخاصة مزيدا من الرحبة والجلال كما ترمم بها الشعراء حتى يحفظوا على فنهم الذي كان أعز فنونهم قدسية يستمدها من قدم هذه اللغة وليضمنوا لها ذيوعا وانتشارا لا تصل إليه لهجة من لهجاتهم القبالية المحلية وكانت قريش تتولى الأمانة على هذه اللغة المقدسة كأمانتها على سائر المقدسات فهي حارسة الكعبة المسؤولة عن السدانة والسقاية والمأوى وإحياء الشعائر والتقوص بما كان فيها من خير وشر في هذه الجاهلية المتأخرة ولذلك فعندما ينقل لنا الرواة أن قريشا كانت أفصح العرب وأنها مع ذلك كانت أفقر العرب في الشعر وأغناهم في المال فإنهم بذلك يقررون حقيقة وهي أن اللغة الفصحى اللغة العتيقة التي لا يعرفون من مبدأها أكثر من ما يعرفون من مبدأ الكعبة نفسها وما كان فيها من أصنام وأوثان إنما عاشت على لسان قريش كما عاش فيهم الحجر الأسود ولم يحوذوا ذلك اكتسابا ولا بملازمة الشعراء والرواة والأخذ عنهم ولكن كانت العربية الفصحى عندهم تراثا متراترا متصلا هيأتهم رسالتهم بين العرب للحفاظ عليه والمعيشة فيه فالذي حدث مع نزول القرآن الكريم لم يكن إذن توحيدا للهجات العرب في لسان عام يستوعبها جميعا وإنما كان مهضة للغة المقدسة وعودة بها إلى الحياة العامة في أنصط ما تكون وخروجا بها عن دائرة اللغة أرستقراطية الخاصة إلى أن تكون أداة البيان العام للدين الجديد والدولة الجديدة الإسلام فرض اللغة الواحدة كما فرض الإله الواحد لغة قريش وإله إبراهيم ولكن ما من شك في أن هذه اللهجات التي سبقت الإشارة إليها وإن لم تدخل أقانين في تكوين اللغة الواحدة قد رشح منها بعض أثر تسرب إلى لغة قريش ثم انطلقت هذه اللغة حية ناهبة شابة تحتل مكان لغات سامية أخرى كانت قد ماتت في هذا الشرق الأوسط أو دخلت في دور الاحتضار وكان منطلق اللغة العربية هذا مع انتشار الدين في معظم الأحيان أو توغل سلطانه الفكري والحضاري والسياسي مع كتائبه المحاربة في بعض الجهات التي قبلت العروبة ورفضت الإسلام وكان انتشار العروبة في هذه المواطن أمرا طبيعيا بكونها الوريث الشرعي الوحيد لألسنة السامينين الأخرى كما كان زوالها من بلاد قبلت الإسلام ورفضت العربية أمرا طبيعيا أيضا كإيران وأفغانستان وتركيا والباكستان لأن الميراث اللغوي لم يكن من حق العربية شرعا في بلاد ألسنتها هندية أو تورانية من حيث الأصول والجذور وهنا أيضا لم تسلم العربية الفصحة من رشح آخر كالذي تسرب إليها من لهجات القبائل بل أشد خطرا فبقايا السامين بلهجاتهم ولقناتهم من ناحية وتلك الأمم الشعوبية برطانتها الغربية وحضاراتها العريقة وعرفها المختلف من ناحية أخرى كل ذلك ترك أثره في الفصحة سواء أكان ذلك في النطق أم في تصريف الألفاظ أم في التركيب ثم إن هذه اللغة بعد أن حملت عبء حضارة من أضخم ما عرفت الإنسانية من حضارات جاء عليها حين من الضهر أظلمت فيه الدنيا من حولها فكانت عصور الجنود أولا ثم التظهر والانحطاط الثامن على طول أيام المماليك والعثمانيين حيث حكم هؤلاء وأولئك وفي ظل التفتت والفوضى السياسية والتأخر الفكري حيث لم يحكموا وانتعشت القيميات في أوروبا وأمريكا في خلال القرن التاسع عشر وتكالب الاستعمار على أفريقيا وأسيا حتى بلغ ذروته في ذلك القرن نفسه ونقل المستعمر معه ورغم أن فيه بقية من وعي قومي هزت البلاد التي أرادها ملكا له فأيقظتها من سباتها وكان في مقدمة من استيقظ العالم العربي وتذكرت الفصحة مع هذه اليقظة أيامها المجيدة الأولى فقامت حركة واسعة النطاق لإحياء هذه اللغة وتجديد شبابها وهنا ارتطم لسان المتكلم بمعوقات عهود الانحفاق وكان عليه أن يمتفض حتى يصنع لنفسه لغة جديرة بأن تهيئ له مكانه في حضارة القرن العشرين وهنا أيضا كثر الأخذ والجذب وكثرت في اللغة الأقاويل فالبحوث العلمية العليا في الطب والهندسة والطبيعيات والرياضيات كانت لا تريد أو بالأحرى لا تستطيع أن تعبر بالعربية وبقينا عشرات السنين ندرس ذلك كله بالانجليزية في بعض بلاد العرب وبالفرنسية في البعض الآخر أما الجامعات الدينية العتيدة كالأظهر والزيتون والقرويين والنجف الأشرف فإنها قطعت الشك باليقين وبقيت في البداية ترفض تدريس هذه العلوم بالعربية أو غيرها وفي الآداب اتسعت الهوة بين أدب العالم المتحدر وذلك الأدب اللفظي المذركش الذي أصبح حرفة أرباب الأقلام في عصور الانحطاب وكثر المتبرمون بهذه الحال فأما من لا يحسن العربية منهم فقد لجأ إلى الآداب الأوروبية يعاقرها بمعزل عن الجو العربي أو ينقل ويترجم إن كان قادرا على ذلك أو يرتوي من معينها ثم يؤتي ثماره في أدب لغته عربية مع مزيد من التسامح إذ جوهر التفكير ونهج السبك والصياغة وخلجات الإحساس تكاد تكون أوروبية في الأغلب الأعم بل وصل التبرم ببعض المفكرين إلى حافة اليأس فتخبطوا وصاح بعضهم نحن نتعلم أولا لنقرأ بينما أمم العالم كلها تقرأ لتتعلم وقال آخرون بإلغاء الإعراض والاستلاح على لغة موقوفة ونادى غيرهم بالكتابة بالأبجدية الأوروبية علاجا لمتاعب القراءة بالعربية بل أكد آخرون أن العامية هي الطريقة المثلى وأنه لا نهضة ولا يقضة إلا بعد دفن العربية الفصلة وجلجل ناقوس الخطر في المعسكرات المحافظة فهد فرسان مقاتلون مستميتين في الحفاظ على اللغة العتيقة العريقة كما هي لا يسمحون بأي تطور واعتدلت طائفة فراحت تدعو إلى مزيز من العربية والعامية أو تدعو إلى صنع ألفاظ جديدة وراء حيطان المجامع اللغوية العربية بالمئات والآلاء في كل فعلم وفن وبدى لبعضهم أن الإصلاح يجب أن يولد في المدرسة وأن الإصلاح هو التقديل والتهوين والتفسير فنظرت كتب لا عدد لها تدعي كل فصيلة منها أنها تحمل الإكسير السحري الذي يحل عقال الأبكم ويفجر ينابيع الفصاحة من صخور اللقمة والركاكة وما تزال التجارب تطرى وفي كل مرة يبدو الخطأ الجسيم وتعن معه الحاجة لتجارب أخرى ولكن ينبغي أن نكون إحقاقا للحق إن جيلا من أرباب الأدب والصحافة والمصرح ومن العلماء المتعمقين في العربية وتاريخها وآدابها ومن المترجمين والملخصين والمعلقين والنقاد قد ضربوا مثلا للعمل المنظم الذي يفرض الأنس به على أشد القلوب جحودا هذا فضلا عن فوج من الشعراء الذين حركوا القلوب مع العقول على نحو انبثق عنه في نفس القائر العربي بصورة بعفوية تلقائية شعور عميق بأن هذه اللغة الفصحة ما تزال طالحة للحياة والحضارة وكان من نتائج هذا أن انضوى أساتذة العلوم الرياضية والطبيعية والهندسية والطبية تحت هذا اللواء وتم جانب ضخم جدا من تعريب التفكير العلمي وإذا بالعالم العربي في جامعاته يعود رويدا رويدا إلى دراسة هذه العلوم بالعربية وتغلبت اللغة على خطر الموت وخرجت من هذه الجولة الأولى والحاسمة منتصرة انتصارا لا شك فيه ونريد في هذه الصفحات التالية أن ندور دورة في آساق العربية خاصة نعرف منها خصائصها ونحاول تصوير الذوق اللغوي العام الذي يميزها ثم نمس بعض ما تعرضت له من مشاكل في تاريخها الفكري الطويل أصوات اللغة العربية معروف أن الأصوات في اللغة هي مادة الألفاظ وأساس الكلام المركب والعمدة في تلوين الأداء وإعطائه رمينا إضافيا يزيد من وضوح التعبير وصدقه في حمل فكرة المتكلمة أو التأثير بها في السامة هذه الأصوات تتشخص ويتميز بعضها من بعض في اللغات بناء على اعتبارات عدة أهمها الأول النقطة التي يلتقي عندها طرفان من جدران أعضاء النقطة يمر الهواء بينهما وهو ما نسميه مخارج الحروب فالباء والميم والواو والفاء حروف شفة لأن منطقة النطق بها بين الشفتين والعين والحاء والهمزة والهاء حلقية لأن مخارجها في الحلق مما وراء اللها والسين والزاي والصاد حروف صفيرية أسنانية كما أن القاف والغين والخاء لهوية لأن منطقة خروجها هي اللهات وما جاورها وهكذا الثاني عمل الأوطار الصوتية أو توقفها عن العمل أثناء النطق بالحر فبعض الحروف عندما ينطلق من مخرجه يدخل في النطق به زمر صادر من الأوطار الصوتية وبعضها يكون صوته نتيجة احتكاك الأواء بالمخرج دون زمر فالفرق بين أن أنطق هاتين الكلمتين رائع ورائح مبني على هذا الاعتبار في التفرقة بين العين التي تعمل فيها الأوطار الصوتية وتقوم بالتزمير والحاء التي تسكت فيها هذه الأوطار فيكون الصوت حفيفا للنفس بين نقطتي المخرج أما المخرج نفسه أي منطقة النطق بهذين الحرفين فهي واحدة وكذلك الأمر في الخاء والغين فالفرق بين قولي خابة وغابة يرجع أيضا إلى اقتران الغين بزمر الأوطار الصوتية وخلو الخاء من ذلك وفي نطقي للفعلين جسة وجزة ألاحظ نفس الأمر فالسين حرف مهموس أو صامت والزاي حرف مجهور أو صائت الثالث مصار الهواء في منطقة النطق فهناك حروف يمتق بها بإغلاق نقطة المخرج إغلاقا محكما يحبس النفس وراءه ثم ينفجر عنه دفعة واحدة وهي الحروف الشديدة أو الانفجارية وهناك حروف أخرى تنطبق فيها نقطة المخرج انطباقا جزئيا فقط فيظل هواء النفس يسري خلالها دون انفجار وهي الحروف الرخوة أو الاحتكاكية فالفاء حرف احتكاكي والباء حرف انفجاري مع ان كليهما يخرج من بين الشفتين فاذا نطقنا كلمة دب مثلا نجد ان الباء لا يمكن اداؤها الا باغلاق محكما متلو بانفجار بخلاف قولنا دف والحكم في ذلك هو وقوع الحرف ساكنا بعد حركة ونطقنا به فاذا امكننا ان نستمر في اخراج صوته على طول نفسنا فهو احتكاكي واذا استغرق النطق به لحظة الانفجار فقط ولم يمكن بعد ذلك الاستمرار فهو انفجاري فاذا قلت قط تبين لي ان الطاعة انفجارية وكذلك قد وقب وقت وبالعكس اذا نطقط قش او قز او قص او قح الرابع اتساع حي زرانين في جهاز ممكن فنحن نعرف ان كل الة موسيقية تعطي نغما او انغاما معينة تكون مزودة في كثير من الاحيان بما يسمى صندوق الرنين او حيز الرنين فصندوق الرنين في العود يختلف عنه في الكمان او في القانون او في البزق والبيان منه اشكال واحجام تختلف صناديق رنينها في الاتساع فمنها الرأسي البسيط ومنها الافقي النصفي ومنها الافقي الكبير الكامل والصوت الانساني يرن في داخل اعضاء النطق فاذا ضاق حي زرانين اي صغر حجم الفراغ الهوائي الذي يرن فيه الصوت جاء الحرف مرققا او منخفضا اما اذا اتسعت التجاويف وكبر حجم الفراغ الهوائي فان الحرف يسمع مفخما او مستعليا وهذا والفرق الصوتي عندما انطق كلمتين مثل فذ وفض فذال فذال والضاء كلاهما من الحروف بين الاسنانية وهي من الحروف الصائطة وهي من الاحتكاكية ولكن جاء الفرق من الترقيق في الدال والتسخيم في الضاء وكذلك الامر عندما اقول صار وصار او نبت ونبط الخامس مجر النفس عند النقط وهو عادة من الفم ولكن بعض الحروف يحبس فيها منطلق الهواء من الفم فيخرج النفس من الان وهذه الحروف هي الميم والنون فهما حرفان فقط في اللغة العربية ومن الملاحظ ان الانسان اذا اصابه زكان فانسد انته تعذر عليه نطق هذين الحرفين ونطق بدلهما بالباء واللام ليقول مثلا انه بزكوب بدلا من مزكوم ويسكو من سدد الالف اي الامر السادس اتجاه النفس عند النقط وقد نبه كثير من الباحثين في طبائع اللغات الى ان اساس اللغة الاصوات الصادرة مع الزفير فقط اي التي يتجه فيها الهواء من الداخل الى الخارج وهناك اصوات تحدث مع الشهيق وبعضها مستعمل في التعجب والدهشة او الرفض او الاستنكار كما ان منها التقبيل بصوت مسموع وكلها روافد ثانوية للتعبير وليست مادة لغوية بالمعنى الاصطلاحي كل الاعتبارات السابقة الذكر خاصة بما يسمى بالحروف دون الحركات وقد سماها بعضهم الصوامتة وسماها غيرهم الحروف الساكنة وهي على كل حال الاصوات التي تحاول الابجديات الرمز لها في كل لغة ويعدها اللغويون في حاجة الى الحركة قبلها او بعدها حتى يتسمى نطقها واما ما يسمى بالحركات او المصوطات فهو الفتح والضم والكس وقد جرت العادة عند البحث في هذه الحركات على تقسيمها من حيث طبيعتها في علم الصوت الى حركات اصلية التي ذكرناها الان وحركات فرعية تتكون من مزيج خاص من بعض الحركات الاصلية فلو فلو تصورنا ان الفتحة الصريحة توجد في رأس مثلته وان الضمة الصريحة توجد في الزاوية اليمنى من قاعدته والكسرة الصريحة في الزاوية اليسرى فاننا نستطيع ان نستنبط من هذا المثلت ما يلي اولا على ضلعه الايمن بين الفتحة والضمة توجد الامالة المضمومة كما نقول في بعض عامياتنا يوم بامالة مضمومة بدلا من فتح الياء وسكون الواض الذي يسميه بعض اللغويين المحدثين المصوت المزدوج وهذه الضمة الممالة لها درجات تتأرجح فيها بين طرفي الضلع قربا وبعدا فهي احيانا تكون اقرب الى الفتحة الخالصة واحيانا اخرى الى الضمة القح ثانيا على الضلع الايسر بين الفتحة والكسرة توجد الامالة المكسورة التي اختصها نحات العرب وقراء القرآن باسم الامالة وهي التي ينطق بها بعض العوام من العرب كلمة بيت بدلا من المصوت المزدوج وهي فتح الباء وسكون الياه وهو الذي استهرت به امالة كلمة مجرها في قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومساها ان ربي لغفور رحيم ثالثا على الضلع الاسفل بين الضمة والكسرة يوجد ما يسميه النحات بالإشمام وهو مزيج من الضمة والكسرة في حركة واحدة عندما يبنى الفعل الأجوف الماضي للمجهول فتكون هذه الحركة مثل نوع خاص من الضمة موجودة بكثرة في اللغة الألمانية وفي اللغة الفرنسية وإلى هذا الإشمام أشار ابن مالك في الألفية بقوله وكسر أوش من فا ثلاثي أعل عينا وضمجا كبوع فحتمل قال ابن عقيل في شرحه إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه الأول إخلاص الكسر نحو قيل وبيع ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك الثاني إخلاص الضم نحو قول وبوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبي وبني فقعس وهما من فصحاء بني أسد الثالث الإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك إلا في اللظ ولا يظهر في الخط أي أن العربية الفصحة لا توجد في حركاتها المكتوبة حركة الإشمام وقد وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض بلع ماءك ويا سماء أقلع وغيض الماء بالإشمام في قيل وغيض وهذا الإشمام السابق شرحه واقع في حالات الحركة الطويلة المندودة وهو يقع أيضا في حالة الحركة القصيرة قال ابن مالك في الألفية وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو الحبة قال ابن عقيل في شرحه إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب فإما أن يكون واويا أو يائيا فإن كان واويا نحو سامة من السو وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فيقول سمت بالكسر أو الإشمام ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لألا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبداء وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد بالضم أو الإشمام ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لألا يلتبس بفعل الفاعل فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوبة وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجتم أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم فيه اليائي والإشمام هو المختار ولكن لا يجب ذلك بل يجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء مضاعف نحو حب فتقول حب بالضم وحب بالكسر وإن شئت أشمنت رابعا المزج بين الحركات الرئيسية الثلاث التي على زوايا المثلث في حركة واحدة قصيرة تكون في قلب هذا المثلث بؤرة تتجمع فيها هذه الحركات وهي الحركة التي تلون بها همزة الوصل عندما نقول اكتب واضرب من فضلك تابع بقية المادة ونواصل القراءة في موضوع أصوات اللغة العربية أما الحروف الساكنة في اللغة العربية فقد عدها القدماء تسعة وعشرين حرفا قال سبوي فأصل حروف اللغة تسعة وعشرون حرفا الهمزة الألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم والشين والياء والنام والراء والنون والطاء والدان والتاء والصاد والزاي والسين والضاء والذان والثاء والفاء والباء والمين والوع ونلاحظ أنه قد رتبها بحسب نقطة المخرج مبتدئا بأقصى الحلق ومنتهيا بالشفتين أن السكاك وقد ذكر أيضا أن عددها تسعة وعشرون ثم نظر إلى تقسيمها إلى اعتبارات أخرى هي التي شرحناها آنفا فتكلم عن المجهورة والمهموسة وشرحها بشيء بين ما سميناه بالحروف الصائطة والصامطة وما دعوناه بالانفجارية والاحتكاكية ولذلك لا يخلو تقسيمه من مواضع للنظر قال اعلم أنها عند المتقدمين تتنوع إلى مجهورة ومهموزة وهي عندي كذلك لكن على ما أذكره وهو أن الجهر انحصار النفس في مخرج الحر والهمس جرى ذلك فيه والمجهورة عندي الهمزة والألف والقاف والكاف والجين والياء والراء والنون والطاء والدال والتاء والباء والمين والياء والراء والنون والوعو ويجمعها قولك قدك أترجم ونطائب والمهموسة ما عداها ثم إذا لم يتم الانحصار ولا الجر هكذا يقول ولا ندر كيف كما في حروف قولك لم يروعنا سميت معتدلة وما بين الشديدة والرخوة وإذا تم الانحصار كما في حروف قولك أجدك قطبت سميت شديدة وإذا تم الجري كما في الباقية من ذلك سميت رخوة ثم إذا تبع الاعتدال ضعف تحمل الحركة أو الامتناع عنه كما في الواوي والياء والألف سميت معتلة وإذا تبع تمام الانحصار حفز وضغط كما في حروف قولك فإن جعلت لسانك مطبقا للحنك الأعلى كما في الصاب والضاد والطاء والضاء سميت مطبقة وإلا كما في سواها منفتحة وتقسيم السكاك هذا مضطرب فقد لاحظنا أنه وضع الراء والنون والألف في تلك الفصيلة المجهورة التي عرفها بأنها تتميز بانحصار النفس في مخرج الحر وهي لا تستقيم على اصطلاحه هذا كما أننا نلاحظ أن الحروف التي سماها معتدلة أو بين الشديدة والرخوة تبدو من خلال حديثه وكأنها جزء أو قسم خاص حتى إذا ذكر هذه الحروفة وجدنا فيها بعضا من الطائفة السابقة وبعضا ليس منها مثل اللام والعين واعتباره الغين والخاء من الحروف المستعلية غامض أيضا أما سيبوي فإنه بعد أن ذكر الحروفة التسعة والعشرين وسماها عاد يستوفي بعض المخارج التي تنطق بها العرب وليس لها رمز في الكتابة أو التي تنطق بها قبائل فصيحة منهم فقال وتكون خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين وهي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار وهي النون الخفيفة والحمزة التي بين بين والألف التي تمال إمالة شديدة والشين كالتي كالجين والصاد التي تكون كالزايل وألف التفخين يعني بلغة أهل الحجاز في قولهم الصلاة والزكاة والحياة وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضي عربيته ولا يستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر وهي الكاف التي بين الجيم والكاف والجيم التي كالكاف والجيم التي كالشين والضاد الضعيفة والصاد التي كالسين والطاء التي كالتاء والضاء التي كالثاء والباء التي كالثاء وهذه الحروف التي تمتمها 42 جيدها ورديئها أصلها 29 لا تتبين إلا بالمشافحة وهو كما نرى حصر علمي على أعلى درجة من التدقيق اعتمد على السماع الذي يسميه المشافحة كما اعتمد على استقراء في اللهجات جيدها ورديئها كما يقول أما المحدثون فإنهم جعلوا الصوامت أي الحروف الساكنة التي تعتريها الحركات ثمانية وعشرين فقط وهم في ذلك على حق إذ أخرجوا الألف اللين منها لأنها بشتى أشكالها من المفخمة الجانحة نحو الضم كما في الصلاة والزكاة والحياة بلغة أهل الحجاز إلى الممدودة المفتوحة العادية إلى المرققة ثم الممالة نحو الكس لا تكون إلا مدا لحركة ولا تعتريها هي الحركات كما تعتري الحروف الساكنة وقد رتب الأبو هنيري فليش مخارج الحروف الثمانية والعشرين على هذا النحو أولا أربعة شفوية هي الباء وهي مجهورة شديدة أي انفجارية أو احتباسية والميم وهي أنفية من نفس مخرج الباء والواو وهي مجهورة رخوة أي احتكاكية والفاء وهي مهموسة رخوة ثانيا حروف أسنانية وعددها أحد عشر قسمها إلى أربع فصال ألف أسنانية لثوية شديدة وهي أربعة الدال مجهورة والنون وقد عدها أنفية من مخرج الدال وعندنا أنها لثوية بحتة من مخرج اللام إلا أنها من الأمر والتاء وهي مهموسة رقيقة والطاء وهي مهموسة مفخمة من نفس مخرج التاء باء بين أسناني رخو احتكاكي وهي ثلاثة الذال والضاء المفخمة من مخرج الذال وهما مجهوران والثاء الرقيقة المهموسة من نفس المخرج جيم بين أسناني رخو مجنب والمجنب هو الذي يعتمد اللسان في النطق به على أحد جانبي الفم أو كلاهما وقد جعل في هذه الفصيلة حرفا واحدا وهو الضاد التي تعتبر أخص خصائص اللغة العربية لغة الضاد دال أسناني صفيري رخو احتكاكي وهي ثلاثة أحرف الزاي المجهورة والسين المهموسة المرققة والصاد المهموسة المفخمة ثالثا لثوية رخو احتكاكية وهي حرفان مجهوران الراء واللام وقد فرق بينهما الأب فلش في تحديد منطقة النطق بكل منهما على اللثة على النحو التالي ألف ذو لقي وهو الراء وقد وصف بعضهم نطق الراء بأنه مترددي أو لمسي والصفة الأولى لبأس بها في رأينا باء حفي وهو اللام رابعا الحروف الحنكية وهي عنده ثلاثة أنواع نطعي وقد ذكر فيه حرفين هما الجيم وهي مجهورة شديدة احتباسية أو انفجارية وهي ليست بالصوت البسيط فنطقها الفصيح نطق يدخله شيء من الدال والحرف الثاني هو الشين وهي مهموسة مرققة وطبيعة مخرجها يجعل بين صوتها وبين الحروف الصفيرية قرابة ولذلك كنت أسمي الزايا حرف أزيز والسين والصاد حرفي صفير والشين حرف نشيش وسط حنكي ووضع فيه الياء وهي مجهورة وقد جعلها رخوة أقصى حنكي شديد وهو الكاش المهموسة الرقيق خامسا حروف حفافية لهوية وهي من أقصى الحنك على مشارف الحلق وقد جعلها نوعين ألف حفافي رخوة احتكاكي الغين وهي مجهورة والخاء وهي مهموسة منها باء لهوي مهموس شديد انفجاري مفخم وهو القاف سادسا الحروف الحلقية وقد قسمها إلى نوعين أيضا حنجوري رخ احتكاكي وفيه حرفان العين وهي مجهورة والحاء وهي مهموسة منها باء نزماري وجعل فيه الهمزة والهاء كليهما مهموسين وهو غلط لأنه بترتيبه هذا لا يكون هناك أدنى فرق في النطق بين هادين الحرفين وكان عليه أن يقول إن الهمزة شديدة أي انفجارية والهاء رخوة أي احتكاكية وفي ترتيب الأب هنري فلش لمخارج الحروف ثلاثة أحرف من غير مخارج الفصحة تحدث عنها في ملحوظة ذيل بها جداولة فقال إن منها صوتين وصف سيبوي نطقهما أحدهما شيء يشبه الضابة التي ينطقها العام في نص دالا مفخمة ولذلك اعتبرها الأبو فلش من النوع الأسناني اللثوي الشديد الانفجاري أو الاحتباسي مجهورة مفخمة والثاني هو ما يسميه الأبو فلش الجيم اليائية واعتبرها النطق المجهور المقابل للكاف المهموسة فهي عنده حرف أقصى حنكي شديد احتباسي أو انفجاري مجهور والحرف الثالث وحرف لهوي شديد مجهور من فصيلة القاف فلعل له مفخم وإن لم يضعه الأبو فلش في المفخمات ولكنه لم يضع القاف نفسها في المفخمات وإذا كنا قد لاحظنا قلقا في الاصطلاحات الخاصة بعلم الأصوات اللغوية فإن مرجع ذلك هو عدم الاتفاق حتى الآن على تصنيف تحدده أسماء يلتزم بها الجميع وما زال المؤلفون إذا ترجموا المصطلح الأوروبي ترجموه بما يعن لكل واحد منهم فمثلا صديقنا المرحوم الدكتور محمود السعران يسمي الحروف العربية الثمانية والعشرين الصوامتة ثم يقسمها حسب طريقة النبط ويشرح ذلك قائلا أي حسب حالة ممر الهواء عند موضع النقط ويقول في عرب هذه الأقسام إن الأقسام الرئيسية للصوامت التي تمتاز على هذا الأساس هي أولا الانفجارية أو المنفجرة وهي التي سماها آخرون احتباسية ثانيا الانفجارية الاحتكاكية ثالثا الغناء الأنفية رابعا المنحرفة وسماها هو أيضا الجانبية وعند غيره سمية الحافية الأبو فليش خامسا المكررة وسماها غيره الترددية أو اللمسية وهي الراء سادثا المستلبة أي المستلة أو المفردة وهي فيما يبدو خاصة ببعض المتكلمين فقط قال الدكتور السعران تتكون الصوامة المستلة المستلبة المفردة بإحداث طرقة واحدة من عضو مرن كطرف اللسان على عضو آخر كاللثة بحيث لا يستغرق الاتصال زمنا ملحوظا ومن أمثلة هذه الأصوار الراء المستلبة تتكون الراء المستلة كما تتكون الراء المكررة ولكن ليس فيها إلا طرقة واحدة من طرف اللسان على اللثة ويحدث الوتران الصوتيان عند نطقها نغمة موسيقية فهذه الراء صامت مجهور لثوي مستل وبعض المتكلمين بالإنجليزية الأدبية يستعملون هذه الراء موضع الراء الاحتكاكية وخاصة عندما تتوسط هذه الراء صوتين صائطين كما في كلمة ذري سابعة الاحتكاكية وهي التي يسميها آخرون رخوة ثامنا المتمادة غير الاحتكاكية وهي صوت غير موجود في العربية الفصحة الا لو اعتبرنا منه حرفا لا وقد شرحه الدكتور السعران بقوله يطلق هذا المصطلح على بعض صوامط مجهولة تتكون في نفس المواضع الملائمة لتكوين صوامط احتكاكية ولكن لا يسمع في نقطها احتكاك اما لان قوة النفس الزفير في تكوينها اضعف من تلك المستخدمة في نطق الاحتكاكية المقابلة لها واما لان درجة انفتاح الاعضاء عند موضع النطق تكون اوسع منها عند نطق الاحتكاكية المقابلة له واما لاجتماع هذين العاملين ومن امثلة الصوامة المتمادة غير الاحتكاكية نطق كثير من الانجليز للراء الانجليزية فالشائع في الراء الانجليزية ان تنطق صامطا مجهورا لثويا احتكاكيا ولكن كثرة من الانجليز تجعل الفتحة بين ذلق اللسان وبين اللثة اوسع شيئا ما من تلك اللازمة لاحداث الراء الاحتكاكية وتستخدم قوة زفير اضعف من المستخدمة عادة في تكوين الراء الاحتكاكية فينتج عن هذا ان الراء التي ينطقونها تكون متمادة يدون نطقها ما اسعف النفس ولكن لا يسمع معها احتكاك فتوصف انها متمادة غير احتكاكية تاسعا اشباه الصوائد او انصاف الصوائد وهي عند غيره تسمى حروف اللين مثل الواو في الفعل وعد والياء في الفعل المبارع يعيد وفي تصنيف الحروف حسب ما يسميه الدكتور السوران موضع النطق ويسميه الابو فليش منطقة النطق يقول وفيما يلي مواضع نطق الانواع الرئيسية للأصوات الاساسية في لغات العالم الاول الشفتان ويوصف الصوت بانه شفتاني كالميم والو الثاني الشفة السفلة والاسنان العليا ويوصف الصوت بانه شفوي سنين كالثاء والذاء الثالث الاسنان ويوصف الصوت بانه سنين كالتاء والدال والنون واللا الرابع ما بين الاسنان ويوصف الصوت بانه مما بين الاسنان كالثاء والذال والضاء الخامس اللثة ويوصف الصوت بانه لثوي كالراء المكررة السادس اللثة ومقدم الحنك الاعلى ويوصف الصوت بانه لثوي حنكي كالشين السابع مقدم الحنك الاعلى ووسطه ويوصف الصوت بانه حنكي وصي ولم يذكر المؤلف مثلا له ولعله يريد الجيمة الثامن اقصى الحنك الاعلى ويوصف الصوت بانه حنكي قصي كالكاف والخاء والغين التاسع اللهاه ويوصف الصوت بانه لهوي قلقاف العاشر الحلق ويوصف الصوت بانه حلقي كالحاء والعين الحادي عشر الحنجرة ويوصف الصوت بانه حنجري كهمزة القطع والهائي والذي سماه حنجري هو الذي سماه الاب هنري فلش مزماري بينما الحلقي عند الدكتور السوران هو حنجوري عند الاب فلش وهذا مثال لما قدمناه من ضرورة توحيد المصطلح الصوتي واللغوي ومخارج الحروف في العربية حسب وصف سيبوي لها تكاد تكون هي هي عند احدث الباحثين في هذا الفرع من البحث اللغوي ثم انها بقيت بالشكل الذي كانت تنطق به عند العرب لدى اكثر من يقرؤون او يخطبون باللغة العربية الفصحة من ابناء الامة العربية الى يومنا هذا لا يشد عن ذلك الا نطق الضال وهي حرف من الراجح ان العربية الفصحة اختصت به حتى سميت لغة الضال وليس عندنا من شاهد قديم يخلع عليها هذا رسم فمن اقدم الاشارات الى ذلك قول المتنبي الفخر وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجان وغوث الطريد والمتنبي من القرن الرابع الهجري ولكن لعل التسمية بلغة الضاد كانت من قبل جارية على السنة اللغويين بل لعلها كانت شائعة بين العام والضاد العربية الفصحة لم تعد تنطق في تمام فصاحتها عند اي من العرب فهم ينطقونها احيانا ضعا بين اسنانية كما هي الحال عند كثير من اهل العراق وبوادي الشام والاردن وشبه جزيرة العرب وهي تنطق في كثير من المدن العربية كالقاهرة والاسكندرية وبيروت ودمشق وطنجة وتونس دالا مفخمة وفي بعض الاحيان حيث تكف الضاء عن ان تكون بين اسنانية فتصبح زايا مفخمة تنطق الضاء مثله فالفعل ضرب مثلا ينطق دالا مفخمة في مصر وفي كثير من ارجاء العراق والكويت ينطق ضرب بالضاء بين اسنانية وهو ينطق زرب بزايا مفخمة في ارجاء من ليبيا وغيرها فاذا ما تركنا العربية الفصحى وذهبنا نبحث في العامية عن الالفاظ التي اصلها بالضاد وجدنا في عامية المصريين انها لا تنطق على قاعدتها القديمة عند العرب ابدا وانما تنطق دالا او زينا مفخمتين فكلمة بيضة او ضحك او غرد تنطق دالا مفخمة بينما لفظة ضابط تنطق زايا مفخمة ضابط وقد وصل هذا الخلط لدرجة ان بعض الفصيح الذي اصله ضاء ينتق ضاب من هذه الضاب المحرفة التي ليست غير دال مفخمة فالعوام يقولون صلاة الظهر بدلا من الظهر بل قد ينطقون ها دالا بلا تفخيم فيقولون ديق بدلا من ضيق واصفون الشعر بانه مدفر بدل مدفر ويصف ابن منبور ابضاد بقوله ابضاد حرف هجاء وهي حرف مجهور وهو احد الحروف المستعلية يكون اصلا لا بدلا ولا زائدا والضاد للعرب خاصة ولا توجد في كلام العجب الا في القليل من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف ان تقدم لكم هذه المادة كلام العرب من قضايا اللغة العربية ونواصل القراءة في موضوع اصوات اللغة العربية اما سيبويه فانه وصف صوت الضاد الفصيحة لانه يخرج من بين اول حافة اللسان من جهة اقصى الحنك وما يليه من الادراس ثم ذكر هذا الصوت بين الاصوات المجهورة وعرف المجهورة في اصطلاحه لا بانها التي يعمل فيها الوتران الصوتيان وانما كل منها حرف اشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس ان يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت فهذه حال المجهورة في الحلق والفم ومع ذلك فمثنون كلامه ان الحرف المجهورة والذي يعمل فيه الوتران الصوتيان لان الحرف الاحتباسية او الانفجارية يسمى عنده الشديد وهو الذي يمنع الصوت ان يجري فيه وقد جعل نقيضا لذلك الحروف الرخوة وهي التي يجري فيها الصوت وعد منها الضاد كذلك عد الضاد من الحروف المطبقة ويعني بذلك المفخمة ويجعل نقيضها الحروف المنفتحة ويذكر في الحروف المطبقة الصاد والضاد والطاء والضاء والعجب انه لا يذكر منها القاف وهي في لغة العرب مطبقة كما هي في بقية اللغات السامية ذكر ذلك روكلمان وسيجال وبرشطاين ولكن على عهد سيبويه نفسه يبدو ان الضاد كانت مشكلة في نطقها فقد ذكر الى جانب الضاد الفصيحة صوتا يسميه الضاد الضعيفة ووصفها بانها تتكلف من الجانب الايمن وان شئت تكلفتها من الجانب الايسر وهو اخف لانها من حافة اللسان مطبقة لانك جمعت في الضاد تكلف الاطباق مع ازالته عن موضعه وانما جاز هذا فيها لانك تحولها من اليسار الى الموضع الذي في اليمين وهو اخفه لانها من حافة اللسان وانها تخالط مخرج غيرها بعد خروجها فتستطيل حين تخالف حروف اللسان فسهل تحويلها الى الايسر لانها تصير في حافة اللسان في الايسر الى مثل ما كانت في الايمن وهذا الوصف على شدة تعقيده يمكن تلخيصه في ان هذه الضاد الضعيفة لا تخرج من اعتماد مؤخر اللسان من جانبيه على الادراس في منطقة اقصى الحنك كالضاد الفصيحة ولكن ترتكز فيها حافة اللسان في نقطة اكثر تقدماً نحو ثقف الحنك السلب على الادراس الامامية سواء اكان هذا الارتكاز على الناحية اليوم ام اليوس مع ترك الهواء يخرج من الناحية الاخرى التي لا ارتكاز فيها مع اعداد مؤخر الحنك للاطباق وبعد فما تزال في الضاد من حيث علم الاصوات وعلم الدلال الصوتية او الصوت كما يسميه بعض المحدثين متاهات لم يقل العلم فيها كلمته الاخيرة فهناك من ذهب من العلماء الى القول بان الضاد كانت موجودة في اللغة السامية الام ولكنها صوتاً مزدوجاً من قاف وسين قساد وحجتهم في ذلك اننا لو اخذنا كلمة فيها ضاد عامة شائعة في كل اللغات السامية ولتكن كلمة ارض العربية لوجدناها في العبرية ارس بالصاد وفي البابلية الاشورية ارسيتو بتفخيم السين احياناً وفي الحبشية ارد وفي الارامية ارعى او ارقى واستخلصوا من ذلك انها لابد ان تكون صوتاً من اقصى الحنك الرخ عند منطقة لها بدليل انها تحولت الى عين والى قاف في الارامية يتبعه مباشرة صوت سناني فكأن هذين الصوتين كان عند اولئك العلماء القاف والسين وقد تأثروا في ذلك بمتق اليهود الاشكنازيين يهود شرق اوروبا وسطه لحرف الصاد صوتاً مزدوجاً مكوناً من تاء وسين والراجح عندنا ان السامية الام لم تكن تعرف الاصوات المركبة على هذا النحو وان الضابة كانت عندهم صوتاً مركباً بشكل آخر واعتماده على نقطة خروج لسانية سمانية من نوع مع تفخيم مع تفخيم يصل الإطباق فيه مع الجهر إلى تحويل هذا المخرج إلى مزيج مع صوت حلقي ولذا كان النبط والآرميون بعامة ينطقون مقابل هذه الضاب في لغتهم عيناً بل لقد نطق العرب الضاب في بعض الكلمات بنتقهم الفصيح ثم تحول عند الآرميين إلى عين وجاء من جديد إلى العرب بنتقه الجديد ومن أنثلة ذلك البيع وهي المعبد الصغير للنصارى واليهود ولا علاقة لهذه الكلمة بالبيع والشراء وإنما هي مأخوذة من شكل القبة التي كانت تعلو هذه المبانية وتميزها وتسمى البيضة على سبيل التشبيه كما سميت خودة المقاتل بيضة ولما كانت هذه المعابد قد انتشرت في مناطق من دنيا السامين تفشت فيها الآرمية ودام أهلها بالمسيحية أو اليهودية فقد نطقت البيضة عندهم بالعين الحلقية بيع وعادت إلى العربية بهذا النطق الضأم ومعناه في العربية جنس الغنم وهو في العبرية بالصادي أما الآرميون فينطقونه عانا بالعين الحلقية بدل الضال وهذه اللفظة قد دارت هي أيضا في نفس المجال الآرامي ثم عادت إلى اللغة العربية مع تغيير طفيل وقد صارت عانة كما صار معناها القطيع لا من الغنم ولكن من الحمر الوحشية فنحن إذن نختلف مع الذين قالوا إن الضابة هي من أخص خصائص العربية الفصحة لم تكن موجودة بلظها هذا بالسامية الأن بل إننا نرى أن العربية بحفاظها على الضاد ربما اعتبرت هذا مضخرة لها لتواتر حرف من حروف الأسلاف الأول على لسان العرب انقرض تماما لدى غيرهم من السام أما من ناحية الدلالة الصوتية أو الصغار فهناك ملاحظة تستوقفنا وتدعونا إلى التفكير وهي أن كثيرا من الألفار التي جاءت فيها الضاد يوجد مثلها وفي موضع الضاد حرف آخر وهناك بين اللفظتين علاقة في المعنى فلفظة السبع تجاورها لفظة الضبع وهي نوع حقير من السبع والفعل ضباثاء بالشيء على الشيء معناه قبض عليه قبضا شديدا وتثبت به فهذه المادة ضاب باثاء تجاورها مادة شين باثاء وكذلك مادة ضاب حاء واو التي تفيد الإشراق تجاورها مادة صاد حاء واو بنفس المعنى تقريبا ومن الأولى جاء الضحى ومن الثانية الصح وقالت العرب ضح ضح الأمر أي تبين وكذلك صح صح بالصاب ومادة ضخ مرتبطة في المعنى والمدنى بمادة صح وتقول العرب ضرع الفارس جواده أي أذله وهو قريب من قولهم صرع الفارس عدوه وضف القوم على الماء أو الطعام ازدحم وضف الرجل الشيء ضفا جمعه وهو قريب من مادة صص وأفعال مثل ضم ولم وضهس وداس ودهس ودعس وتدور وتهور وضاع وساع وصاع فعندنا نقول إن العربية هي لغة الضاد فإننا نستحضر تاريخا سحيقا من الوثاء قضاع وبقي وبقي في عجينة الألفاظ وفي معانيها وفي أصواتها يشهد بأن العربية الفصحى أبعد مدى وأرسخ قدما في علاقة الإنسان باللسان مما سجله علماؤها الذين قيدتهم نصوص ورواية الرواه فلم يستطيعوا خرق حائط الجاهلية الأخيرة وهو إلى الآن قائمون ولعل صدفة من صدف التنقيب عن النفط في شبه الجزيرة العربية تسفر عن شيء وأغلى على الإنسانية وعلى تاريخ العرب بالذات من النفط أما الحركات أو المصوتات أو الصوائط فإن الكتابة العربية قد اختصرتها اعتمادا على سريقة القارئ من أبناء هذه اللغة وقد لاحظ ذلك كل من تناول الحركات من العلماء قديما وحديثا فالأب هنري فليش مثلا يقول ملاحظ في علم الأصوات وجود تناقض بين عدد الصوامة الضخ وذلك العدد القليل من المصوتات فتحة وكسرة وضمة قصيرة كانت أن طويلة ومن المحتمل أن تشير هذه المذكورات إلى مناطق نطقية فحسب ثم يرد عليها في الاستعمال تغييرات بحسب القبائل فتصبح الضمة الخالصة ضمة مفتوحة وتصبح الكسرة الخالصة كسرة قريبة من الفتحة ممال وذلك نح يكتب إذ نطق أحيانا يكتب ونح يحمل إذ نطق يحمل ولكن ذلك لا يغير المعنى في شيء ومن ذلك الإمالة التي تجعل الفتحة الطويلة الخالصة وهو ما يعبر عنه بألف المد فتحة طويلة النمالة والتفخين الذي عرف في الحجاز وهو الذي يجعل الفتحة الطويلة ضمة طويلة مفتوحة فهتان الظاهرتان الصوتيتان لا تحتثان أدنى التباس في المعنى وانظر ما كتبه جي كنتينو في كتابه محاضرات في علم الأصوات العربي كارس دورفنوتيك أراب حيث وصف الكتابة العربية بأنها كتابة تنظيمية قال إنها لا تهتم إلا باختلافات النطق التي ينتج عنها تفرقة بين الصيغ النحوية أو الكلمات ومع ذلك ففي العربية مصوّطان مزدوجان هما أو وأي في مثل قوم وليل وهذه المسوّطات أو الحركات المزدوجة لم تكن تعامل عند العرب بالطريقة التي يعاملها بها المحدثون فإن كلمة قوم عند اللغويين القدامة لا تحتوي على صائت مزدوج وإنما على صامت ضعيف هو حرف الليل وهو هنا الواو كما أنه الياء في ليل ويدافع الأبو فليش عن هذه الفكرة في المذكرة التكميلية الأولى لكتابه العربية الفصحة فيقول بعد أن يشير إلى تعريف علماء الأصوات للمصوّط المزدوج مستعيرا ذلك من موريز برامونت في كتابه جراسة في الأصوات اللواوية وهو أن هذا المصوّط المزدوج عبارة عن مصوّط واحد يغير جرسه أو رمينه خلال إصداره وينتق بعد ضغط هار يتساءل الأبو فليش كيف يتحقق هذا التعريف للمصوّط المزدوج في العربية في أو وأي والواقع أن أفعالا مثل حوقا هرم من حوقن وشيطن فعل فعل الشيطان من شيطان تسلك في تصريفها مثلك الفعل الرباعي مثل دحرج أو قطرن من قطران فالواق ولياء لهما هنا قيمة الصوت الصامت الثاني من الأصل الرباعي وقول وبيع هما مصدران بزنة فعل لفعلي قال يقول وباع يبيع تماما كما يأتي كتب من كتب وترك من ترك والواق والياء في هذا الموضع هما الصامت الثاني من الأصل الثلاثي فإما أنه ليس في هذه المواضع مصوت المزدوج أو أنه يجب أن تراجع التعريف السابق بكم وقد جرت العادة بوصف أو وأي على أنهما مصوتان مزدوجان في العربية وسنظل على هذا الوصف إلى أن تتاح لنا معرفة أوسع وأشمل ولكن نتعرض بهذا لتعارض منطقي فنحن نضع الأفعال التي بوزن فوعل وفعل بين الأفعال الرباعية كما يقطبيه تصريفها ونضع الأسماء الصفات بوزن فوعل وفيعل في المجموعة الثالثة التي أصلها ثلاثي ثم يزداد فيه مصوت طويل أو مصوت مزدوج بعد الصامت الأول ومصوت قصير بعد الصامت الثاني فهل يجب أن نضعها بين الأسماء الرباعية لم يقل لنا علم النحو أو الصرف شيئا في هذا الموضوع ولكن كيف ينبلي أن ننظر إلى الصيغة التي بوزن فعيل وفعيل وفععول إن الحل الوحيد الآن وأن نصل هذه الصيغة فوعل وفيعل إلى آخره بالأصل الثلاثي مزيدا في مصوت مزدوج وفي حالات مثل قول وبيع سوف يقول علماء الأصوات إن مصوتي الضم والكسر يتحققان بالنظر إلى وضعهما في مجرد واقع خاص وأن لهم من الناحية الصرفية وظيفة الصامت ولكن إذا كنا نرى أن المصوتات والصوامت في العربية مختلفة في أساسها بسبب دورها الصرفي فكيف لا نرى في الواوي والياء الصامتين سوى واقع خاص لمصوتي الضمة والكسر إن الوظائف الصرفية تتعارض كلية كما أن المصوطات والصوامت تعملان على مستويين مختلفين لا يلتقيا فكذلك أدوات هذا التعارض ينبغي أن تتعارض كلية أيضا هذا نص ما علق به الأب هنري فليش في إنكار الحركات المزدوجة التي يسمي الواحدة منها المصوط المزدوج وهو قد أشار إلى تعارض ذلك مع ما يقرره علماء الأصوات مستشهدا منهم بتعريف موريس جرامون ويكاد المرحوم محمود السعران يتفق مع جرامون فهو يترق بين الحركة البسيطة واسمها عنده الصائط والحركة المزدوجة واسمها عنده الصائط المركب بأن أعضاء النطق في حالة الحركة البسيطة تظل في موضعها الخاص مدة ملحوظة من الزمان بينما في الصائط المركب يحدث ارتباط بين صوتين صائطين بسيطين ينتقان بحيث يكونان مقطعا واحدا لا مقطعين وهو في واقع الأمر صوت انزلاقي إنه صوت صائط يتضمن انزلاقا مقصودا إذ تبدأ أعضاء النطق متخذة الوضع الخاص بصائط من الصوائط ثم تنتقل مباشرة نحو الوضع الخاص بصائط آخر ويميز الصائط المركب كذلك أنه يتكون من مقطع واحد أي أن الانزلاق أو الانتقال من الصائط الأول إلى الصائط الثاني ينبغي أن يتم بدفعة واحدة من النفس فإن السامع يسمع مقطعين اثنين متواليين لا مقطعا واحدا ويسهل إدراك هذا بأن ننطق نطقا بطيئا الصائط المركب الإنجليزي ثم ننطق الصوت الصائط الإنجليزي وبدفعة جديدة من النفس نتبعه بنتق الصائط الإنجليزي دون أن نبدأ هذا الصائط بهمزة قط وهذا أصعب على أصحاب العربية إذ لا تبدأ كلمة عربية بصوت صائط غير مسبوق بصوت صام سنجد أن نطقنا ل A I بدفعة واحدة من النفس يكون مقطعا واحدا وهو صائط مركب أن نطقنا للصائطين بالصورة التي مثلنا ثانية فسنجد أنه يكون مقطعين وهو كذلك ليس صائطا مركبا ونفهم من ذلك أن مثلث الحركات التي وصفنا بأنه كل زاوية منه تحدد حركة من الحركات الأصلية الفتحة والضمة والكسر إذن تقل الناطق بين زاويتين منه أي من الفتحة إلى الضمة أو من الضمة إلى الكسر أو من الكسرة إلى الفتحة أو العكس وكان انتقاله بين رؤوس المثلث قفزا وانزلاقا في دفعة نفس واحدة كان ذلك هو الحركة المزدوجة وفي رأينا أنها غير موجودة في اللغة العربية بل الموجود هو حروف الليل وهي صوامة لا حركات سواء أجاءت ساكنة مثل قول وبيه أم تحركة مثل عواقب وهيات وقد لاحظ علماء الأصوات في الصائت المركب أنه يجمع بين طرفين هما رأسان من مثلث الحركات وأضافوا والعبارة هنا نقلا عن الدكتور السوران أنهم قد لوحظ أن أحد طرفي الصائت المركب يسمى هابطا أو نازلا إن كان طرفه الأول أبرز أو أشد جهارة من طرفه الثاني أي أنه سمي كذلك باعتبار ما يصير إليه ويسمى صاعدا أو طالعا إن كان طرفه الثاني أبرز أو أشد جهارة من طرفه الأول وتتصف الصوائت المركبة الإنجليزية جميعا بأنها صوائت مركبة حابطة والآن وقد عرفنا أن الصائط المركبة هو حرف اللين فإننا نريد في إشارات عابرة أن ننبه إلى بعض ما ترتب على ذلك في خصائص البنية في بعض الألفاظ العربي هناك ألفاظ ثلاثية وسطها ياء مثل بيت وعين وهذه الألفاظ كانت قد تطورت من حيث النطق في لغات سامية أخرى غير العربي بحيث أصبح لها نطقا بل ثلاثة فالنطق الأول والأصلي الذي يقابل النطق العربي أصبح في العبرية مثلا بايت وعاين بفتحة مندودة على الحرف الأول وكسرة قصيرة على اليان ولكن هذا النطق يتحول إلى إمالة في حالة الإضافة فينطقون في العبرية بيت وعين كنطقهما في العامية المصرية وفي عاميات أخرى مماثلة في العالم العربي أن النطق الثالث فهو في حالة جمع المذكر السالم الذي يكون بإضافة ياء وميم في آخر الاسم في اللغة العبرية وهنا لا يقولون بيتين ولا بايتين ولكن باتين بفتحة طويلة صريحة غير ممال وبدون ياء أما إذا كان الاسم من ذوات الواو مثل قول أو عوف فإنه في كل الحالات قد حرف إلى إمالة مضمومة كمتكن الواو في العامية المصرية في كلمة الوون والنون إلى آخر والآرامية تسير بدورها في هذا النهج المتطور وهنا دليل آخر على شدة التصاق العربية بالسامية الأولى ولكن التصاق العربي هذا ببداياتها لم تمنعها من التصرف أحيانا وإحداث صيغ لا يقوم الدليل على وجودها في غيرها من اللغات السامية ومن هذه الصيغ صيغة فعيل للتصغير فاللغات السامية الأخرى ليس فيها تصغير قياسي مرتبط بصيغة صرفية من هذا النوم ولو أننا أنعنا النظر لوجدنا بصيصا من نور قد يهدينا إلى أصل هذه الصيغة التي صارت من خصائص العربية في بنية ألفاظها كباب في أصواتها يلاحظ أن في العربية أسماء شائعة على وزن فعال بضم الفاء وفتح العين ثم ألف ند بعدها وفعال المؤنث أما الوزن الأول فعال فأكثر ما يأتي لما يستكره أو يستخضر أو يحتقر أو يستظر فمن ذلك الدوار الذي يصيب الإنسان إذا ركب البح أو على في الجو أو فقد قوته والصداع والخمار وهو صداع الخمر والكباد وهو وجع الكبد والصعار وهو المرض الناتج من عضة الكلب وغيره من الحيوانات التي تنقل هذا المرض والصعال وكل ذلك مما يستكره وجاء من هذا البصاق والمخاط والعطاس والفساء وكل ذلك يستقضر والبغاث والجفاء والغبار والسخام والهراء وكلها مما يحتقر والغلام والقراد والغراب مما يستظر فإذا منتقلنا إلى المؤنث من هذا الوزن وهو فعاله وجدناه يدل دائما على البقية من الشيء والحقير منه وما يستظر ويهوم أمره أو يستكره ويبعث على التقزز والنفور فمن بقايا الأشياء الحثالة والثمالة والبرادة والنشارة والنخالة ومما يهوم أمره ويحتقر النفاية والقمامة والكناسة وغير ذلك كثير وقد سبق أن عرفنا أن الإمالة نحو الكسر في ألفات المد كنت شائعة لا تنفر منها الآذان وقرئت بها قراءات معتبرة في القرآن الكريم ومعنى ذلك أن صيغة فعال هذه التي تدل على التصغير والتقليل والتحقير ربما ألفتها في الجاهلية الأولى أسمع كثير من العرب ثم جنحت بها من الإمالة إلى حرف اللين بالياء الساكنة فوجدنا وزن فعيل بضم ففتح ومؤنسه فعيلة وقد أصبح قياسيين في التصغير من فضلك تابع بقية المادة عنوان نمو الثروة اللفظية في العربية من أوجه ما قيل في أصل الكلام أن اكتشاف الإنسان للطاقة الكامنة فيه والتي تؤهله لصنع وسيلة للتفاهم بوساطة صوته الطبيعي جاء على الأرجح أثناء قيامه بعمل جماعي شاق فجاءت المقاطع اللغوية الأولى أصواتا ملحنة لا تنطوي على معنى جزئي وإنما تهدف إلى غرض كلي جميعي هو توقيت جهد العضلي للجماعة المتعاوية وتنسيقه على إيقاع صوتي معين ثم جاء بعد ذلك الدور التحليلي وهو تسمية الأشياء بأسمائها وكان على الأرجح كذلك على صورة زمن كاملة لا ألفاظ لأن الفكر الإنساني لم يبدأ بإدراك المفردات مجردة بل موضوعة في ملابسات لاحظها فعبر عنها أي أن الجملة المركبة كانت هي العملة التي ينفق منها التفكير وبها يحوز ممتلكات جديدة في الكون الواسع المحيط به وكانت هذه الجمل تنطبق على تجسيم مادي خارجي لمضمونها هو تلك الملابسات التي كان يلاحظها الإنسان ثم تلى ذلك تقسيم أبق تطلق فيه أسماء معينة على الأشياء بحيث تتحدد بها هذه الأشياء وتتعين ويمكن استخراجها والتعرف عليها هي والألفاظ التي تصور الملابسات المسجلة في تجربة الإنسان من أفعال وروابط لفضية مختلفة وكان الاسم الذي يطلق على شيء ما شاهدا على وجود هذا الشيء ولهذا نجد في كثير من اللغات القديمة تعبيرات باقية من تلك الفترة كقولهم في اللغة البابلية مثلا إذا أرادوا أن يعبروا عن مفهوم عبارة كل شيء كل ما له اسم يسمى به وكناية عن الهلاك والبوار كانوا يقولون لم يعد له السيء والعوام في بلادنا ما يزالون إذا تحدثوا عن مخلوق شديد الأذى كريه على النفس يقولون إل ما يتسمى وإذا كان الاسم في لغة الرجل القديم قد اقترن بوجود المسمى فلا عجب إذا من أن نجد الأسماء القديمة كلها كانت مسنيات محسوسة ولا عجب أيضا أن الأسماء في اللغات القديمة لم تكن تحتاج إلى أداة التعريف فهي معرفة بالتجربة الحسية وإنما وإنما ظهرت أدوات التعريف في اللغات بعد ذلك عندما وصل العقل البشري إلى إدراك وجود المجهول أو الشائع غير المتعين مما نسميه في النحن النكرة كذلك راح الفكر الفلسفي عند البشر يزداد رقيا وبدأ الإنسان يتطلع إلى الغيبيات والمعقولات والمجردات وكان عليه حيناء أن يجعل لها أسماء تعبر عنها فنقل كثيرا من أسماء المحسوسات إلى دلالات معنوية وقد ذكرنا طرفا من ذلك في حديثنا عن علاقة اللغة بالفكر ولمزيد من التذكرة بهذا المنح من نمو الثروة اللغضية ملاحظا في لغة العرب سنأخذ أمثلة أخرى وسنبدأ منها بلظة الشك وهو في الأصل الوخز بشيء دقيق مددد كالشوكة أو الإدرة وشعور الإنسان بهذا الوخز في جسمه مؤد غير مريح وكثيرا ما يحدث أن يشعر الإنسان بوخز أي شك في جسمه يتعبه ويؤلمه كما يتعبه العثور على الشيء الدقيق المدبب الذي يسبب له هذا الألم لذلك كان من الطبيعي أن تنقله اللغة من هذا المعنى الحسي إلى المعنى الفلسفي وهو الحيرة والتوقف بين طرفي قضية معينة نفيا وإثباتا وهو موقف متعب للنفس والعقل كما أن شك الإبر متعب للجسم وإذا كان الشك الحسي ينتهي بالعثور على الشوكة أو الإبرة المتسببة فيه فإن الشك الفكري لا تنتهي متعبه إلا بالوصول إلى راحة اليقين وتمأينة الركون إلى رأي الأكيد هناك أيضا الخير والشر فالخير أصله ما يفضله الإنسان لنفسه أي ما يختاره ذلك أن الإنسان بما جبل عليه من الأنانية أولا والتعلق بالتقدم ثانيا لا يختار لنفسه إلا الأحسن والأفضل ومن هنا كان الخير هو الاتجاه الذي يجب أن يختاره العاقل لأنه الأحسن والأمثل ثم أطلق في الفلسفة على الجانب الفاضل في السلوك الأخلاقي الذي يعادل الحق في المنطق والفكر والجمال في الدوك والوجدان أما الشر فلعل أصله من شرار النار التي تركت في العبرية والآرامية لفظة سر بالسين بمعنى غاضب غير مسرور مغطاض ثم جاء الشر الفلسفي بمعنى ما لا يحمد ولا يصر ولا تحسن عاقبك والعقيدة أيضا لها مع الحس تاريخ طويل فأصل العقيدة الشيء الثمين يعقد عليه الإنسان منديلة حتى لا يضيع أو الأمر العام يعقد الإنسان على إصبعه الخنصر خيطا من الصوف حتى لا ينساه وكان العرب يقولون عن الأمر الهام أمر يُعقد عليه بالخماس ثم أصبحت العقيدة ما يستقر في القلب من أمور الفكر والرأي ثم أصبحت تعني ما يفرض الدين تصديقه والإيمان به وعدم التفريق فيه الشر أصله لاتجاه نحو الشرعة بكسر الشين وهو مورد الماء والطريق المؤدية إليها تسمى المشر بفتح الميم والرأي والشارع فالشرع إذن كان في بدايته الاتجاه نحو مورد المياء وهو النهج الأمين الذي يسير فيه الناس فلا يعودون خائبين ولا يتعرضون للهلاك وهو عادة ضرب واضح مأنوس مطروق فنقل اللفظ للدلالة على القانون الذي ينظم حياة الناس كرادا وجماعات فلا يضيبون وهكذا تم انتقال دلالة هذه اللفظة إلى معنى حضاري يختلف عن المعنى الأول وبقي لها المعنيات الإبهام وهو الغموض والأصل فيه الظلام الكثير الذي لا يمكن فيه تمييز الأشياء ومنه قيل الليل البهين أي الشديد الظلمة ومن الطريق أن نلاحظ هنا أن الغموض هو أيضا من إغماض العينين بحيث لا يرى الإنسان شيئا والإبهام بمعناه الفكري هو حالة يعجز أمامها الفهم والإدراك وسميت الحيوانات بهائم لأنها لا تتكلم أي لا تفصح عن نفسها بحيث يفهمها الإنسان ويحدث أحيانا تغيير صوتي ضئيل طفيف عند تنويع المعاني رغبة في تأكيد الفرق بين المعنيين المتقاربين ومثال ذلك الفعل بدأ يدل على السبك إلى عمل ما يكون فاعله هو الأول فيه لا أكثر بينما الفعل بدأ يعني بدأ شيئا عجيبا في الخير أو الشر وهذا الشيء بديع إذا كان مستحسنا وهو بدعة إذا كان مستقبحا مستنكرا وأما الفعل بدها فهو بمعنى بدأ ولكن مبادرة وبدون تخطيط سابق أي على البديع وكذلك الفعلان بدر وبدلا فالثاني يستعمل في المعنويات كثيرا ويستعمل أيضا في الماديات لكن دون تصور اليد التي تنظر ذات اليمين وذات الشمال كما نتصورها مع الفعل بدرة كذلك يجري هذا التغيير في حروف مادة معينة من حيث ترتيب هذه الحروف فقط وهو ما يسميه ابن جن بالاشتقاق الكبير ومثال ذلك الفعل لكما أي ضرب بجمع يديه فأوجعه والفعل كلمة أي ضرب فجرحه والكلام يسمى كذلك لأن كل كلمة منه تحدث أثرا في ساميع لذيذا أو أليما بينما الحديث هو إحداث تفاهم مع الآخرين والنطق هو إخراج الكلام من الفم واللسان وهو اسم العضو الذي يؤمن وظيفة التذوق وجزءا كبيرا من عملية الكلام قد استعمل كثيرا بمعنى اللغة وهذه اللفظة الأخيرة تلتقي بالأصل العربي لغى يلغو لغوا أي أخرج صوته بما لا طائل فيه ومع ذلك فنحن نرى رجحان مجيئها من الأصل اليوناني لغص بنفس المعنى ونحن نعلم أنه عندما ارتقى العلم على عهد الدولة العباسية استعمل العرب المنطق من مادة نطق للعلم الذي يبحث في أصول الدين وإثباتها بالعقل وما إلى ذلك من معاني فكرية غير مادية وهكذا يتبين من الأمثلة الآنفة الذكر أن أول نوع من الاتساع اللغوي كان يحتمه تطور الفكر وهو التعبير عن المجردات أو المعنويات بألفاظ منقولة عن الحسيات وهناك طريقة ثانية في التوسع اللغوي تكون بتلخيص أصوات الطبيعة ومحاكاتها فيما يسمى الألفاظ ذات الجرس المعبر وكان الظن قديم أن الألفاظ المعبرة عن معناها بأصوات حروفها هي أقدم صور الاصطلاح اللغوي على الإطلاق والأدلة كثيرة على ما يحيط بهذا الظن من تعميم يصل به إلى البطلان ومن أهمها ملاحظات العالم الأمريكي إدوارد سافير حولت لغات البدائيين وكونها ليست أغنى من اللغات المتقدمة في الحضارة في هذا النوع من الأرض يضاف إلى ذلك أن العالم المحسوس ينطوي على كثير من الموجودات الصاملة التي لا جرس لها ولا صوت وهذه تفوق في كثرتها ما له صوت وبوضاء بأضعاف مضاعفة ففي الغابة مثلا من صنوف النبات وأنوان وأشكال الأرض والغياط والمضران والسماء بصحوبها وكواكبها والحشرات والطيور والحيوانات ما لا يعد ولا يحصى بجانب الخرير والحفيف والزقزقة والعواء ونحوها من الأصوات الطبيعية التي يمكن سماعها في الغابة فضلا عن الألوان المختلفة والروائح المتعددة ومظاهر الطقس الكثيرة وغير ذلك ومع هذا فاللغات تحتوي بشكل عام على قدر لا بأس به من الألفاظ المعبرة بأصواتها ورد كثير منها في ثنايا كتب اللغة وفقه اللغة والفنولوجيا أو علم الدلالة اللغوية للأصوات أو السوات كما يقول بعضهم كما جاء كثير من ذلك في كتب العربية التي عنيت بخصائص لغتنا وتصنيف الألفاظ فيها الألفاظ الدالة على أصوات الحيوانات وضوضاء الأشياء يقال نباح الكلاب وعواء الذئاب ومواء القطط ونهيق الحمير وصهيل الخيل وخوار البقر ونعيب الغراب ونقيق الضفاضع وهديل الحمام وزئير الأسد وفحيح الأفع وطنين الذباب ودنينه أيضا كما يقال بؤاب التيس وقبع الخنزير وزبط البط ووعوع الطفل إذا بكى وابن آوى إذا صى وثأج الخروف وقاقت الدجاجة وقاقأت وقوقأت أيضا وزقح القرد ويستعمل الحفيف لأوراق الشجر والصليل والقعقعة بالسلاح ويقال هزيم الرعب وطنين الطبل وصلصلة الجرس وزفير النار وفرقعة الأصابح وأزيز القدر عند الغليان ونشيش اللح عند قلله إلى أهل الأصوات الدالة على بعض أفعال الإنسان مثل شرب رشف لحس مص سعل تفل بسق بزق تجشأ نفخ بح بخ قح عطص همس أن تأوه ناح صاح صرخ زعق زعق ضج من الغربان من الغربان أو طير مائي شبيه بالبط واحدته غاقة ويسمى غراب الماء أو الوروار من أنواع العصافير والزرزور الزير حشرة مجنحة تعيش بين الأشجار الزاق نوع من صغار الغربان ريش ظهره وبطنه أبيع وبقيته أسود الخزبار والخازباز بالبناء على الكسر في الزاية الأولى والثانية وهو ذباب يكون في الرياض ونحوها واسمه حكاية لصوك ولذلك بني على الكسر القطع ومن أسماء الأشياء الصفصاص للشجر المعروف والفعل صفصفاء معناه في اللغات السامية صفر وما يزال له هذا المعنى في العربية والعبرية الخشخاش الخلخال الدف البوق الضنج الجلجلي القطع وأكثر الأفعال الرباعية المضاعفة التي وزنها فع فع تدل على حكاية أصوات مختلفة فمنها أولا أفعال تعين صفات في النطف والكلام مثل تع تع أي تردد في الكلام من عين تغ 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 تخ 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 بغ بغ وهذه الأخيرة معناها مضغ وليست له أسنام وهي التي صارت في العامية المصرية مدغ وندغ وهي تستعمل كسابقاتها بمعنى التردد وعدم الإبانة عند النطف تمتم غمغم جمجم مجمج مغمغ لجلج رجرج أي تردد في الكلام عن عين ولم يوضح عطعة يقال عطعة القوم أي تتابعت أصواتهم واختلطت في الحرب وغيرهم وعطعة الكلام أي خلطهم بع بع بقبقة ترترة ترترة فرفرة بربرة ورورة فصفصة وطوطة وكلها تعني الإكتار من الكلام والسرعة الشديدة في النقطة وسوسة وشوشة فتفة همهم كلها بمعنى تكلم همسا قحقح نحنح أي تردد صوته في حلقه خمخمة خنخن تكلم من أنفه وحوح صاط بصوت فيه بحه أو نفخ في يده من شدة البر وهوح ردد صوته عن حزن أو جزه دمدم تكلم بغضر ثانيا أفعال تدلك على الضحك أو الصياح مثل قهقه قرقر كد 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 كر كر هأ هأ وكلها بمعنى أغرب في الضحك وأفرط فيه كد كت ضحك دون القهقه صرصر عجعج صاح بملء صوته والولى ناح بصوت مرتفع ولعلها مأخوذة من كلمة وي وعوع دقدق ضأضأ للجماعة من الناس إذا ضجوا جه حها بالسبع صاح به ليسجره ويبعده ثالثا أفعال تدل على أصوات الحيوانات وحركاته شق شق الطائر إذا صفر والجمل إذا هضر شح شح جر جر قر قر الجمل أي صوت الجع جع أصوات الإبل مجتمعة واستعملت للدلالة على صوت الطاحون وأوأ وقوق وعوع بصوت الكل ويقال قف قف إذا نبح عن خوف حم 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 الحصان وهط حط مأم الخروف خف خف الخنزير خف خف خفت الضبع وعوع الثعلب وابن آوى ضمضم الأسد خرخر القط والنمر صمصم القنفذ زقزق الطير وشق شق وصف صف ويقال عق عق الطير إذا ردد صوته وقرقر الدجاج ووكوك الحمام وزرزر الزرزور وصرصر السقر والسرد وهو طائر صغير ضخم الرأس أبيض البط أخضر الظهر قط قط القطع والحجل لقلق اللقلاق طائر طويل العنق والرجلين موصوف بالدكاء ومعروف بافتراس للحيات ويسمى اللقلق أيضا كشكشت الحية أي حكت جلدها بعضه ببعض فأصدرت من ذلك صوتا دندن الدباب وتنطن رفرف الطير بجناحيه وحفحف دبدبت أرجل الدواب وتقطقط ودقدقت رابعا ومن هذا الوزد أفعال دالة على أصوات الأشياء ألف فمنها ما يختص بالماء يقال طبطب الماء أو السيل ويقال جرجر الماء صوت في حلق شاربه شلشل قطر رشرش حبحب ومعناه سال قليلا تسح سح الماء سال من فوق رع رع سال على وجه الأرض باء ومنها ما يختص بالنار وما وضع عليها يقال حفحفت النار وزمزمت صوتت عند التهابها وحش حشت الشيء أحرقته ومع مع الشيء المحترق صوت وقش قش اللحم سمع نش نشه في المقلاة ويقال للقدر التي تغلي على النار فيسمع لها صوت بقبقت وغط غطت وغرغرت ونش نش جيم ومنها ما يختص بالريح يقال ريح سج سج خفيفة ويقال نسنست الريح وهرهرت صوتت وسنسنت حبت باردة وسفسفت الأشياء أطارتها على وجه الأرض وذعت الشجر وذعته هزته بعنف دال ومنها ما يعين أصوات شتى يقال قرقرت البطن من المغص أو الانتفاخ لعراد جلجل السحاب خشخش السلاح والحلي والورق والثوب والجديد من كل شيء يابس ومثله شخشخ حسحة حسست الدرع والحلي خف خف الرجل توبه الجديد أو الورق حرك هما فسمع لذلك صوت قد قضى العظم صوت عند انكساره زمزم الشيء دوى عن بعده والتحتحة هي صوت حركة السير من الجل والكد كدة صوت استضام شيئين صلبين ونحب ان نشير هنا الى ان الاب رفائيل نخل اليسوع وهو يعالج هذا اللون من الافعال المضاعفة الدالة على الاصوات في الكتاب غرائب اللغة العربية قد استرسل في الاستقصاء فلم يتقيد بافعال الصوت وكاد يحصل كل الافعال التي من هذا القبيل دلت على صوت ام لم تدل بعد هذا يأتي ضرب اخر من ضروب التنمية اللغوية عن طريق التوسع المجازي والاستعاري وهو منهاج في نقل اللظ للدلالة على معاني جديدة لوجه شبه معين او لفكرة دعاها المعنى الاصلي للفظة ما لمشاركته في هذه اللفظة ومن امثلة ذلك المحية بمعنى الوج مع ارادة المدح والمجاملة وقد جاء من قول العرب اذا اذا الواحد منهم وجه صاحبه حياك الله البرق من البريق وهو اللمعان اطلق على الظاهرة الجغرافية الكونية المعروفة نظرا لسرعة وميض هذا البرق فقد استعملت الكلمة حديثا لتدل على التلغراء البندقية سلاح للرماية سميت كذلك لان رصاصها في البداية كان كرويا يشبه حباك البندق وهو الثمر الجاف الطيب المعروف من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة كلام العرب من قضايا اللغة العربية الأسماء التحكير لأن الحطام في الأصل هو ما تحطم وأصبح لا فائدة منه الخف للجمل كالقدم للإنسان ثم أطلق على نوع لين من الأحذية وبهذا المعنى جاء في المثل العربي رجع بخفة حني الخفاش من أسماء الوطوات وأصل الخفش هو ضعف البصر بالنهار وهذا معروف في طبيعة الوطوات المخلق من الفعل خلب أي خدش وجرح وجرح بأظافره وربما جاء من معنى آخر للك حلب نفسه وهو الدلالة على الخط السباك وهو فتحة في الحائط عليها قبان من خشب أو حديد مشبكة النافدة للشباك إذا لم تكن عليه مشبكات بحيث تنفذ منه الأجسام الفلق هو الصبح من فلق الشيء أي شقه حتى ظهر داخله العنقود من المادة الثلاثية عين قاف دال يقال إن عقد الزهر أي تضامت أجزاؤه وبدأ فيه الثمر ومن هذه المادة نفسها جاء العقد من حلي النساء الصبية وهو الفجر من الصبع وهو الشق والتوسع في هذه الدلالة مثلها ككلمة التلق القلب من الفعل تقلب أي تحرك واضطرب قال الشاعر ما سمي القلب إلا من تقلبه ولا الفؤاد فؤادا غير أن عشقا وكأن هذا الشاعر اشتق كلمة الفؤاد من قول العرب فأدى اللحم في النار يعني شواه يريد أن يقول إن العشق يسوي القلب اللب وهو القلب أيضا وأصل معناه داخل الثمر وأثمن ما فيه عكس القس اللب أصله إخراج أي شيء من الفم وطرحه خارجا ثم استعمل في إخراج الكلام وهو النبق والنتق نفسه لعله على صلة بالفعل نتق قالوا نتق الجراب أي نفضه وأخرج ما فيه النعام طير كبير معروف سمي كذلك لنعومة ريش التأكيد ويقال ويقال التوكيد أيضا وأصل معناه شد السرج على الداب وتمكينه ثم استعمل في إثبات الخبر الألمعي وهو الذكي وأصله من اللمعان والشيء اللامع هو الذي يلقط الأشياء بصورها كالمرآة وعكسه المعتم الجارية الخادم المملكة والبنت الصغيرة من الفعل جرى يجري لأن النساء الأخريات كنا قعيدات البيوت لا يجرينا الجنهور وأصل معناه الرم الكثير المتراكم ثم انتقل إلى الجمع الكبير من الناس بحث وأصل معناه حفر الأرض التي صارت في عام ميتنا فحتى ثم استعمل في طلب الشيء الضائع ثم في كشف الغامض من الأمور أو معرفة الخفية العلم ومثله في المعنى والاستعمال نقبا حذافير وأصلها جوانب الشيء وأطرافه والمفرد الحذفور والحذفار ومنه قيل الشيء بحذافيره أي كله الشرف وهو المكان العالي والشرفة المكان العالي في البيت يشرف منه الإنسان على ما حوله ثم استعمل بمعنى ارتفاع المنزلة الصباع أصله من الصبع وهو الكسر والشق يصيب الجدار مثلا ثم استعمل لوجع الرأس وخاصة النصفي منه ومثله الشقيقة وهو وجع نصف الرأس جاءت من الفعل شقة بمعنى صبع الصفقة أصلها التصفيق بالكث مرة واحدة وكانت هذه عادتهم عند إنهاء البيع والاتفاق عليه ثم استعمل بمعنى العملية التجارية التي يتم فيها البيع القاموس وهي محرفة عن كلمة أوكيانوس اليوناني التي معناها البحر المحيط ثم أصبحت تستعمل بمعنى الكتاب الذي يضم مفردات اللغة مرتبة على حروف المعجر ولعل أول ذلك كان تسمية الفير ذبادي معجمه المشهور باسم القاموس المحيط نبغ أي امتاز في علم أو فن وأصله من نبغ الشيء أي أصبح بارزا ظاهرا لو ذعي أي ذكي وهو من الفعل لذع يقال لذعت النار أي أسرعت في الإحراك ونحن نقول اللو ذعي كما نقول المتوكد الذي هو من خصائص النار أيضا توتر أي صار مسجودا مثل وتر القوس ثم توسعوا في ذلك فقالوا التوتر السياسي التوتر العصبي التوتر الدولي هفا القلب أي اشتاق وأصله من هفا الريس أي طار في الهواء موها أي أفسد الحقيقة وسترها بالغش والكذب والخداع وأصل التموين فلاء الأشياء الخسيسة بماء الذهب أو الحضة ومن لذة ماء جاء التموين يد المكنسة أو الهاو أو المطرقة أو غير المه وأصل اليد للإنسان يستعملها لتناول الأشياء وللمصافحة نقلت إلى أطراف بعض الأدوات التي تعين على تناولها والإنساك بها رجل الكرسي أو المنبضة وهي الواحدة من القوائم التي تقف عليها تلك الأشياء نقلت من قوائم الإنسان والحيوان أخ شقيق كأنه مسكوق من نفس القطعة التي خلق منها أخوه أثر رجل أي تزوج زوجة ثالثة وكأنه يشبه القدرة التي ترتكز على الأثاف وهي ثلاثة أحجار توضع تحتها وكأن الزوجة الثالثة هي ثالثة الأثاف والعرب تقول ثالثة الأثاف بمعنى المصيبة والداهية وذلك لأنهم كانوا أحيانا يسندون القدر على حجرين مرتكنة إلى صخر الجبل بدلا من الحجر الثالث فسمي الجبل ثالثة الأثاف عندما يراد به تصوير المصائب الضخمة والدواهي الثقيلة خطر بالبال وأصل خطر مشي وهو يرفع يديه ويخفضها وكأن الفكرة إذا ظهرت في النفس تمشي وتتحرك لتنبه صاحبها إلى وجودها ومن ذلك سمي البال والفكر أيضا الخافر رجح الرأي وأصله في الميزان عندما يوزن الدينار فيتبين أنه رزين ثقيل له وزنه الصحيح ومن ذلك قيل رأي راجح ومن أهم الطرق الشائعة في نمو المادة اللغوية بخول ألفاظ أجنبية في صميم متن اللغة وهو ما يسمى المعرب والدخيل المعرب والدخيل الإنسان كائن اجتماعي بغريزته ولغته بدورها ظاهرة اجتماعية لا يمكن تصورها إلا في ظل نظام عام للتبادل المجي والفكري بين أفراد المجتمع الوحي ومعروف أنه بمجرد ظهور الإنسان المميز على هذه الأرض انطلق في سعي دائب لتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة التي تمليها عليه مطالب حياته ويحددها مستواه من الحضارة فما الحروب والمعاهدات والأحلاف السياسية والعسكرية واتفاقات التجارة والصناعة والصراع على توسيع مناطق النفوذ إلا محاولات وصور لهذا التبادل الاجتماعي جيدة أحيانا ورديئة أحيانا كما أن المصاهرة والزواج بصوره المتعددة من شراء بالمال أو عقد قضائي أمام شهود أو زواج بالخط أو الأسر أو الانفلاك أنواع وأساليب من هذا التبادل كذلك الشعائر الدينية المختلف من صلوات جمعية وحج وأعياد ومواكب وغيرها هي أيضا طرق لهذا التبادل بل إن الهجرة الفردية والجماعية والغزو الشامل واندماج الشعائر طوعا أو كرها بعضها في بعض هي كذلك مظاهر من هذا التبادل والذي يتتبع اختلاط دماء الناس وأصولهم وأنسابهم منذ الأذل يرى من اتساع ذلك وتفشيه في البشر ما يجعله يؤمن بأن فكرة الجنس الخالص القخ لا تعد أن تكون عصبية جوفاء وأسطورة فلكلورية لا يسندها علم ولا يدعمها دليل فمهما ادعى الآريون أو الجرمان أنهم الصلالة النقية ومهما زعم البيض أنهم من أرومة غير تلك التي حضر منها السود ومهما أصر اليهود على أنهم شجرة مستقلة من بني الإنسان وأنهم شعب مختار لله مهما قيل من ذلك وإن واقع التاريخ ومنطق المجتمع وشواهد التطور الحضاري القديم والحديد في الفن والأدب والدين واللغة تثبت أن الإنسان كان في أغلب ظروف تطوره دائما التقلب في ملتقى تيارات بشرية أخرى تتقاطع وتتشابك وتتكون في فناياها جروب وعقد تحمل آثارا عميقة واضحة من تفاعل هذه التيارات جميعا من كان يظن أن اللغة السنسكريتية لغة الهند القديمة المقدسة ما تزال عصارتها تجري مركزة وبنسبة عالية جدا في لغات حديثة كالألمانية أو الإنجليزية مثلا ومن كان يعتق أن لغة الفينيقيين في لبنان قديما لم تكن تختلف كثيرا عن لغة الحبشة الآن وأن دواوين الحكومة في بابل في مستهل الألف الثاني قبل المسيح كانت تستعمل لغة تكاد تكون توأما للعربية الكسر هي اللغة البابلية ومن كان يتوقع أن هذه اللغات السابقة من فينيقية وحبشية ومن عربية وبابلية هي ولغة اليهود العبرية ترقى كلها إلى أصل واحد هو اللغة السامية الأم وأنه بره من هذا الأصل الواحد فلا سبيل إلى إنكار وجوه الشبه بين هذه ولغات أخرى لأجناس أفريقية سوداء أو بيضاء قديمة أو حديثة كالفرعونية وكثير من اللهجات النوبية ولهجات البربر في الشمال الإفريقي بل إننا نجهد في الوصول إلى أقصى ما يمكن الإيغال فيه من مجاهل تاريخ الكلام فلا نجد إلا لغات مهما تميزت في لفظها ومنهجها في التعبير بعضها عن بعض ومهما تكتلت في مجاميع تنتسب كل منها إلى عائلة معينة فإنها تظل من بعد مؤثرة بعضها في بعض آخذة بعضها من بعض عمدا أو عفوا وكما ظهر في أنساب الناس متعصبون للجنس النقي والدم الزكي والأرومة القحة المؤثلة فكذلك ظهر في اللغة في كل لغة متعصبون لنقائها يقفون موقف القلق أمام ما يتسرب إليها من جاراتها القريبات أو البعيدات من رشح وما يصيبها من شضايا وشبرات فيحاولون أن يطردوا من ذلك ما لا حاجة لبقائه ولا تمنع الثارات القديمة من استضافته وما لم يحصن التخفي والتسطر وبقي بملامحه الغريبة شاهدا على أن أسلاف هذه اللغة قد تركوها فقيرة تستجد القريب والبعيد هذه هي مشكلة الدخيل ونبادر من الآن فنقول إن تسجيل الدخيل كله في لغة ما أمر مستحيل فنحن نعرف يقينا الآن أن كلمة القصر من الدخيل وكذلك الصراط والهيكل والدواه والديباج ولكن ما زلنا نقف حيارا أمام مواد في اللغة مثل خاء وسين وسين التي هي من الخصة والشيء الخسيس ونحو ذلك أهي من الفارسية خس بمعنى كل شيء كريه أو حقير أو قدر أم هي عربية أصير وكلمة كوميت التي معناها في لغتنا الأسود اللون أو الداكن لا يداخلنا الشكل في أصالتها في العربية ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا تستعمل غالبا إلا في صيغة التصغير هذه وليس لها جمع شائع لاستعمال والمشتقات منها قليلة جدا كل ذلك يدعو الباحث في اللغة إلى الشك في أصلها فإذا وجدنا أن لفظ كمت في اللغة المصرية القديمة معناها الأرض السوداء وأنها كانت علما على مصر نفسها تمييزا لتربتها الداكنة اللوم الخصبة عن الصحراء الصفراء الشاحبة المحيطة بها شعرنا أن شكنا في أصلها في العربية ليس من قبيل الوسواس أو النزوات وكذلك الكلمة العربية غنى بمعنى القطيع من الضأ وهي اسم جنس جمعي لا مفرد له من لغ وعلاقته بمعنى الغنيمة ضعيف ولكننا نجد المصريين الفراعنة كانوا يعبدون إلها رأسه رأس كبش وكان اسمه عندهم خنون فهنا أيضا ينبغي السؤال عن صلة الغنم العربية بالإله الكبش خنون وعلى العكس من ذلك تقابلنا كلمات نظن لأول وهلة أنها دخيلة أو عامية ملحونة مثل أيوة بمعنى نعم فقد جرت العادة أن يربط اللغويون بينها وبين اللظة التركية التي بنفس المعنى أيوت بينما هي في الواقع كلمة أي بفتح الهمزة أو كسرها وهي عربية أصيلة بمعناها نعم ألصقت بها واو للقسر ثم سكت عن المقسم به اختصارا وكان أصلها أي والله ثم سكت عن لفظة الجلالة ذكر الخفاج في شفاء الغليل أن الزمخشري قال في الكشاف سمعتهم في التصديق يقولون أيو فيصلونه بواو القسر ولا ينطقون به وحده ثم قال الخفاجي والناس تزيد عليه هاء السكت فليس غلطا كما يتوهم وكلمة أخرى يظن الكثيرون أنها من التراكم اللغوي الغريب في اللهجات العامية وهي الفعل خش بمعما دخل وهو فصيح لا غبر عليه يقال خش في الشيء أي دخل وخش الرجل في القوم وانخش فيهم أي دخل بينهم والخشاش بفتح الخاء والشين هو المتوقد الماضي النافذ في الأمور الذي يعرف مداخلها قال طرف ابن العبد في المعلقة أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد ومن هذه الكلمات دعس بمعنى داس وروج بتشجيد الواو بمعنى عجل بتشجيد الجين وهي شائعة في عامية السوريين واللبنانيين والريحة بالكسر بمعنى الرائحة والمكان أو الإناء الفاض بمعنى الخال والخاوي وفزر الشيء بمعنى شقه ومزقه ووشوش بمعنى تكلم هامسا وتسليف المال بمعنى إقراضه ويطول بنا الأمر لو أردنا أن نتعقب كل ما هو فصيح أو محرف قليلا عن الفصيح في لهجاتنا في العالم العربي وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى المعجم الذي ألفه أحد علماء القرن العاشر العجري وهو الشيخ يوسف المغربي للدفاع عن أصالة العربية في عامية المصريين وسماه دفع الإصر عن كلام أهل مصر أو الفضل العام وقاموس العوام وهو من مخطوطات مكتبة الكلية الشرقية بجامعة للانجراد قام بنشره مصورا والتقديم له وفحرسته الدكتور عبد السلام أحمد عوال وظهر في موسكو سنة 1968 ميلادين فمن أمثلة ما جاء فيه ويقولون مثلا الفناجين على الرف وهو صحيح قال الرف شبه الطاقي يجعل عليه طرائف البيت كالرف جمعه رفوق والرف الأكل الكثير والقبلة بأطراف الشفاء والإحسان والتلأل والبريق والخدمة بكل ما يمكن والإحداق بالشيء والإحاطة به والرضاع والارتياح وبسط جناحي الطير كرفرف والجماعة من الضأن والإبل والمشرف من الرمل واختلاج العين والمص والمصرة والثوب الناعم وأن ترف ثوبك بآخر لتوسيعه من آخره وبالكسر شرب كل شيء وأخذته الحم رفا أي كل يوم وبالضم أتبن وقد حكم التسليس في الرف فقلت لذي الجمال الرف بالفتح وللعدو للرف بالكسر له يليق الرف بالضم كالأتن أو كالحمر ويقولون عيني ترف وتقدم الرف اختلاج العين وغيرها رف يرف بالكسر ويرف بالضم وقد صنف بعضهم كتابا في اختلاج الأعضاء من الرأس إلى الرجل من فضلك تابع بقية المادة ونواصل القراءة في موضوع المعرب والدخير وقال ويقولون فلان عوقنا عن مصلحتنا مثلا والذي في القاموس وغيره عاقه يعوقه عوقا حبسه عنه وصرفه ولكن قال كالتعويق فهذا يدل على وجود عوق وكما أن يعوق فعل يكون اسما قال الله تعالى ولا يغوث ويعوق وما عاقت المرأة عند زوجها وما لاقت أي لم تلتصق بقلبه والمؤلف مع ذلك يستدرك أحيانا على المصريين استعمالات لم ترد في العربية الفصحة كاسم الإشارة الجم دولة فقد جاء عنده ويقولون دولة كذا أو إش في دولة طيب ولا يصح في هذه أن تصح إذن الأصل هؤلاء والدولة الانقلاب يضم ويفتح والجمع دول مثلثة وقد أدالوه وتداولوه أخذوه بالدول والدوال العنب لم يبين مفردة ومن القرب لظا ومعنا أن دولا لغة في دلو والانقلاب من حال إلى حال ومن ذلك ويقولون لمن يكون طويلا جدا عملاق مع أنه قال في القاموس عملاق كقرطار من يخدعك بظرفه والعماليق والعمالقة قوم تفرقوا في البلاد من ولد عمليق كقنديل أو قرطاص ولم يذكر فيهم طولا ووجود الدخيل في لغتنا العربية هو صورة لظاهرة عامة في كل اللغة فهي جميعا تستورد الدخيل بحسب حاجاتها ويتصرب إليها أيضا رغم أن فيه إذ لا يكاد يعقل أن تتم عملية تبادل حضاري غير مشفوعة بتبادل اللغوي في الوقت ذاته ويبدأ ذلك بتحويل لسم العلم إلى اسم عام الدلالة وأشهر أمثلة ذلك كلمة أطلع للكتاب الجغرافي الذي يضم مزموعة من الخرائط للعالم أو لبعض أقاليم والأصل فيه أنه اسم إله روماني قديم يحمل الأرض على عاتقه وعندما طبع ماركاتور أول مجموعة من الخرائط الجغرافية أطلق على هذه المجموعة اسم أطلع وكان ذلك سنة 1595 ميلادي ثم شاع استعمالها من بعده في معظم لغات العالم ومن أمثلة ذلك أيضا كلمة البرصة بمعنى سوق النقود والأوراق المالية والأصل فيها أن تاجرا من أهالي البندقية في إيطاليا رحل إلى مدينة بروج في بلجيكا وأنشأ فيها لحسابه الخاص سوقا للأوراق المالية وكان اسم هذا التاجر دلا بورصة فحملت المؤسسة اسمه وأصابتها لغويا تحريفات بسيطة حتى صارت بورصة وخرجت من فصيلة أسماء الأعلام إلى أسماء الأشياء ومن ذلك الكشمير لنوع من الصوف المنسوج تنتجه هذه المقاطعة الهندية والموسيلين لنوع من الحرير الرقيب كان يأتي من العراق واسمه منسوب إلى مدينة الموسيل والشاش وهو نسيج رقيق كان يأتي من بلدة بهذا في إقليم السن بالقرب من بخار وسمرق والبرتقال الذي ترجع نسبته إلى البرتغال وفي اللغة الحديثة تستعمل لفظة وات أو وات اسما لوحدة قياس كهربائية وهي في الأصل اسم عالم الطبيعيات الإسكتلندي جامس وات وبالطبع هذه اللفظة هي نفسها التي توجد في ألفاظ أخرى مركبة مثل كيلو وات إلى آخر ونفس الملاحظة تمطبق على كلمة بول التي استعملت في الكهرباء أيضا اسم وحدة لقياس ضغط الطيار الكهربائي وهو في الأصل اسم عالم الطبيعيات الإيطال بولطا الذي تخصص كسابقه في الكهرباء واخترع بطارية كهربائية لا تزال تنسب إليه وسمك السردين يحمل اسم جزيرة سردينيا في البحر الأبيض المتوسط وكذلك ساندويتش للشطائر المعروفة التي تؤكل عند الاستعجاز وهي منسوبة إلى الكون تدلي ساندويتش المتوسط سنة ألف وثمان مائة واثنتين وتس سعين مولدين إذ كان طباخه هو أول من هيأ هذا النوع من الطعام في أوروبا ليأكله الكن وهو باق على مائدة القمار لا يغادرها إذا حان وقت الأكل أما العرب وغيرهم من الأمم التي عرفت حياة البداوة والترحال فقد عرفوا هذا اللون من الطعام منذ القدر ولكنهم لم يطلقوا عليه فيما أعلم اسما خاصا فمثلا يرون عن أشعب الطماع المشهور الذي عاش على عهد الخلفاء الراشدين وأوائل دولة بني أمية أنه ساوم رجلا يبيع قوسا واستكثر الثمن الذي يطلبه الباع فقال له والله لو رميت بها الطائر فنزل مشويا بين رغيفين ما نقدتك شيئا فهذا الطائر المشوي بين رغيفين ليس إلا سورة من السندويج وكذلك يرون عن الجاحظ أنه كان يصنع طعاما للبحارة على مرفأ البصرة فيضع السمك المشوي في الخبج ويبيع وهو سورة أخرى من السندويج وفي لغتنا العربي سنجد مع التنبيس والتنقير كثيرا من الألفاظ التي كانت أعلاما ثم انتقلت فصارت أشياء بأشياء أما الذي يزيد من صعوبة البك في أمر المعرب والدخيل في هذه اللغة بشكل خاص فهو أنها قديمة موغلة في القدم أقدم بكثير جدا مما يزعم علماء اللغة والأدب لذلك يكاد يكون مستحيلا أن نجزم عند بحثنا في كثير من الألفاظ المشتركة بين العربية وغيرها من لغات العائلة السامية بأن هذه اللغة أو تلك مأخوذة من العذرية أو الآرامية أو البابلية أو الحبسية أو غيرها إذ قد يكون العكس هو صحيح نظرا لقدم لغة العرب كما قلنا ولعدم عثورنا على أي نص مكتوب أو مروي عن اللغة السامية الأم التي تفرعت عنها كل تلك اللغات واللهجات والتي تعتبر العربية أقرب بناتها شبها بها تبقا لما تقضي به متائج علم اللغة المقارن وهكذا لا يسعنا في هذا الميدان من البحث إلا أن ننبه إلى ما حدث في كتابات العلماء من مبالغات متطرفة في إلحاق ألفاظ عربية أصيلة العروبة بمصادر سامية أخرى وهو أمر لم ينج منه الأب العلامة رفائي نخل اليسوع في غرائب اللغة العربية بالرغم من احتياطه الشديد في ذلك إذ يقول في مقدمة هذا الباب من كتابه من الواضح للخبراء أن معالجة هذا الموضوع شديدة العورة لأن العرب ومن ورثوا لغتاهم في العصور الأخيرة لم يدرسوا أصل الكلمات الدخيلة في لسانهم درسا علميا كما فعل معظم شعوب أوروبا ولم يعينوا مثلهم في القواميس مصدر تلك الكلمات إلا ندرة مكتفين في الغالب بقولهم إنها دخيلة على كل حال قد طالعنا بنظر النقض الدقيق أشهر الكتب المختصة بالكلمات الدخيلة ولم ندرج فيها الجداول الآتية سوى ما أيقننا مصدره المباشر أو رجحنا حقيقته بل أضفنا إليها ألفاظا عديدة مما اكتشفناه هاكم عنوان المؤلفات المشار إليها المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليق الألفاظ السوريانية في المعاجم العربية البطريرق اليعقوبي إغماطيوس إفران برصوم الكلمات الدخيلة الآرامية في العربية نترانكل بالألمانية الألفاظ الفارسية المعربة من نتران الدشير ولسنا مشاح الأبى الباحث في رجوعي لتلك المصادر ولكننا نريد أن نقول إن الطريقة المثلى كانت تكون بذكر الألفاظ المستركة بين اللغات السامية دون القول بأن العربية هي التي أخذ إلا عندما يثبت الانتقال إليها بما لا شك فيه من الظواهر الصوتية والصرفية أما أمر الدخيل الفارسي في اللغة العربية فربما كان أقل خطرا لأنه أوضح وأسهل في التعرف عليه كان الأولى إذن الأخذ بما أخذ به جذنيوس في معجمه للغة العبرية الآرامية في الكتاب المقدر فهو يذكر غالبا الألفاظ المتشابهة في اللغات السامية جنبا إلى جنب دون أن يقطع بأن إحداها قد أخذت عن الأخرى إلا قليلا وفي هذه الحالة يميل بوجه عام إلى القول بأن العبرية والسريانية والآرامية هي التي أخذت عن العربية لما أسلفناه من احتفاظ اللغة العربية بأكثر وأعرق خصائص الثامية الأمة وبعث فما هو الفرق بين المعرب والدخير يقول جلال الدين السيوتي في المزر النوع الساسع عشر معرفة المعرب وما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لنعان في غير لغتها ثم ينقل مزيدا من التحديد عن اليهر في معجمه الصحاح وهو أن تعريب لسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول عربته العرب وأعربته أيضا وهذا ما يشير إليه أبو اليسوع هنيري في كتابه العربية الفصر بقوله هناك كلمات أعجمية مقتربة تم تعديلها على الصيغ المختلف ولقد كان من الممكن أن يجري تعريبها إلى الحد الذي يتلاشى معه أصله ولكن التعريب لا يفترض ويجوب سلسلة الاشتقاق المشار إليها قبل يعني الأفعال والمصادر وأسماء الزمان والمكان وغيرها أي أن المعرب بالرغم من دخوله كثيرا في القوالب العربية واختفاء ما يدل على لظه على أصله الأجنبي يظل عادة وحيدا لا تحيط به عائلة من المشتقات المختلفة فمثلا الكلمة القرآنية صراط التي تبدو بذنة الصيغة بعال ليست توى الصور النهائية الإغريقية والآرامية كده للكلمة اللاتينية تتراتا وكلمة قميص بيونة فعيل كلمة من كلمات الشعر القديم تأتي من الكلمة الإغريقية كميسيون إلى آخر ويبدو أنه ليس بمحض الصكر أن هذا العالم اختار المثلين الذين ضربهما للمعرب من اللاتينية واليونانية أي من العائلة الهند أوروبية تحرزا من الوقوع فيما أشرنا إليه من مشاكل التأصيل بين الكلمات العربية ومثيلاتها في العائلة السامية نفسه لا شك في أنه من الممكن أن نقول إن الفعل ثاب بالثاء المثلت عربي أصيل ومعناه رجع بينما الفعل ثاب بالثاء المثنى معرب من الآرامية ويرجع إلى نفس الأصف ومعناه رجع عن الشر أو رجع إلى الله وهو معنا ديني خاص ولا شك أيضا في أن كلمة حاخان أي كاهن يهود معربة من العبرية لأن العربية القصيحة المماثلة لها من نفس الأصف والاشتقاق هو حكيم وكذلك الصف أي القبيلة من اليهود وأيضا لفظة كرزن أو كرزين بمعنى الفأس الكبيرة من الفعل العبري جزارة أي قطعة ومنه في العبرية جرزنة أي فأس ولا شك في أن الناطور بمعنى الخيال أو التمتال الذي ينصب في الحقل على شكل إنسان لتخويف الطيور آرامي الأفضل لأن الفعل نطر بالطاء المهملة في الآرامية يقابله في العربية نظر بالضاء المعجمة كما أن وزن فاعل الذي جاءت عليه لفظة ناطور من الأوزان الآرامية الشائعة والبيعة بمعنى الكنيسة الصغيرة آرامية أيضا لأن ما يقابل هذه العين عندنا هو الضاد وكأن الكلمة لو أنها أصيلة في العربية لكانت البيضة لأن ما يبدو منها من بعيد هو القبة الشبيهة بالبيضة كل هذا له مبررات ثمية في المقارنة ترجح أنه عبر إلى العربية الكسحة من لغة ثامية أخر أما الذهاب إلى أن كلمة القد معربة أيضا فباطل إذ إن العائلة الاستقاقية فكلها موجودة في العربية مثل الفعل قدسا وما يتصرف منه والصفات والأسماء مقدس وقدير ونحوها وهذه المادة من التراث العام للغات السامية جميعا كذلك باطل أن نقول إن القبعة والقمح والكابوس والكمين والكاهن والسلسلة وسلخ الجلد معربة عن السوريانية وأن الإجافة والإيران الصندوق والتسبيح معربة من العبرية والخلاصة أنه قد يكون من السور إلى حد ما رد كلمة معربة إلى مصدرها الأول إذا كان هذا المصدر عن عائلة لغوية أجنبية أما إذا كانت اللفظة شائعة في لغات العائلة الواحدة فإن الأمر عسير جدا ولابد على الأقل من أن تكون الكلمة في هذه الحالة منتمية فكريا وحضاريا بشكل واضح إلى غير المجتمع الذي انتقلت إلى لغة أو أن تكون بلا مستقاة لها أو منها في هذه اللغة أو أن يكون لها مرادف أكثر رسوخا في أبنية هذه اللغة وعلى هذا الأساس ترد الأمثلة للمعرب من العائلة السامية ذاتها نحو الآجر والإكار بابيلية أسورية والإفت والجس القبر عبرية والجوان والبران والبلوط والبيدر والتنور والكند وتتصل به لغة الجنازة أيضا والحسن والشه آرامية وسريانية والبغل والدملج أو الدموج نوع من الأساور لزنود النساء والجلباب والخيمة والمصحف والمنبر والمحراب هبسي أما المعرب من لغات غريبة عن العائلة السامية فهو أيضا كثير وإن كان التعرف على معظمه أقرب منالا كما كنا من معرفة المعرب عن لغات ثامية أخرى ولكن ما زال الفرق بين المعرب والدخير في حاجة إلى إضاحة والغريب أن هذا الإضاحة لم يقلق الأقدمين كثيرا فاستعمل جنهورهم المعرب والدخير بمعنى واحد ومنهم الصيوطي في المزر وشهاب الدين أحمد الخفاج في شفاء الغليل والذي يخرج به الباحث من معاربة الأقوال المختلفة ومقارنتها أن التفرقة بين المعرب والدخير مختلف فيه على طريقتين ألف إذا جاءت لذة أجنبية وهدبت من حيث لذها بحيث اشتبهت الأبنية العربية القحة في ميزانها الصرفي اعتبرت من المعرف أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة العربية فهي من الدخير ولكن هذا التحديد سيمتهي بنا إلى اعتبار الفلين مثلا وهو نوع من لحاء شجر مخصوص شديد القفة والمرونة من المعرف واعتبار كلمة واعتبار كلمة مثل آجر وهو الطيوب الأحمر من الدخير على حين أن الآجرة جرت على ألسنة العرب الخلص الكصحاء قبل ورود الفلين بزمن طويل وتكون لفظة لغم من المعرف بينما هي جاءت عن طريق التركية على حين تعتبر لفظة سندأوة وهو اللس من الدخير وهي باليونانية سنتيس والحقيقة أن استعمال هذه اللفظة في اللغة العربية قديم موغل في القدر باب اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين يحتج بكلامهم تعتبر من المعرف حتى ولو لم تكن من حيث بناؤها ووزنها الصرف مما يدخل في أبنية كلام العرب أما ما دخل بعد ذلك فإنه يعتبر من الدخير أي الذي جرى على ألسنة وأقلام مستعارة من اللغات الأجنبية لحاجة التعبير إليه وهذا التحديد الأخير هو الذي نميل إليه ونفضله وهكذا يكون من الدخير البوغاز فرد التبنجة فارسي من الفعل ثبادا أي قدفة ودفع بشدة القرصان لاتينية كرسور ونحوها وإن كانت على أوزان عربي لأن العرب الخلص لم يستعمله على حين يكون من المعرب الدباج فارسي أصله دول أي شيطان وباف من الفعل بافتن أي نسج ومعناه الحرفي نسيج الشيطان لجودته وعجز عامة الناس عن صنعيه والسجنجل أي المرآة من اللاتينية تاكسانجلوس أي ذات الزوايا الث بالرغم من ندرة الأوزان الصرفية العربية الأصيلة التي يمكن دخول هاتين اللفظتين فيها أما محاولة استقصاء الدخيل في كلام العرب والقطع بأنه كذلك والتمييز بينه وبين المعرف والإحاطة بكليهما فضلا عن التأريخ لدخول ذلك في اللغة فما يزال أمرا في دمة الأجيال القادمة وإن كان القدامى قد حاولوا في هذا محاولات طيبة ولكن التوصل في العصر الحديث إلى كشف لغات وكتابات بأكملها وتطور وسائل البحث اللغوي التاريخي والمقارن وتقدم علوم الأصوات اللغوية واتساع المعلومات التي يقدمها علم اللغة العام كل ذلك يجعل حجن المعرب والدخيل ودراستهما وحصرهما أمرا تجد إعادة النظر فيه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة كلام العرب من قضايا اللغة العربية ونواصل القراءة في موضوع نمو الثروة اللفظية في العرب ونعود الآن فنكرر أن أية لغة متقدمة متطورة عاشت فترة من عمرها في حضارة زاهرة وعلم راق وفكر عالم وأدب رفيع لا يمكن أن تكتفي بثروتها المحلية كما أنه لا يمكن أن تنجو اللغات الأخرى من تأثيرها وهذان طرفا قضية قديمة بالغ عدد من العلماء في التعصب لكل منهما ذكر السيوطي في المزهر النوع الثامن عشر وهو معرفة توافق اللغات كما يسميه قوله قال الجمهور ليس في كتاب الله سبحانه شيء بغير لغة العرب لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وقوله تعالى بلسان عربي مبين وادعى ناسهم أن في القرآن ما ليس بلغة العرب حين ذكروا لغة الروم والقط والنبط قال أبو عبيدة ومن زعم ذلك فقد أكبر القول قال وقد يوافق النظر اللظة ويقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها قال فمن ذلك الاستبرق وهو الغليب من الديباج وهو أستبره بالفارسية أو غيرها قال وأهل مكة يسمون المسح الذي يجعل فيه أصحاب الطعام البر البلاس وهو بالفارسية بلاس وقال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه ما في القرآن من نحو المشكات والقصطاص والاستبرق والسجيل لا نسلم أنها غير عربي بل غايته أن وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون والتنو فإن اللغات فيهما متفقة قلت والفرق بين هذا النوع وبين المعرب أن المعرب له اسم في لغة العرب بغير اللفظ العجمي الذي استعملوه بخلاف هذا هذا ما نقله جلال الدين الصيوط وكلامه الأخير غير مقبول لأن معظم الألفاظ التي يستعيرها المتكلمون بلغة ما من لغة أخرى هي ألفاظ لم يجدوا في لغتهم ما يؤدي معناها أما أخذوا كلمة أعجمية لتدل على ما تدل عليه كلمة أصيلة واستعمالها وجعلها مترادفين فهو من باب التضخم المرضي الذي تصاب به اللغات ويعود الصيوط في الباب الذي يلي هذا وهو النوع التاسع عشر في معرفة المعرب فيذكر عن أبي عبيد رأيا نرتضيه ونرى أنه التفسير اللغوي الصحيح لظاهرة اقتراض الألفاظ من اللغات الأخرى قال أبو عبيدة والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الحروف وصولها عجمية كما قال الفقهاء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق وذكر الجواليق في المعرف مثله وقال فهي عجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال ويطلق على المعرب دخيل وكثيرا ما يقع ذلك في كتاب العين والجمهرة وغيرهما وقد أشرنا إلى الخلط بين الاستلاحين وأبدينا ما نرجحه من رأي في الفرق بينهما وحول التفرقة بين مجاميع الألفاظ الداخلة من لغات أخرى إلى اللغة العربية كانت المحاولات القديمة جادة طيبة مشكورة على كل حال نذكر منها على سبيل المثال ما أورده الشهاب أحمد الخفاجي في شفاء الغليل اعلم أنهم قد يغيرون الكلمة الأعجمية كما سيأتي والتغيير أكثر من عدم فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجا وربما أبعد الإبدال في مثل هذه الحروف وهو لازم لألا يدخل في كلامهم ما ليس منه فيبدلون حرفا بآخر ويغيرون حركته ويسكنونه ويحرفونه وينقصونه ويزيدون فما كان بين الكاف والجين يجعلونه جيما أو كافا أو قافا كما قالوا في كربج وقربق بمعنى الحانوت وذكر فيه الخفاج كربق أيضا ويبدلون الباء المخلوطة بالفاء بالباء أو بالفاء نحو برند وفرند فرند السيف أي جوهره ويبدلون الشين السينا نحو دست في دست وسروال في شروال وإسماعيل في إشماعيل لقرب السين من الشين والحروف المبدلة عشرة خمسة يطرد إبدالها وهي الكاف والجين والقاف والباء والفاء مما ليس في كلامه وهي المخلوطة وخمسة لا تطرد وهي السين والشين والعين واللام والراء وكل حرف وافق الحروف العربية والحاء قد تبدل من الخاء كما في حب وخب بضم الحاء إناء معروف للماء قال أبو منصور مولد وهو معرب خب وهو بمعنى المحبة عربي فصيح وهذا كله أغلبي وقال سيبوي اعلم أنهم إنما يغيرون من الحروف ما ليس من حروفهم البتة فربما ألحقوه بكلامهم وربما لم يلحقوه فأما ما ألحقوه ببناء كلامهم فدرهم ألحقوه بهجرع وهو الأحمق المجنون والطويل الأعرج والكلب السلوقي الخفيل وهو على وزن درهم وجعفر وبهرج ألحقوه بسلها وهو الطويل ودينار ألحقوه بديماس بكسر الدال وفتحها الحفير تحت الأرض والحمام والقبر وديباج كذلك وقالوا إسحاق فألحقوه بإعصار ويعقوب فألحقوه بيربوع وجورب فألحقوه بكوكب ويروي السيوطي عن أبي حيان في الارتشاف ما يشبه ذلك إذ يقول الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها فحكم أبنياته في اعتبار الأصل والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو درهم وبهرج وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها فلا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله نحو آجر وسي سنبر بكسر السين الأولى وفتح ثانية وسكون النون وفتح الباء نوع من الريحان يقال له النمام أهمله الجوهري وذكره أبو حنيفة قال وقد جرى في كلام العرب قال الأعشى لنا كل سان عندها وبنفسج وسي سنبر والمرز جوش منمنما وقسم تركوه غير مغير وسبق أن ذكرنا ما قاله السيد مرتضى الزبيدي نقلا عن ابن جني حول الحروف الستة الذلق وهي اللام والراء والنون ذو لقية والباء والفاء والميم شفهية قال وفي هذه الحروف الستة سر ضريف ينتفع به في اللغة وذلك أنه متى رأيت اسما رباعيا أو خماسيا غير ذي زوائدة فلابد فيه من حرف من هذه الستة أو حرفين وربما كان ثلاثة وذلك نحو جعفر فيه الراء والفاء وقعضب الضخم الجريء الشديد واسم رجل كان يعمل الأسنة وقالوا أسنة قعضبية أي من صنعه فيه الباء وسلهب فيه اللام والباء وسفرجل فيه الفاء والراء واللام وفرزدق الرغيف يسقط في التنور وفتاة الخبز وقطع العجين ولقب شاعر مشهور فيه الرفاء والراء وهمرجل الجواد السريع وعم به السرافي كل خفيف سريع والجمل الضخ فيه الميم والراء واللام وقرطع تقول العرب ما عنده قرطعبة أي لا قليل ولا كثير فيه الراء والباء وهكذا عامة هذا الباء فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية معرات من بعض هذه الحروف الستة فقد بأنه دخيل في كلام العرب وليس منه ولذلك سميت الحروف غير هذه الستة المصمطة أي سمت عنها أن يبنى منها كلمة عباعية أو خماسية معرات من حروف الدلق من كل هذا يتبين لنا مقدار الأهمية التي عقدها علماء العربية على الإنماء اللغوي مع العمل الدائم على فرض رقابة ساهرة على ذلك تؤمن للغة باستمرار ما يقيها من الجمود والتخلق أو من المسخ والتحريف وتجعلها دائما على مستوى الرقي الفكري في كل جيل من الأجيال وإذن فنحن إذ نهتم بمشكلة الدخيل إنما نسير في نفس الطريق الذي سلكه أسلافنا في محاولة الخلاص بهذه اللغة بين طيار الثورة الجارفة العارمة التي نريد أن تفتح الباب على مصرعيه للدخيل يأتي أكواما وأكداسا بعجرها وبجرها وللعامي والملحون وما يخرقنا موس اللغة من ابتداع وفقتراع وتساهل واشتهار إلا أننا من جهة أخرى نحاول أن نتبين في إطار ما سمحت به اللغة من الدخيل إلى أي حد تنجح المناهج الجديدة في التعريب في سد الفجوات التي أحدثها التطور والرقي في هيكل اللغة وقد مرت بنا إلى الآن كلمات كثيرة تتردد في هذا البحث كالمعرب والدخيل والمولد والعامي والملحون والنحاول تحديد معنا لكل منها نتفق عليه أولا المعرب ولفظ استعاره العرب الخلص في عصر الاحتجاج باللغة من أمة أخرى واستعملوه في لسانه مثل السندس الزنجبيل السراط الفسطاط الإبريق الاستبرق إلى آخر ثانيا الدخيل ولفظ أخذته اللغة من لغة أخرى في مرحلة من حياتها متأخرة عن عصور العرب الخلص الذين يحتج بلسانهم وتأتي الكلمة الدخيلة كما هي أو بتحريف طفيف في النطق مثل كوفية وهي في اللاتينية نوع من غطاء الرأس للنساء وجمرك من اللاتينية كامراكيوم أي تجارة وقد دخلت إلى العربية بواسطة التركية كامراك والبابور واللمبة والموتور والتليفون والتلفزيون ثالثا المولد وهو لفظ عربي البناء أعطى في اللغة الحديثة معنى مختلفا عما كان العرب يعرفونه مثل الجريدة المجلة السيارة الطيارة إلى آخرين رابعا العامي وهو تحريف سوقي لألفاظ كانت من قبل عربية صحيحة مثل كده مثل كده عامية مصرية أصله كده شو عامية شآمية أصلها أي شيء هو بالذات عامية مغربية أصلها الفصيح بالجزاف أي كثير الملحون وهو لفظ دخل عليه تغيير صوتي انحرف به عن الفصيح كقول المصري اتجوز أي تزوج ودوز أي زوج صاحب زوجة أو زوج الأحزية أو الجوارد وكقول العرب في الأردن وفلسطين الجردون بمعنى الجرذان مفرده جرذ وهو الفأر كان الشعور بضرورة مسايرة اللغة العربية للفكر واضحا منذ القرن الماضي كتب الشيخ إبراهيم اليازي في الضياء أصبح الكاتب مضطرا إلى وضع مئات بل آلاف من الأسماء التي لا يجد لها رضيثا في لسانه ولا في وسعه نقل تلك الألفاظ بصورتها إلى لغته لشدة التباين بين طبيعة هذه اللغة ولغات أولئك الأقوام لأن الألفاظ فيها محصورة الأوضاع محدودة الصيغ لا تقبل الزيادة عليها إلا منها ولا يمكن أن تدس اللفظة الأجنبية بينها إلا بعد أن تجانسها وتآخيها ويقول محمد كرد علي في المختبس منذ زهاء مئة سنة شعر الكتاب والمترجمون بالحاجة إلى ترجمة بعض الألفاظ إلى العربية فبدأ بذلك الشيخ أحمد فارس الشدياق صاحب الجوائب ووضع بعض الألفاظ العربية لمدلولات إفرينجية شاعة اليوم حتى كأنها من متن اللغة الأصلي ثم تبعه من جاء بعده ويذكر الأستاذ أمين نخلة أبياتا للشيخ الشدياق فيما يتكبده من عناء في التعريب نقلا عن كنز الرغاء إذا كان رب البيت أدرى بما به فإني أدرى بالذي أنا كاتب ومن فاته التعريب لم يدرم العنى ولم يصل نار الحرب إلا المحارب أرى ألف معنا ما له من مجانس لدينا وألفا ما له ما يناسب وألفا من الألفاظ دون مرادف وفصلا مكان الوصل والوصل واجب وأسلوب إيجاز إذ الحال تقتضي أساليب إطناب لتوع المطالب وعكس الذي مر أكثر فاتأذ ألا أي هذا اللائم والمعاتب فيا ليت قومي يعلمون بأنني على نكد التعريب جدي ذاهب وهذه نماذج ذكرها الأستاذ أمين نخلة وغيره للمولد الذي تمخض عنه القرن التاسع عشر من متكرات الشدياق الجريدة المؤتمر الحافلة أي الأتوبيس المنضاد المطعم السلك البرقي أي التلغرار من كلمات الشيخ خليل اليزقي الجواز وثيقة الصفر الردها القفاز النوت الصبحة لطعام الصباح خاصة الجديل سير اللجام إذا كان حبلا مجدولا وللشيخ نجيب الحباد الصحافة وللمعلم شاكر شقير المنظرة وللدكتور خليل سعادة آداب السلوك يعني ما يسمى بالإفرنجية الإتيكيت وللدكتور بشارة زلزل مجموعة من المصطلحات الخاصة بعلم الأحياء مثل الأح زلال البيب جعله الزلال عامة وكلمة الزلال لا غبر عليها ولا ندري لماذا تركها الأمرق لما ليس له ريش ولا زغب من الطير الانسلاخ لتحول الهوام من حالة إلى حالة الأشرع الطويل الأنف من القرون البطريق وأصله السمين من الطير وسمي به الطائر القبي المعروف في الإفرنجية باسم البنجوان واستمرت هذه الحركة في القرن العشرين حيث نجد للشيخ عبد الله البستاني الآنسة العقيلة النبي التليفون المصاص الورق النشاف الشاري مانع الصوائق الجمع شراح من قول العرب شرى بنفسه عن القوم تقدم بين أيديهم فقاتل عنهم والداهية الباقعة وهما تدلان على العبقري والفرصاب شجر التوت وثمره ولونه ويبدو أن الشيخ عبد الله البستاني كان أحيانا يولد من القديم وأحيانا يبعث هذا القديم من رمسه كما كثر نفس الأمر عند غيره ممن نحو هذا المنح وللدكتور يعقوب صروف المصح أي المصحة أو المستشفى التلفزة أي الإذاعة المرئية النشوء والارتقاء الصلب بمعنى الفولاد وللشيخ سعيد الشرطون العاديات الآثار القطار السكة الحديدية القاطرة الجرارة البخارية أو الكهربائية وللأستاذ سليمان البستاني الملحمة وهي مجموع الأساطير الشعرية حول الآلهة والأبطار كإليادة هوميروس التي ترجمها وعلق عليها سليمان البستاني نفسه وكأنه أخذها من الملاحم وهي عند العرب وقائع الحروب التي يلتحم فيها الجنود وللدكتور أمين باشا المعلوف النفط البترول الغول الغوريلا السعن الدلو من الجلب والنسعة وللمعلم جيرجيس همام الشويري علم تدبير المال سميناه نحن الاقتصاد الطلاصة من سحة اللوح الأسود الصدورة التلفيحة الشال حول العنق النابع القلم الذي حبره فيه وللشيخ إبراهيم اليازيجي قال الأستاذ أمين نخلة ولا يلحق في هذا الباب غباره المجلة البيئة الحساء الدراجة الحاكي الفنغراف اللولب السستة الشعار العلامة الحسر مرض في العين المقصرة آلة الإعدام المسمى بالإفرنجية الجيلوتين المقصرة البوفير الحودي العربجي الشحنة الطارئة الجالية وهي الجماعة التي تطرأ من أرضها إلى أرض أخرى الطلاء البائنة قال الشيخ عبد الله البستاني في فاكهة البستان البوائن أضلاع الصدر وقيل الأكتاف والقوائم الواحدة بائنة حملا على الظاهر فإنها لم ترد حيث وردت إلا مجموعة المداد قلم الحبر المأساة المصرحية المحزنة المثابة البورصة المنضحة الدش دار النفاس مستشفى الولادة التبليد التبنيج استكراه النبات معالجته بالطرق الصناعية حتى يزهر ويثمر في غير أواني بعد هذه الجولة نريد أن نسأل أي النهجين أوفقه وأقرب لمصلحة اللغة العربية التعريب أم التوليد أخذ الكلمة الأجنبية والتعبير والتعبير بها عن المعنى الجديد أم صنع كلمة من أصل عربي قديم والاصطلاح على أدائها لهذا المعنى الجديد هل استعمال الهاتف خير من التليفون وزيد النفط أولى من البترول نعتقد أن الالتجاء إلى المعرب والدخيل على وجه التغليب للقصر أفضل وأكثر مسايرة لذوق أسلافنا العرب وأنجح في كل مشاكل الألفاظ وأسلافنا العرب منذ الجاهلية استعملوا كثيرا من الألفاظ الأجنبية في لغتهم كما سبقا أشرنا إلى ذلك استعملوا السجنجل المرآة والقمطرة والناموس القاعدة والقانون وعقر الدار والبلغم والتبر والبستان والدفتر والأسقف والإبريز والأصنب أو الإفسنتين من أنواع الشراط والإزميل والبلور والأخطبوت والأسطول هذا فضلا عن ألفاظ كثيرة جاءت بعد ذلك من حضارات متباينة اتصل بها العرب بعد الإسلام بعرفنا كلمات مثل الجهبد الجوسق الجوق السنجاب القرفذان السفنتجة السمنجوني أو الأسمنجوني الاسترلاب القيروان الكهرباء الماخور الهندام من فضلك تابع بقية المادة ونواصل الكراءة في موضوع نمو الثروة اللفظية في العربية وعلى ذلك فإن إدخال الألفاظ الأجنبية ليس بدعة ولا خطر يخشى منه إذا تناوله الكتاب والعلماء والمستعملون للغة بما ينبغي من الوعي والاحتيار وهو في تلك الحالة أقل تشويها للغة من المولد نأخذ مثلا الهاتف فإن أصل معناها عند العرب القدامى كائن خرافي أو عفريت من الجن يصيح بك فتسمع صوته ولا تراه ونقل هذه اللفظة إلى معناها التقني وهو التليفون سيوقع في كثير من اللبس وسيجعل استعمال هذه الكلمة من جديد لهذا المعتقد العربي الفلكلوري القديم محفوفا بإمكانية الخلط بين معناها الأصلي والمعنى الحديد ولنتصور شاعراً معاصراً ينتظر حديثاً تليفونياً من حبيبته ويطول انتظاره دون جدوى فيلعن الهاتفة الذي أضرب عن الكلام أهو يا تراه يلعن العفاريب أم هو يلعن هذه الآلة الحديثة لأنها لا تحمل إليه الصوت الناعم العزيز وفي هذا الصدر ينقل لنا الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في دلالة الألفاظ هذه القصة يروي أحد الأدباء أن ابنه الصبي كان يسمع فقيها يقرأ من سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلا دلو فدنش الصبي وسأل والدة وهل كانت هناك سيارات في ذلك الحين يا أبي ولذلك نجد هذا المؤلف نفسه يشير على المتكلم عند الالتجاء إلى المولد بما يأتي أن يعمد إلى الألفاظ القديمة ذات الدلالة المندثرة فيحي بعضها ويطلقه على مستحدثاته متلمسا في هذا أدنى ملابسه وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الزاخر من الألفاظ القديمة الصورة الجديدة لاستعمال كالمدفع والمدفع والقنبلة والدبابة واللغم والطيارة والطراد والسيارة والبريد والقاطرة والقطار والثلاجة والسخام أو البراد والمسخن في بعض البلدان العربية والمذياع والذبذبات والتسجيل والجرائب والصحف والمجلات والمحافظات والأقسام والمرور وغير ذلك من آلاف الألفاظ التي أحياها الناس أو اشتقوها وخلعوا عليها دلالات جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة وتتم هذه العملية عادة عن طريق الهيئات والمجامع اللغوية أو قد يقوم بها بعض الأفراد من الموهبين في صناعة الكلام كالأدباء والكتاب والشعراء ثم تفرض تلك الألفاظ في وضعها الجديد على أفراد المجتمع للتداول والتعامل بها غير أن بعضها يصادف القبول فيذيع ويمتشر ويصبح بعد حين من الكلمات المألوفة المعروفة ويلقى بعضها الصعاب والاعتراف فلا يكاد يظهر حتى يختفي من الاستعمال وقد يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حدا تنسى معه الدلالة القديمة نسيانا تام فلا يبقى لها أي أثر في أذهان الناس فمن منا الآن إذا سمع كلمة السيارة أو القاطرة يخطر في ذهنه صورة القافلة في الصحراء أو الناقة الأولى التي تسير القافلة على هديها ثم يذكر المؤلف الحكاية القصيرة السالفة الدكر ومع ذلك فما نزال نفضل على الهاتف كلمة التلفون الدخيلة لأن الهاتف بمعناه القديم ما يزال صالحا للاستعمال ثم إن كلمة التلفون ستتيح لنا أن نستق منها فنقول تلفن مثلا والمعول في كل ذلك ليس على صانع اللفظة ولكن على مستعمرها فاللفظة إن كانت سهلة منسجمة مع الذوق اللغوي المورث فرضت نفسها فالتلفون والفعل تلفن ظفر بحق الحياة في القصص والمصرحيات والسينما والصحافة وعلى ألسنة المتكلمين على حين ظلت تلغراف بين إقدام وإحجام وفقد المعركة أوكاد أمام الكلمات المولدة برقة برقية أبرق إليه إلى آخر وللتوسع في صنع الألفاظ المولدة خطر يأتي من صعوبة اتفاق الشعوب العربية جمعا على مولدات موحدة فكل شعب من شعوب الأمة العربية له صحفة وله أدباؤه وكتابه وله مجامعه اللغوية وله أيضا خلفيته التاريخية والحضارية واللغوية التي قد يخالف بها غيره ثم له من بعد ذوقه المحلي الإقليمي في موسيقى الألفاظ وجرس الكلمات وهكذا تنشأ لدى كل شعب ألفاظ مولدة للمعنى الواحد تختلف هنا وهناك بعضا عن بعض فنحن مثلا في مصر والشام نستعمل كلمة المعرض للمكان الذي تعرض فيه أنواع من المنتجات الزراعية والصناعية بينما يقترح القائمون على مصلحة التعريب في المغرب كلمة المشوار لنفس المعنى ونحن نقول فيما يلزم للسيارة مثلا من أجزاء بدل الأجزاء التالفة قطع الغيار وهيئات التعريب في المغرب العربي تسميها شماطيط السيارة ونحن نقول للآلة التي تضرب أو تخلط السوائل والعجائن الخلاط وهم يقترحون المجدح وما نسميه سيارة النقل يريدون تسميته دوسرة وما يعرف عندنا باسم المقتورة يسمونها دابرة والطبيخ يريدون أن يقال له قدير مما يغضب له كل لغوي قدير وهكذا ولو أننا نسقنا في هذا الطيار لبطلت حجتنا في يوم ما على دعاة العامية حين نقول لهم إن هناك عربية فصحة واحدة وعاميات كثيرة وإن حرصنا على الفصحة حرص على توحيد الفكر في الأمة وجمع شمل شعوبها المختلفة ولن يحدث هذا إذا ذهب كل قطر من الأقطار العربية في صناعة الألفاظ المولدة مذهبا لا يرجع فيه إلى الاتفاق مع الآخرين وسيظل الدخيل أقرب إلى التوحيد في هذه الحالة من المولد وليس الدخيل هو الخطر المحبق باللغة وإنما يكمن هذا الخطر في زعزعة النظام النحوي والصرفي لهذه اللغة وتشويهه وإحلال غيره محلة لأن ذلك هو النمط المرتبط بالفكر والذوق ارتباطا مباشرا وهو الذي يكون كالصمت الذي تنتظم فيه مراحل تاريخ الأدب والحضارة للأمة أما الألفاظ ولاسيما أسماء الأشياء المستحدثة فإن دورها في حياة اللغة وموتها أقل أهمية من النحو بكثير ومن الصرف وعلم التراكيب أيضا وفي هذا يقول الأب رفائي نخل اليسوع قد أبدى العرب القدماء شدة ذكائهم وغيرتهم على لسانهم إذ أغنوه بألاف الألفاظ الأعجمية التي لم يكن فيه ما يؤدي معانيها غير أنهم قد جعلوه على صيغ عربية أو شبيهة بالعربية ولهم من المهارة في ذلك التحويل ما يقضي منه العجب ويم الحق اليخطر ببال غير الخبراء كون كلمة ترع مقتبسة من الآرامية وبستان من الفارسية وبرج من اليونانية وفصح من العدرانية وقنبلة من التركية ودينار من اللاتينية وعندنا أن القنبلة عربية قديمة وهي قذيفة من الحجر أما ورثاء لسان العرب المعاصرون فنرى فيهم نفورا مفرطا من إغنائه باقتباس الكلمات الناقصة فيه من لغات الأعاجم مع أن أغنى لغات الغرب بالكلمات كالفرسية والإنكليزية والألمانية لا تزال تزيد ثروتها اللفظية على ذلك الأسلوب الرشيد الكلمتان تلغراف وتليفون اليونانية الأصل قد اندمجت في قواميس أكثر لغات أوروبا وقد اشتقت منهما أفعالا وانعوطا وضرفيات أما نحن فقد خفنا خوفا غير معقول من تشويه لغتنا باقتباسهما فسمينا التلغراف برقا والتليفون حاتفا وهم اسمان مبهمان لا يدلان على المعنيين المقصودين دلالة واضح فعسى أن نقتدي برحابة عقل العرب الأقدمين وبغيرتهم الفطنة على لغتهم فنغنيها كما فعلوا بآلاف كلمات أعجمية نفرغها على مثالهم في قوالب الصيغ العربية بقدر الإمكان إنما الاقتراض علاج ناجع للعوز هذا كلام المؤلف وقد أبدينا رأينا في الكلمتين التي ساقهما مثالا لما يريد ونحن نوافقه على رأيه كما ذكرنا آنفا بشرط أن لا تفوتنا كلمة العوز التي استعملها إذ هو شرط أساسي للاقتراض من الأجنبي أما إدخال ألفاظ أجنبية للتشدق والتفرنج فذلك إسهام في إضعاف اللغة العربية والذين يفعلون ذلك يبدأ المرض في نفوسهم بشعور وهمي بالانتماء الفكري إلى مجتمع غير عربي فيجتثون أنفسهم من أمة العرب وهؤلاء لا وزن لهم في الدخيل الذي يستعملونه بدل العربي المساوي له في المعنى والمتفوق عليه في الأصالة مع جودة الجرس وانسجام الرنين فالذي يقول أوكي بدلا من نعم والذي يقول باي باي أو تشاو بدل إلى اللقاء والذي يقول بنجور أو بنصوار ومرسي وبردون أو سوري وما إليها بدل سلام عليكم أو سعيدة وشكرا وعفوا وآسف لا يفعل ذلك إلا لأنه مصاب بعقدة الضع يجد نفسه حقيرا إذا نطق بالعربية ويظن أنه إذا نطق بغيرها من كلام من يعتبرهم عظماء وسادة دخل في زمرتهم ولكن هيها وهذا التذحلق بالدخيل الذي لا تمس إليه الحاجة ليس بدعا في عصرنا ومجتمعنا بل نجده في كل العصور واللغات والمجتمعات وقد كانت هذه الظاهرة مصدرة عابات لاذعة عند كثير من كتاب المصرحيات الفكاهية في جميع الآداب ونفس هذه الظاهرة التي يشير إليها الشهاب الخفاجي في أول شفاء الغليل قائلا قال الجاحب في البيان والتبيين أهل المدينة نزل فيهم ناس من الفرص فعلقوا بألفابه فيسمون البطيخ الخربز والصميط الرذق والمصوص المزوز وكذا أهل الكوفة يسمون المسحة بال وهي فارسية ويسمون الحوق وهو نبات الحبق بذروج وهي فارسية ويسمون السوق بازار وهي فارسية ويسمون القثاء خيار والخيار فارسي ويسمون المكذوم ويدي والذي يدعو إليه الأب رفائي المخلة ونوافقه عليه هو إغناء اللغة بالألفاظ التي لا يوجد فيها ما يؤدي معانيها فقط وذلك شأن غيرنا من الناطقين باللغات المختلفة ولو رجعنا إلى بعض سجلات الألفاظ في معظم لغات العالم لوجدنا أن راديو مستعملة بلظها هذا في خمس وعشرين لغة حديثة لم يشد من بينها إلا الفرنسية التي يغلب عليها استعمال كلمة لاسلك وذلك لأن كلمة راديو في هذه اللغة شاعت في معنى آخر هو الأشعة للأغراض الطبية وغيرها كذلك لظة تلفزيون المستعملة في عشرين لغة من لغات العالم ولم يشد عن ذلك إلا الألمانية والدمركية والنيروجية والعبرية واليوناني وإذا كان الدخيل مقصورا على الألفاظ فقط فإن المولد يصيب التعابير والجمل كما يصيب الألفاظ وهو أمر له خطورته على اللغة بحيث ينبغي ألا نتركه بلا حسيب ولا رقيب وليس هو بالشيء الجديد في اللغة العربية ولا في غيرها من اللغات فمنذ القدم كانت تعبير المترجم أو المستعار ظاهرة من الظواهر التي لمحها الباحثون في اللغات والفرنسيون يسمونها المترجمات المستعارة وقد بدأت الظاهرة تتضح في اللغة العربية بعد قيام الحضارة الإسلامية واستعانة العرب بعلوم الأمم المتقدمة وفنونها فالعربي القديم كان يقول مثلا عن الشيء الذي انتهى وجوده اختفى عدم انعدم ابد اندثر انقرض الى آخره لكن مع دخول الفكر اليوناني الى المسلمين بدت كل هذه الافعاد وكأنما هي تعتمد على ملاحظة المتكلم نفسه فلابد ان يكون الاختفاء او الانبثار وما اليها قد لوحظت اولا اما ان يصبح الشيء لا شيء في ذاته وبالمعنى الفلسفي فان الانعدام والانبثار وما اشبهها قد بدت للفلاسفة العرب غير وافية بالمراد الفكري العلمي الجديد فصنعوا لاجل هذا المعنى وعلى غرار اليونان والرومان الفعل تلاشى اي صار لا شيء ونفس هذا الامر مقابلنا في محاولتهم التعبير فلسفيا عن الوجود والعدم فانهم شعروا بان مثل هذه المصادر وراءها افعال تجعل تصورها مجردة عن عملية ما يوقوع الحدث يكاد يكون مستحيلا فكلمة الوجود تقترن بان شيئا قد وجد بالفعل بل ربما وثب الى الذهن تفكير في الزمن والفاعل في نفس الوقت فشوه الدلالة المطلقة المجردة الفلسفية للوجود وأحس أولئك المفكرون أن أداة النفية ليس تؤدي في باب الانعدام معنا مجردا إلى حد لا بأس به فألحقوا بها أداة التعريف واستعملوا كلمة ليس اسما يدل على العدم الفلسفي ثم اعتمدوا على أن ليس مكونة في الأصل من الله داخلة على لفظة سامية قديمة هي ايس في رأي بعض اللغويين فاخترعوا لفظة الايس والليس يعنيان الوجود والعدم بمعنى هما الفلسفي الدقيق المعروف عند اليونان فهذا من المولد في التعابير وكذلك كلمة الفدلكة بمعنى الخلاصة والملخص والكلام القليل الذي يحمل المعنى الكثير كل هذا جاء من اعتياد الكتاب في دواوين الحساب تلخيص ما دونوه من عمليات في فقرة واحدة تحمل نتيجة الحساب وتبدأ عادة بعبارة فذلك الحساب يحتوي على والفاظ كثيرة من هذا القبيل مثل ما هي الأمر أي كنهه وهو الجواب على سؤال يبدأ بقولنا ما هو وهوية الإنسان أي بيان من هو ومجريات الأمور والما صدقات في المنطق واللا أدرية في الفلسفة وعلم الكلام والهوهو بضمتين وهو في اللاهوت يعني الاتحاد بالذات أي بالجوهر بحيث يصبح المتحد به هو وهذا اللون من النحت والمزج للتجاوب مع مقطيات الفكر الجديد داخل في العادات اللغوية للعرب الأقدمين إذ كانوا يقولون ويل بفتح الواوي وضم اللام وتجديد المين والأصل ويل لأمه وقد استعمل ذلك للتعبير عن الدهشة إعجابا أو استنكارا حتى إذا لم يكن المتعجب منه ذا أم لأن أصل التعبير كان قد نسي أو كاد قال المتنبي ويل مها خطة ويل مقابلها لمثلها خلق المهرية القود وكانوا يصفون المنافق بأنه إمع بكسر الهمزة وتشجيد الميم المفتوح وذلك إمع بدون نتاء مربوطة لأنه يقول لكل من يرجوه أو يخشاه إني معه وقالوا بسملة حمدلة سبحلة هيللة قال لا إله إلا الله حسبلة قال حسبي الله حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله حي على قال حي على الصلاة حي على الفلاة دم دم عز قال دام عز طلب قال طال بقاؤ كبتع قال كبت الله عدو مشكن قال ما شاء الله كان جع فدا وجع فلا وجعل فقال جعلني الله فداك إلى آخر ويتعدى تطور اللغة الألفاظ والتعابير المولدة أو المترجمة إلى نوع من التطوير في طريقة تصوير الفكر ذاته في اللغة فباتصال العربية بالفرس والهنود والترك والسوريان واليونان وغيرهم وباحتياجها إلى أن تصبح لغة علمية وأدبية وإدارية وفلسفية وحضارية على العموم تخلت عن كثير من صفات الجمال البدوي النقي وأخذت مع الدخيل والمولد كثيرا من المستعار المترجم من التعبيرات فسلس قيادها ورقت وأصبح جمالها جمال حضارة رفيعة معقدة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة كلام العرب ونواصل القراءة في موضوع المعرب والدخيل يقول رينان ليس من الجدية في شيء أن نسأل أينبغي اعتبار اللغة العربية أعلى منزلة من اللغات السامية الأخرى إن اللغة العربية تعبر تماما عن النمط الفكري الذي قدرت له وهو نمط مختلف تماما عن العبرية أو السوريانية فهناك عدد كبير من ألوان التعبير التي لا تؤديها العبرية أو السوريانية إلا بصعوبة أو لا تؤديها بتاتا بينما توجد لها في اللغة العربية قواعد خاصة بها في النحو فالأسلوب العربي له استفادة وحرية لم تعرفها اللغات السامية الأقدم من العربية في رأيه وإن كان هذا التقدم لم يتيسر إلا نظير ثمن باهد من العيوب التي لحقت هذه اللغة فرمين المزاوجة القديمة الساحرة الذي يؤكي للشعر العبري جمالا لا يحاكى قد كسر في العربية وانتصر فيها النمط الآسيوي بما فيه من محسنات بلاغية دقيقة ولطائف نحوية مختلفة حلت محل الجمال الوقور القديم والعزاء عن هذا الفقدان وأن اللغة العربية وجدت العوض عنه في الوضوح التام والتحديد الكامل وهي مزايا أكثر نزوما للرسالة الجديدة التي كان عليها هذه اللغة أن تؤديها فقد وصلت اللغة العربية من ذلك إلى كل ما يمكن أن تصل إليه لغة سامية بالرغم من أن كل ما يمكن هذا هو في ذاته قليل ضئيل فمع كل جهود العربية في علم التراكيم لم تصل قط إلى تلك الدقة الشفافة التي تبدو وكأنها وقف على اللغات الهندية الأوروبية في رأي رينا أيضا ففهم التعبيرات الأدبية كان دائما عملا متعبا للمثلمين ومعظم أولئك الذين يعرفون القراءة منهم يقرؤون بصعوبة ومن غير إحساس حي وسريع بالجملة تقريبا كما لو تخيلنا أن تحليل الجمل الذي عكفت عليه طفولتنا قد استمر معنا إلى سن الندوج وإنه يكون من الخروج عما نحن بصدد أن نحاول ضحض ما يزعم رهنا وإنما نكتفي بالإبقاء على ملاحظة ونوافقه عليها وهي أن اللغة العربية مع عصور الحضارة الإسلامية قد اكتسبت كما قلنا وقال الكثير من المرونة والدقة واتساع إمكانيات التعبير في الأدب والعلم وكل مرافق الحياة وإن كان ذلك على حساب الجمال البدوي الجليل والوقور الشامخ الذي اتسمت به الأساليب العربية قبل عصر الكتابة والاختلاط الفكري والحضاري ولعل هذا الاختلاط ذاته والذي أوجد في الناطقين بالضاد من يقرؤون بصعوبة ومن غير إحساس حي وسريع بالجملة ومن أمثلة المولد في التعابير العباسية الذي يبدو وكأنه غريب على الفكر العربي القديم الخالص قولهم جر النار إلى قرص يقال للأناني الذي يجر الجمر إلى رغيف ودون أن يفكر في الآخرين أبناء الدهاليز أي الأوباش وحثالة الناس وأبناء الزنة وكأنه عكس أبناء البيوتات أو أبناء القصور إذ تتسطر الساقطات وزوارهن في السراديب والدهاليز الكعب المدور يقال للمشؤون كعبه مدور ذكر الشهاب أحمد الخفاجي ذلك في شفاء الغليل وذكر شعرا لبعض المولدين يخاطب فيه كأس الخمر فيقول أخربت داري ودار غيري وأصل ذا كعبك المدور وعكس ذلك قولهم كعبه مبارك جاز القنطرة يقال للشخص إذا وصل إلى الدرجة التي إذا قدح فيه أحد بعدها لم يلتفت إليه الناس أي أنه أصبح فوق منال الذن والقدح وكانت العرب الفصحاء تقول وبحر لا تكدره الدلاء ولو أننا جلنا خلال أصور اللغة العربية وفي الأقطار المختلفة للمعطقين بها لوجدناها تتأثر طورا بعد طور ومكانا في إثر مكان بما ساقته إليها المقادير من لغات تريد أن تعايشها أو تزاحمها أو تقضي عليها وتفنيها إذ نشعر بالتعبيرات المستعارة من التركية ابتداء من الافتتاحيات الرسمية حضرة أو حضرة صاحب العزة أو السعادة أو الدولة أو الفخامة أو الجلالة إلى ما لا يحصى من الصيغ الإدارية والقضائية وغيرها ثم من اللغات الأوروبية العصرية وفي مقدمتها الإنجليزية والفرنسية تجري على أقلام الكتاب وفي أمهار الصحافة فلا يكاد يرتاب فيها أحد من منا يظن أن قولهم وضع النقطة على الحروف تعبير مترجم لم تألفه الآدان ولا الأقلام إلا بعد أن نقله الكتاب والمترجمون من الفرنسية ومن منا يظن أن قول من يعاقرون الخمر في صحتكم مترجم أيضا عن الصفرنسية وأن استعمالنا لاصطلاح لا سامية ومحاولة لترجمة اصطلاح أوروبي حديث وهي ترجمة مضللة إذ إن أوروبا إذا كان من حقها أن تستعملها في معنى معادات اليهود فلأن اليهود كانوا الساميين الوحيدين فيها بينما الشرق الذي نعيش فيه أصله كله من سلالات سامية يغالبا أنقى في ساميتها من اليهود على كل حال هذا عدا كون الكلمة في اللغات الأوروبية تبدأ بمقطع معناه النقي الإيجابي والضبية المهاجمة مما يجعل ترجمته بلفظ لا السلبية المحادية خطأا وكان الأدق أن نقول مناهضة اليهود أو عداء اليهود فهذا أقرب إلى الواقع الذي تعبر عنه الكلمة الأوروبية وبالتالي إلى الصواب من هذه اللاسامية كذلك الذين يتكلمون عن الإصلاح الجذري وعن جبهة المعارضة وعن التسويق وما إليها إنما يستعملون مصطلحات وتعابير مترجمة كل هذا جيد لا غبار عليه إذا كانت حاجة المتكلمين تمس إليه وتقديه إذ من غيره تجمد اللغة وتجف وتهرم وتموت لأن الفكر لن يقف أبدا حيث تقف ولأن ركب الإنسانية لن يؤخر سيره من أجلها ولكن اللغات وخصوصا القديمة المسنة منها كما تقاس أحيانا من النقص والعوز تقاس كثيرا من التورب والتضخم والترهر والتراكم الذي لا يفيد بل إن هذا النمو غير الصحي يأوق حركة اللغة نحو الثراء الحقيقي الذي تظل به فتية نشيطة متصلة اتصالا وثيقا برقي الفكر وفيما يتصل باللغة العربية يلخص إرنيست رينا هذه الظاهرة بما مؤداه أن الثراء الخارقة المألوفة في المفردات العربية يجر على هذه اللغة من المتاعب أكثر مما يوفر لها من الفوائد فهو ينتهي إلى متاهات تجني كثيرا على الوضوح وإن وإن الإنسان لا يشعر بما يشبه الدوار عندما يرى كل تلك المعاني المختلفة والمتضاد تقريبا تزدحم في المعاجم العربية حول لفظة وربما كان هذا العيد يمكن تحمله أعني عدم التحديد والتخصيص في الدلالات لو لم تكن المعاجم نفسها تضخم الصعوبات وتزيد من تعقيدها في هذا الصدق فليس في اللغة العربية حتى الآن وربما لا يكون لها أبدا معجم تم تأليفه على أساس تصنيف منهجي لمصادر هذه اللغة مشفوعا كل مرة بالشواهد أما الأوروبيون من مؤلف المعاجم العربية فإنهم حتى الآن لم يزيد على أن يترسم آثار المؤلفين الشرقيين للمعاجم وهؤلاء مع أنهم قاموا بعملهم والحق يقال بكثير من الصبر والدأب كان يعوزهم الكثير من المنهج النقدي فهم شأنهم شأن أمثالهم من جامع مادة اللغة اليونان والسوريان أكثر ميلا إلى ذكر المعاني الشاردة للألفاظ منهم إلى العناية بالمعاني العادية الدرورية وكثيراً ما تكون المعاني التي يثبتونها غير حقيقية أو على الأقل غير مستعملة أو تكون أحياناً توسعات مجازية واستعارية أو شروحاً مأخوذة عن مفسرين مخطئين وأخيراً نجد جانباً كبيراً من الألفاظ التي يثبتونها في مصمفاتهم يبدو أنها تعابير محلية إقليمية أو أجنبية أو خاصة لا تقابلنا أبداً كل ذلك قد جعل من المعجم العربي خليطاً عجيباً يمكن بشيء من قوة الإرادة أن نجد فيه أي شيء نشاء والمبدأ العام هو أنه ينبغي أن نعتبر لاغياً في ميدان فقه اللغة المقارن أي لظ وأي معنى للظ لم يأتي عليهما شاهد من كلام العرب ولم يعتمد إلا على نقل مؤلف المعاجب وإذن فها نحن أولئك أمام هذه البداية المقلقة وقبل أن نفضي منها إلى الكلام عن صناعة المعاجب يجدر بنا أن نعرض لما أشرنا إليه من مظاهر التضخم المنهك للغة وعلى له وأسبابه مظاهر التضخم اللغة الأصل في وضع الألفاظ في اللغات المختلفة أن يكون لكل معنى يجول بالخاطر لفظه يعبر عنه أي أن يكون للفكرة الواحدة لفظة واحدة ويبدأ الخلط والاضطراب من مجرد أن يوجد لفظان فأكثر لمعنى واحد أو معنيان فأكثر للفظ واحد وإن كانت اللغات جميعا لا تنجو من هذه الإصابة بقدر ما قل أو كثر ووجود لفظين أو أكثر لمعنى واحد هو ما يسمى الطراطف ووجود معنيين أو أكثر للفظ واحد هو ما يسمى الاشتراك وإذا اشترك في لفظ واحد معنيان متناقضان سمي ذلك التضارب المتراتف يذكر السيوطي في المزهر أقصوصة طريفة حول المتراتف عن أبي علي الفارسي قال كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالوي فقال ابن خالوي أحفظ للسيف خمسين اسما فابتسم أبو علي وقال ما أحفظ له إلا اسما واحدا وهو السيف قال ابن خالوي فأين المهند والصار وكذا وكذا فقال أبو علي هذه صفات وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة وامطلاقا من هذه الأقصوصة نقول إن جالبا كبيرا جدا مما يملأ كتب اللغة من ألفاظ تدل على معنى واحد هي صفات للمسمى وليست بأسماء أخرى له ولكن تظل هناك مشاكل كثيرة حول التراده سواء أكنا مع من ينكرونه كأبي علي الفارسي أم مع من يثبتونه كابن خالوي أم مع من يقر به كأمر واقع دون أن يكون ظاهرة طبيعية في اللغة كالبيضاوي في المنهاج الذي ذكره السيوطي مع من ذهبوا إلى أن الترادف على خلاف الأصل والأصل هو التباين كما سمراه في رأي ابن فارس فكيف إذن يظهر الترادف في اللغة؟ في رأي اللغة والفرنسي دارمستيتر الذي ذهب إليه في كتابه حياة الألفاظ أن بعض الألفاظ مع تكونها ودورانها على الألسنة تأخذ شكلين مختلفين يصبحان مع الاستعمال مترادفين وعندنا في العربية ما يؤيد ذلك مثل جذب وجبذ وثم وفو وإنس وإنسان وهذا هو أول أسباب الترادف وثمت سبب آخر إذ يحدث أحيانا أن تدخل في اللغة مجموعة من اللهجات المحلية المتباينة كل منها ببعض ثروتها من المفردات وفيها ما يتفق مع بقية اللهجات كما أن فيها ما يختلف فيظل هذا المختلف موجودا جنبا إلى جنب في نطاق هذه اللغة الواحدة وهو ما حدث لكثير من لغات العالم الكبرى ومن بينها العربي يقول السيطي نقلا عن علماء أصول الفقه تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخر ثم يشتهر الوضعان ويخفى الواضعان أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر وهذا مبني على كون اللغات استلاحية وهذا السبب أي الوحدة السياسية واللغوية التي تقوم بين كتل بشرية كانت مجزعة يعتبر من أهم أسباب ظهور المترادث في اللغات والمثل المشهور في ذلك واستعمال السكين والمديع ويتصل بهذا أن تكون في اللغة لفظة لمعنى من المعاني ثم تأتيها من لغة أجنبية ألفاظ بنفس المعنى فتأخذ مكانها في المترادث فمن ذلك الخمر وهي الكلمة العربية العامة للشراب المسكر ثم نجد بجانبها الاسفينت والخندريس من أصل يوناني ونجد الصهباء العربية وهي الخمر الصفراء اللو إذ الأصحب هو الأشقر تقريبا ثم تأتي لظة الزرجون من الفارسية زر أي ذهبة كون أي لون فتأخذ مكانها في مجموع المترادثات الدالة على الخمر أيضا ومن ذلك الطبيب وهي الكلمة العربية والآسي التي دخلت من الآرامية مأخودة عن البابلية التي أخذتها بدورها عن الشومرية حيث كانت الكلمة تتكون من آب أو آ أي الماء وسوء أي عالم أو عارف أو خبير آسو معناه في الأصل الخبير في المياه العالم بالسوائل ومن أسباب المترادث أيضا أن تجري صفة من الصفات على السنة المتكلمة يطلقونها على مسمى معين ثم تشيع وتنوب عن الاسم في التعبير عن هذا المسمى وتنتهي بأن تصبح مرادثة له وهذا معناه أبو علي من فارسي في الخبر الآن في الدك وكذلك تسمية الأسد العباس من العبوس وهو التجحم والتكشير وظهور الغضب وتسمية السيف الفيصل لأنه يفصل أجزاء الجسم بعضها عن بعض والمهنة لأنه وارد من الهن واليماني لأنه آت من اليمن والحسام لأنه يحسم أن يقطع ويفصل ويلحق بها هذه الظاهرة ما يكتكره الأدباء من ألفاظ وصفات وتحميلها معاني شعرية أو فنية ينوعون بها الجرس الموسيقى أو يأتون بها الواحدة تلو الأخرى للتأكيد أو للإطراف وإظهار البراعة أو للسجع إلى آخر فمن ذلك تسمية السماء القبة الزرقاء والجرباء لأنها تبدو فيها بقع بيض من النجوم وتسمية الأرض الغبراء والبسيطة والأدين والثرى وتسمية الحب الهوى والغراب والعسق والوجد إلى آخر وكذلك يحدث أيضا أن يكون في اللغة لفظتان لمعنيين متجاورين أي كل منهما قريب الشبه بين الآخر ولكنهما مع ذلك مختلفتان ثم يختفي الفرق بينهما مع طول الاستعمال ويعتبران من المتراد فمثلا الريب والشك كانا مختلفين فالشك هو التوقف بين طرفي قضية نفيا وإثباته والعجز عن الترجيح وهو موقف مزعج يشبه الشعور بالوخز أي الشك بالإبر مثلا أما الريب فأصله الغليان والفوران والاضطراب الذي يصيب اللبن عندما يروب وهو موقف نزاع وتخبط وثورة ولكن اللفظتين وصلتا مع الاستعمال إلى التساوي في المعنى أي الترادح وقال المفسرون في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه والأقرب أنه بمعنى لا نزاع فيه ولا خلاف عليه من حيث كونه هدى للمتقين وكذلك السبع والأسد أولهما عام لجنس الضوار كله والثاني فصيلة منه ولكن الاستعمال جعلهما مترادفين في كثير من الأحيان ومن المعرب الذي فيه تلك السمات الفعل زخرفة والفعل زركشة فهما يدلان عادة في أذهان الناس على الزينة والحلية والتنمير وهما مترادفان مع أن زخرفآت من اليونانية زول أي حيوان وغراف أي الرسم والكتابة وهكذا تكون الزخرفة في الأصل خاصة برسم الحيوانات على حين أن زركشة مأخوذة عن الفارسية زر أي ذهب وكشيدا أي سحب وبسط فهو الطلاء بالذهب والكثرة المترادف في اللغات قامت في كل لغة براسة له وجدنا في كثير منها معاجم خاصة به نقطة البدء فيها هي محاولة إضاح الفرق في المعنى أو الأصل أو الاستعمال وفي لغتنا العربية من هذا كتابان أحدهما للشيخ إبراهيم اليازجي وهو نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد والثاني من الأب رفائي المخلى اليسوع وهو قاموس المترادفات والمتجانسات وقد رتب اليازجي كتابه بحسب الموضوعات بينما رتب الأب رفائي المخلى على حروف المعجم وكلا الكتابي بعيد عن استقصاء جوانب المشكلة أو حلها حلا عمليا علميا معا المشترك جاء في كتاب الصاحبي في فقه اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس قوله في كتاب الأسماء كيف تقع على المسميات يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين ذلك أكثر الكلام كرجل وفرس وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحن عين الماء وعين المال وعين السحاب ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة هو السير والمهند والحسان ففي تقسيم ابن فارس هذا نجد القسم الأولى وهو الألفاظ العادية في اللغة التي يختص كل واحد منها بمعنى واحد فقط والقسم الأخير هو المترادل الذي انتهينا من التعريف به أما القسم الثاني وهو اللفظ الواحد له أكثر من معنى فهو المشترك وهو قليل جدا في اللغة بالرغم مما يبدو من كثرته وإنما مصدر هذه الكثرة هو التوسع المجازي في المعنى وتنميع المعاني انطلاقا من دلالة واحدة فالأصل في العين مثلا أنها تدل على عدو الإبصار الذي يرى به الإنسان والحيوان أما دلالتها على عين الماء فلأن هذه تبدو للوارد عليها من أعالي الصحراء قطعة نامعة من الماء يحف بها النبات فتكون أشبه بالعين بأهدابها والعين بمعنى الدراهم والدنانير سميت كذلك من نقد هذه النقود وعدم جعلها دينا أو مؤجلة أي أنها تبرز تحت عين الطرفين ولذلك يقولون أعطاه الثمن عينا أي نقدا وأعطاه إياه نسيئة أي دينا من فضلك تابع بقية المادة ونواصل القراءة في موضوع مظاهر التضخم اللغوي والعين من أعيان الناس وهم وجهاؤهم لقيمتهم في المجتمع التي تشبه قيمة العين في الأعضاء ونلاحظ أن الوجهاء أيضا تأخذ معناها من الوجه وعين الشيء أي نفسه تعبير عن الكل بالجزء والعين بمعنى الإصابة بنظرة حاسدة لأن العين أي عين الحسود هي المتسببة في هذه الإصابة عند من يعتقدون ذلك والعين أي ثقب الإبرة لأن النور يدخل منه كما يدخل من العين المبصرة كل هذا توسع والمعنى اللغوي الأصلي والعين المبصرة لا غيرها كذلك قد يحدث الاشتراك بسبب وجود كلمة في صيغة الجمع أشبهت أخرى في صيغة المفرد مثل النوى جمع نواه والنوى البعد وهذا من الاشتراك الكاذب الذي قل ما يوقع في احتمال التأويلين عند الاستعمال إلا إذا تكلف ذلك بعض من يريدون التورية وما يشبهها من دقائق البديع كذلك من الاشتراك الكاذب تشابه اسم وفعل في النطق مثل الفعل هوى أي سقطة والهوى الذي هو ميل النفس والحب ومنه أيضا تشابه صيغ مختلفة الأصل والاستقاق على العموم ومن أكمل أمثلة ذلك وأثقلها أيضا قصيدة المعلم بطرس كرامة التي تسمى القصيدة الخالية بالتجديد لأن كل قوافيها كانت كلمة خال بمعنى مختلف وهي طويلة نذكر منها أمين خدها الوردي افتنك الخال فسح من الأجفان مدمعك الخال وأومض برق من محيا جمالها لعينيك أم من ثغرها أومض الخال رعى الله ذياك القوام وإن يكن فلا عب في أعطافه التيه والخال ولله هاتيك الجفوم فإنها على الفتك يهواها أخ العسق والخال مهات بأمي أفتديها ووالدي وإلا معمي الطيب الأصل والخال فالخال الأول والشام السوداء على الخد والثاني السحاب والثالث البرق وهما من الفعل خالة بمعنى ظهر ومثل ومنه خيال الشخص من ذلك التخيل والخال الرابع هو الشموخ والتكبر مثل الخيالاء والخامس نغة في الخال وهو ضد المشغول والسادس هو أخ الأم وقد يكون هذا هو المشترك الصحيح مع الخال الذي بمعنى الشام في الوجه أما الباقي فأكثره توليد وتنميع وتفريع وتكل ومن الأسباب الرئيسية لوقوع المشترك في اللغة يزود كلمة هي هي من حيث اللظ عند أكثر من قبيلة مع اختلاف المعنى أو الاستعمال في كل من هذه القبائل فإذا ما حدثت وحدة بينها اكتسب اللظ أكثر من معنى من القبائل التي كانت تستعمله ففي العربية الفعل شحط مثلا يكون بمعنى ملأ يقال شحط الإناء ويكون بمعنى أضاف ماء كثير يقال شحط اللبن كما يكون بمعنى اللسع واللبغ يقال شحطته العقرب إلى آخر ومن ذلك السرداح والسرداح بمعنى الناقة الطويلة وقيل الشديدة التامة ويكون معناه الجماع من شجر الطلح الواحدة سرداح والأرض السرداح المستوية والبعيد ومن ذلك الدردبيس وهي الداهية والشيخ الهرب والعجوز الفانية ومن ذلك الخلابيس وهي الأباطيل أو القوم المتفرقون في كل وجه أو الأشياء التي لا نضعم لها ولا تجري على استوائه أو اللئام والأندال قال الشرط لا يعرف منها مفرد أو مفردها خلبيس وخلباس والعوام عندنا يتشاتمون بنفضة الخلبوس وهو في غير الشتاء رجل كان يتقدم مراكب الزفاف مفسحا الطريق للطبالين والزمارين وكان يصيح ويهلم ويقفز ويرقص ويقال له خلبوس الطب أو خلبوس الزفة ومن ذلك القردوع مثل جمهور القملة الصغيرة والقردوع الزاوية في شعب أو جبل وجمعه قراضيع ومن الملاحظ أن المشترك يكثر على الخصوص في الألفاظ الحوشية أو الغريبة غير الدائرة على الألسن ولا في نصوص الأدب ولعل ذلك آت إلى حد ما لا من اشتراك حقيقي ولكن من دلالات أعطاها السراح واللغويون لهذه الألفاظ الغريبة ونحن نعلم أن الناطقين باللغة يعطون ألفاظها وتراكيبها في ثنايا ما يخلفون من تراث أما شرح المعاني فالمسؤول عنه هم اللغويون وهؤلاء يخطئون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم لا سيما إذا شحت النصوص الواضحة التي يتحدد فيها معنى لفظة من الألقاف وهذا أمر ما يزال في حاجة إلى مزيد من التحقيق والدتيق من اللغويين الجدد لا سيما بعد أن أصبح في متناولهم أن يترقوا باب علم اللغة المقارئ وأن يعيدوا على هداه النظر في بعض ما ألسق بشوارد اللغة من المعاه الأضاد إذا وصل التباين بين معنيين مشتركين في لفظ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس اعتبر هذا اللفظ من الأضاد وهذه ظاهرة في اللغة لها أسباب أهمها أولا التعبير بالضب عمدا للتفاؤل أي بتأثير العقائد الدينية أو الفلكلورية فمن ذلك تسمية الذي لسعته العقرب أو ندغته الحية السليم وكأنه دعاء له بالسلامة مما أصابه وتسمية الركب المسافر قافلة أي راجع تفاؤنا لهم بالعودة سالمين وقد غلبت كلمة قافلة على كلمة ركب حتى كادت هذه الأخيرة أن تكون نادرة الاستعمال بالقياس إلى القافلة ثانيا أن تكون لذة ما مستعملة في معنى وسط ثم يتحدد في مجموعتين من المتكلمين قبيلتين مثلا بحيث ينحاز معناها إلى إحداهما إلى طرف قصي بالنسبة للمعنى الوسط الذي كان عليه أولا وينحاز في القبيلة الأخرى إلى الطرف القصي الآخر فينتهي ذلك بأن تكون له في كل قبيلة دلالة عكس الأخرى ثم تحدث وحدة لغوية لسبب ما بين القبيلتين فتصبح الدلالتان المتطرفتان جاريتين على هذا اللفظ الواعب ويدخل حينئذ في الأضاب فمثلا اللفظ السدفة معناه الأصل الغلس أو الغبش وهو اختلاط الضوء والظلمة معنا كوقت ما بين الفجر والصبح وقد قال السيوطي نقلا عن باب الأضاب في كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد السدفة في لغة تمين والظلمة والسدفة في لغة قيس الضوء ويدخل في ذلك الباب لظ الجون وهو فارسي معرب معناه اللون ولكن استعمله بعض العرب وخصصه للأبيض والآخرون للأسود فصار من الأضاب ثالثا قد يكتسب اللظ على ألسنة بعض المتكلمين دلالات جانبية إما لعدم الدقة في التعبير وإما للخلق بين معنى لظ ومعنى لظ آخر قريب منه وإما للتفاصح والإعراب في الكلام فيأول بعض معاني الألفاظ إلى التضاب نتيجة لخطوات متعاقبة من التساهل والتحريف فمن ذلك الظن الذي أصبح معناه الشك واليقين والصريم ومعناه الصبح والليل وأصله من انصرم أي انتهى والصارخ معناه المغيث والمستغيث ونود قبل أن ننهي هذا الحديث أن نشير إلى أن الاشتراك والضطاط الآتيين من تعدد الدلالات في مجاميع بشرية من المعطقين باللغة لهما عند اللغويين شرط هام وهو أن تكون هذه القبائل المتميزة معطقة بلغة عامة واحدة ربما كانت لكل قبيلة فيها لهجة خاصة ولكن كلام القبيلتين أو المجموعتين البشريتين يدخل في نمط واحد من النح والصرف والاشتقاق أن إذا كان جرس الكلمة واحدا في لغتين كل منهما أجنبية عن الأخرى أو في لهجتين متباعدتين بعدا شاسعا لم يعتبر هذه الظاهرة لفظة واحدة ذات معنا مشترك أو متضاد وإنما هما لفظتان مختلفتان في الأصل متشابهتان في الصوت ونطق وفي ذلك ينقل جلال الدين السيوط في باب الأضاد من المزهر الأقوال الآتية قال في الجمهرة الشعب الافتراق والشعب الاجتماع وليس من الأضاد وإنما هي لغة لقوم فأفاد بهذا أن شرط الأضاد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة وقال الأزدي في كتاب الترقيص أخبرنا أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة حدثنا عبد الرحمن عن عمه يعني الأصمعي قال خرج رجل من بني كلاب أو من سائر بني عامر بن سعصع إلى دي جدا ملك اليمن فأطلع إلى سطح والملك عليه فلما رآه الملك اختبره فقال له ثب أي قول فقال ليعلم الملك أني سامع مطيع ثم وثب من السطح فقال الملك ما شأنه فقال له أبيت اللعنة إن الوثب في كلام نزار الطمر أي القفز والوثوب فقال الملك ليست عربيتنا كعربيتهم من ضفر حمرة أي من أراد أن يقيم بضفار فليتكلم الحميارية فليس معنى الجلوس والقفز مشتركا في الفعل وثبه لأن الأول في لغة اليمن والثاني في لغة نزار وهما لغتان مختلفتان كذلك اشترط بعض اللغويين ألا تكون الأضاد نتيجة توسع مجازي أو نحوه في التعبير وفي ذلك ينقل الصيوط عن القال في الأمال قوله الصريم الصبح سمي بذلك لأنه انصرم عن الليل والصريم الليل لأنه انصرم عن النهار وليس هو عندنا ضبا وقال النطفة الماء تقوى على القليل منه والكثير وليس بضبه وهكذا تكثر الشروط حول الأضاد حتى تنتهي ببعض اللغويين كابل دورستويه إلى إنكارها إطلاقا قال السيوط نقلا عنه في شرح الفصيح النوء الارتفاع بمشقة وثقة ومنه قيل للكوكب قد ماء إذا طلع وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا وأنه من الأضباد وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضباد انتهى فاستفدنا من هذا أن ابن دورستويه ممن ذهب إلى إنكار الأضباد وأن له في ذلك كتابا مؤلفا ومهما يكن من شيء فالأمر الواقع وأن هناك أعدادا كبيرة مما يسمى بالمترادف والمشترك والأضباد يعتبر أكثرها من التضخم المنهك للغا كما قلنا وإن كان المتكلمون والكتاب أقل اكتراثا بها من اللغويين وبالتالي هم أقل معاناة من انتقالها ورزوحا تحت أعبائها المعجميات الأصل في اللغة أن تكون ممطوقة لا مكتوبة دائرة على الألسنة لا مسجلة في بطون الكتب وقد ظلت اللغات ظهرا طويلا لا تعرف الكتابة ولا تفكر فيها حتى إن بعض اللغات القديمة نشأت كما قلنا وترعرعت ثم اندثرت قبل اختراع الكتابة فضاعت تماما ومن تلك اللغات السامية الأم التي أنجبت العربية والأكادية والآرامية والكنعانية وما تفرع عن هذه من بعد من لغات ولهجات والأصل في ألفاظ اللغة أن تكون كلها مفهومة من الناطقين بهذه اللغة متداولة بينهم جارية على ألسنتهم لا يحتاجون إلى إضاح شيء منها ولا يسألون عن شرح أي كلمة فيها ولكن اللغة مادة رجراجة مائعة دائمة التموج والتحول لأن البشر عندما اخترعوها أرادوا لها أن تكون آلة الفكر تؤمن التعبير عنه وتداوله وتطوره والفكر لا حدود له ولا نهاية لتطوره ومنذ اللحظة الأولى التي صنع فيها هذا الفكر اللغة نفسها راح يتحداها وأدخلها معه في سباق يكاد يكون غير عادل وينطلق دائما إلى آفاق جديدة ويرقى نحو الأسمى وهو في أثره تحاول جاهدة أن تبقى على مستوى وأن تتقدم بنفس سرعته وإذا كانت الطبيعة الأصلية للغة في المجتمع الواحد أن تكون واحدة على كل لسان فإن الطبيعة الأصلية للفكر أن يتوزع أجزاء على كل عقل بحيث يكون مجموع ما حظيت به كل العقود من أقسام الفكر هو التراث الفكري أو الثروة الفكرية للمجتمع فرجل الدين له شريحة من الفكر غير الطبيب أو المهندس أو الجندي أو البحار أو السياسي أو الشاعر أو الفلاح أو الفيلسوف أو ربة البي إلى ما لا يكاد ينتهي من فئات البشر بحسب نشاطهم وإسهامهم في بناء العالم الذي نعيش فيه أو هدمهم والمفروض في الأصل أن تكون اللغة ميكا للأحياء لأن الأموات لا يتكلمون أما الفكر فيورث وينبني بعضه على بعض ويتعالي فيه الأموات مع الأحياء السلف مع أقدم العصور مع الخلف إلى آخر الظهر لهذا فإن اللغة التي هي آلة الفكر وخادمه تتسع وتتسع حتى لا يمكن أن يحيط بها لسان واحد ولا عصر واحد كما كما أن ألفاظها وحتى قواعدها النحوية تتفاوت في العموم والشيوع والانتشار على نحو يقل ويكثر بين المتكلمين لأن الإنسان أصبح يفكر عن طريق اللغة فأصبحت اللغة أيضا من تراثه الفكري ومع رقي الفكري وظهور النصوص الأدبية والدينية ارتبط الإنسان بالنفض وتعلق به وقدسه وحفظه وتوارثه وتناقله ومع اختراع الكتابة قيد من ذلك ما استطاع أن يخلده للأجياد ومع الزمن ازدادت الحصيلة وتضخمت واستعفى كثير من محتوياتها على الأفهام فظهر الشرح والتفسير مع ظهور الغريب أما النسبة بين هذه الحصيلة اللغوية الضخمة واللغة الفعلية فكالنسبة بين خزان الماء العام لمدينة من المدن وما يستعمله كل واحد من أبناء هذه المدينة في بيته من هذا الماء ويذكر رينا أن أحد اللغويين العرب زعم أن في لغتنا العربية 12 مليون و305 ألاف وأربعمائة واسنتي عشرة لفظة ونحن نعلم أن المثقف العربي المعاصر لا يكاد معجمه العادي الذي يستعمله في الكتابة والتأليف والكلام يتجاوز ستة آلاف لفظة والفرق بين الرقمين رهيب جدا والنترك اللغة العربية قليلا لنأخذ بعض الإحصاء من لغة أخرى كالفرنسية مثلا وهي لغة حديثة تأتي في الصف الأول من لغات الفكر المعاصر القوية الحية المتطوعة يذكر اللغوي الفرنسي هنري مترا في كتابه الألفاظ الفرنسية أن معجم لاروس الصغير طبعي سنة 1961 ميلادية قد أثبت نحو من خمسين ألف لفظة فرنسية وأن معجم الأكاديمية الفرنسية طبعت سنة 1787 ميلادية مع التزامه ألا يثبت إلا الألفاظ الأصيلة الصحيحة الفصيحة وأن تكون مع ذلك ألفاظا عامة وليست مصطلحات تقنية خاصة قد احتوى ما يقرب من ثلاثين ألف لفظة أما معجم لاروس الموسوع الكبير ففيه ما لا يقل عن مئتي ألف لفظة والمعجم المسمى جامع اللغة الفرنسية الذي أشرف على جمعه وترتيبه اللغوي الفرنسي ماريو روك إلى أن توفي سنة 1938 ميلادية ومن ومن بعده كنز اللغة الفرنسية الذي أشرف عليه المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ووضع تحت إدارة اللغوي بول يحتوي على مئات الآلاف من المواد وعشرات الملايين من الاستعمال إلى جانب ذلك نجد معجما ألفه اللغوي الفرنسي كوبنهاين وسماه المعجم الأساسي وقد التزم فيه إثبات الألفاظ المستفيدة لاستعمال فقط فلم يتجاوز عددها ثلاثة آلاف وقد ظهر من الإحصائيات التي عملت بعد ذلك أن مجموع الناطقين باللغة الفرنسية لا يستعملون بل لا يفهمون مجتمعين إلا تسعة آلاف لفظة فقط من المادة اللغوية الفرنسية وأكثر من هذا أن بعض العلماء حاول إحصاء تكرر الكلمات في النصوص الأدبية المختلفة ومن أشهر ذلك المعجم الإحصائي للاستعمالات اللغوية للغوي هينون فقد أحصل ألفاظ الدائرة في أربعمائة ألف نص من نصوص الأدب روايات مصرحيات أشعار تغطي القرن الثامن عشر وأواخر التاسع عشر وأوائل العشرين فظهر أنها جميعا تدور على تسعة آلاف لفظة فقط من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة كلام العرب وقضايا اللغة العربية ونواصل الكراءة في موضوع المعجميات واختار اللغوي فاندر بيكا مجموعة من النصوص أكثر ترابطا وانسجاما كلها من النثر الأدبي والصحفي والعلمي من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وأجر التجربة على مليون واتمائة وسبعة وأربعين ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين مناسبة في النصوص المذكورة فكانت النتيجة أن الألفاظ المستعملة فيها جميعا هي تسعة عشر ألفا كذلك قامت مؤسسة اللغة الفرنسية الابتدائية بتشجيل صوتي لمائة وثلاث وستين محادثة بين الواطنين من مختلف مقاطعات أفرنسا وأقاليمها وكانت هذه المحادثات مركبة في مجموعها من ثلاث مائة واثني عشر ألفا ومائة وخمسة وثلاثين لفظا فتبين أنها كلها تقوم على معجم عدد ألفاظه سبعة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون لوضة أما الألفاظ التي ترد في تعليم المرحلة الأولى الابتدائية وعدد كلماتها ألف وثلاثمائة وثمان وستون فإنها لا تتجاوز معجما عدد ألفاظه سبعمائة وهذه طبعا هي أكثر الكلمات شيوعا وجريانا على الألسلة فالمعجم إذن بالنسبة للاستعمال وعاء تحفظ فيه اللغة وهو بهذه المثابة مفروض فيه أن ينبه الباحث إلى الثمين والغف من محتوياته إلى المفيد والأقل فائدة إلى الضروري وما لا لزم له إلى الثابت الأصيل والمسكوك فيه أو المزير وهو مطالب بأن يتكيف حسب حاجة المستعين به بحيث تكون هناك ألوان شتى من المعاجم وهو مسؤول عن حفظ اللغة وعن تطويرها أيضا فهل عندنا في عالمنا العربي من المعاجم ما يحسن حمل كل هذا ولكن قبل ذلك لماذا تؤلف المعاجم قلنا إن المفروض أن المتكلم بلغته القومية لا يحتاج فيها إلى شرح لغ أو بيان معنى كلمة نعم قد يحتاج إلى تفسير جملة أو إضاح تركيب أو جلاء المغزى الخفير في نص من النصوص أما اللفظ فهو ملكه لا يحتاج إلى من يعرفه به ولعل ذلك هو السبب في أن المعاجم الأولى التي عرفها الإنسان كانت معاجم ترجمة أو معاجم زوجية أي أنها تجمع ألفاظ لغة أخرى أجنبية وتعرف بها واحدة واحدة بطريقة وضع اللفظ القوم المعادل في المعنى أمام اللفظ الأجنبي وهذا النوع من المعاجم ما يزال من أهم الأنواع وألزمها لمختضيات الحضارة فمن منا لم يشعر بالحاجة إلى معجم إنجليزي عربي أو فرنسي عربي أو ألماني عربي أو روسي عربي أو عبري عربي إلى آخر هذا النوع أي المعجم الزوجي أو معجم الترجمة نجده معروفا في العراق القديم إذ جاء الساميون من جزيرة العرب في غضون الألف الثالث قبل الميلاد وأسسوا لهم حضارة ودولة ونظمة اجتماعية أخذت معظم عناصرها الأساسية من حضارة الشومريين سكان العراق قبل الساميين وكان مما أخذوه عنهم الدين والكتابة قد طروا إلى تعلم اللغة الشومريين وترجم أساطيرها وشرائعها وآدابها إلى لغتهم الأكادية السامية ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى عمل مجاميع لغوية زوجية أي قواميس شومرية أكادية لا تشبه ما قد نفكر فيه عند سماع كلمة قاموس الآن فهي ألواح من الفخار مقسمة إلى أعمدة أولها للشومري والثاني للعلامة المسمارية العامة التي تعبر عنه في اللغتين لأن هذه العلامة كانت ذات قيمة دلالية لا صوتية بقيت في الخط المسماري منذ أن كان هيروغليفيا أي تصويريا لا مقطعيا كما هو الشائع فيه بعد ذلك وفي عمود ثالث يسجل معنى ذلك باللغة السامية الأكادية ثم البابلية أو الأشورية وقد وجدت من هذه الألواح نماذج قيمة جدا في مكتبة الإمبراطور الأشور أشور بنبال في مينوي كان السبب الأول والأهم إذن للتفكير في تأليف المعاجم هو البحث عن معنى لفظ في لغة أجنبية بعد ذلك يأتي سبب آخر للتفكير في تأليف المعاجم وهو البحث عن معاني الألفاظ النادرة لاستعمال أو الغريبة في داخل اللغة نفسها ذلك أن اللغة كما أسلفنا أصبحت تورث من جيل لآخر مع بقية التراث الفكري وخلال تلك المسيرة الطويلة كان كثير من الكلمات يختفي في ذاكرة المتحدثين لأن المظهر الحضاري الذي تعبر عنه هذه الكلمات قد تضاءل أو اختفى وفي أثناء اطلاع الأبناء على مخلفات الآباء يجدون ألفاظا من هذا النوع لا يفهمونها تماما ولذلك دعت الحاجة إلى معجم يشرح هذا الغريب يضاف إلى ذلك على ضوء النماذج الإحصائية التي أشرنا إليها كون متحدث لا يعي في ذاكرته إلا الجزء الأقل من الثروة اللغوية القومية العامة فليس غريبا أن يصادف عند السماع أو القراءة كلمات مستعملة في أمته لا يعرف معناها بدقة ووضوح كذلك قد يخطر بالفكر معنا لا يجد الإنسان له لفظا فيما وعده ذاكرته من كلمات فيشعر بالحاجة إلى البحث عن هذا اللفظ عند كنوز لغة التي تراكمت فيها ثروات ضخمة من الألفاظ مع الزمن وهكذا تظهر المعاجم الموضوعية أي المرتبة على حسب الأفكار أي الموضوعات أو المعامل التي تخطر ببال مستعمل اللغة وتحتاج إلى ما يؤديها من كلمات وحسب ما تقدم نجد أنفسنا أمام ثلاثة أنواع من المعاجم أولا معاجم الترجمة أو المعاجم الزوجية أو ثنائية اللغة التي تحدد المفاهيم بين ألفاظ اللغة القومية ولغة أجنبية ويلحق بهذا النوع معاجم ظهرت بعد ذلك تعطي المعنى بألفاظ أكثر من لغة واحدة أمام لغة اللغة القومية نفسها وهي المعاجم المتعددة اللغات ثانيا المعاجم اللغوية أو الأبجدية وهي التي تشرح ألفاظ اللغة حتى يستعين بها الباحث على معرفة معنى ما يصادفه من الغريب ثالثا المعاجم الموضوعية أو التجانسية أو معاجم المعاني وهي التي تركب الثروة اللغوية في مجموعات من الألفاظ تندرج تحت فكرة واحدة فمثلا يجد الباحث فيها في مادة أسرة جميع الألفاظ الدالة على الأبوين والأقارب بحسب درجاتهم في القرابة سلفا كانوا أم أندادا أم خلفا وإذا احتاج إلى لض دقيق يدل على لون يراه مثلا فإنه يجد في مادة لون كلما تضنه اللغة من أسماء الألوان بدرجاتها المختلفة ومن المعاجم اللغوية الأبجدية تفرعت فروع حديثة في فم تأليف المعاجم أهمها ألف المعاجم الاشتقاقية أو التأصيلية ويسميها بعضهم التأثيلية وهي التي تبحث في أصول ألفاظ اللغة باء المعاجم التطورية أو التاريخية وهي معاجم تهتم بأصل المعنى بعكس سابقتها التي تهتم بأصل اللغة وهي تتبع استعمال اللغة عبر العصور والنصوص وما ترأ على معناه من تطور فتثبت ذلك وتؤرخ له جين المعاجم الموسوعات يسمى المعجم منها أحيانا معلمة وهي سجلات أبجدية لمعارف البشر عامة أو في فرع من الفروع يستوفى شرحه من الناحية العلمية وباختصار هو دائرة المعارف دال المعاجم الخاصة أو التقنية أو معاجم المصطلحات وهي التي تهتم بحصر مصطلحات علم معين أو قائم بذاته وتشرح مدلول كل مصطلح حسب استعمال أهله والمختصين به والآن وقد قدمنا جدولا بأهم أنواع المعاجم نعود محاولين توضيح كل نوع المعاجم الزوجية أو المتعددة اللغات ذكرنا أن الأصل في هذه المعاجم وهي أقدم الأنواع هو إعطاء أداة صالحة للمترجم يجد فيها في مقابل اللغ الذي لا يفهمه في لغة أجنبية ما يساويه ويعادله في لغته القومية فهذا المعجم إذن مفروض فيه ألا يشرح اللظة الأجنبية بتعريف أو تفسير وإنما يعطي الكلمة المعادلة لها تماما ولكن لكل حضارة خصائص مميزة لها ألفاب لا مثيل لها في كثير من اللغات الأخرى وهنا يتعين على مؤلف المعجم التصريح بأن هذا اللفظ أو ذات من خصوصيات تلك اللغة بعينها ويشرحه بجملة أو فقرة تبرز مدلوله بهدوح مستعينا بما يراه ضروريا من أمثلة وشواهد فعندنا في اللغة العربية مثلا كلمة معناها التقدمة التي يجب على الرجل إعطاؤها للمرأة عند الزواج تأكيدا لجدية العقد المبرم بينهما إذ لو كان مجانيا لأقبل عليه كل مواجن أو مستهتر هذه الكلمة هي المهر وهو ليس ثمنا للمرأة ولا ضريبة على الزواج وقد وضع له بعض الأوروبيين مقابلا باللغة اللاتينية ترجمته الحرفية ثمن البكارة وهو معادل خاطئ لا يتفق والعرف العربي ولا تقره الشريعة الإسلامية لأن المهر يدفع عن زواج البكر والثي بجميع وفي الحالة الأخرى لا يمكن أن يكون ثمنا للبكارة وهناك من ترجموه بأنه ثمان المرأة كما قلنا وهم قد أخطأوا أيضا لأن المرأة لا ترده عند الطلاق وكان الأولى أن يكتب اللفظ العربي كما هو وينظر إليه على أنه لفظ دخيل لمعنى خاص غير معروف في المجتمعات التي تستعمل هذه اللغات الأجنبية وهذا ما فعله بعض المدققين من تراجمتهم ومثل هذه الألفاظ كثير جدا وما يزال محتاجا إلى أن يفرد بدراسات تتعاون عليها علوم اللغة والاجتماع وتنبغي الإشارة هنا إلى أن حاجة المترجمين قد مست أيضا إلى أنواع عكسية من هذه المعاجم أي لا تبدأ بترتيب الألفاظ في اللغة الأجنبية بإعطاء مقابلها في اللغة القومية بل العكس فكما أن عندنا معاجم إنجليزية عربية مثلا نجد كذلك معاجم عربية إنجليزية وهذه المعاجم التي سميناها معاجم الترجمة تزداد الحاجة إليها يوما بعد يوم مع اتساع مجال الاتصال بين شعوب البشر وضرورة اطلاع كل أمة على علوم الأمم الأخرى وفنونها وانتشار التجارة والأعمال المصرفية وتعقد العلاقات السياسية الدولية مما جعل الدقة المتناهية في الترجمة أمرا لا غنى عنه وأصبح الخلاف على كلمة في اتفاق أو معاهدة أو إعلان أو ميثاق قد يجر إلى عواقب وخيمة جدا ونحن نعلم أن هيئة الأمم المتحدة في تنظيمها الباولي تعتمد على خمس لغات أساسية هي الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية وأن كل ما يتخذ فيها من قرارات يصدر بهذه اللغات الخمس وكل منها يعتبر أصلا لا ترجمة عند الخلاف أو التقاض المعاجم اللغوية الأبجدية أو معاجم الغريب وهي معاجم ظهرت منذ العصور القديمة أيضا لتكون خزائن تحيط بمادة اللغة كلها أو هذا على الأقل هو مطمع الكثيرين من مؤلف هذه المعاجم ويذكرون أن الشرق الأقصى وبخاصة الصين أعطى مؤلفات من هذا النوع منها معجم يرجع إلى سنة 150 قبل الميلاد اسمه شو أوان من تأليف هوشون ومعجم آخر من سنة 530 بعد الميلاد ألفه كو يي وانج واسمه يوبيين كذلك وضع اليونان والرومان معاجم من هذا النوع منها معجم هيلديوس السكندري في القرن الرابع الميلادي ومعجم هيلديوس بولوكس وهو مرتب بحسب الموضوعات وهدان المعجمان يونانيان وفي عهد الإمبراطور الروماني أغسطس حوالي ميلاد المسيح ظهر معجم فاليريوس فيلاكوس وعنوانه معاني الألفاظ كما ألف هزيشيوس السكندري في القرن الرابع الميلادي معجماً لللهجات والتعبيرات وألف أونيوس السكندري معجماً لمعاني المشترك أما في لغتنا العربية فقد بدأ اللغويون بحصر مادة اللغة في مجاميع على شكل رسائل تحتوي كل منها على الألفاظ الخاصة بموضوع معين ككتاب أبي حنيفة الدينوري أحمد بن أبي داود بن ونند المترفى حوالي سنة مئتين وتسعين هجرية في النبات وكتابه في الأنواع وكان أستاذه أبو نوسف يعقوب بن إسحاق بن سكين المترفى سنة مئتين وأربع وأربعين هجرية قد استهر في هذا اللون من التأليف أيضاً وكتب في النبات والأصوات والفروق التي تتميز بها بعض الكائنات المتشابهة كما استهر من هذه الطبقة الأصمع وأبو حادم السكستاني وابن خالويه وغيرهم وظهرت كتب جامعة لمادة اللغة مرتبة بحسب الموضوعات منها كتاب الألفاظ لابن سكين وهو أقدم ما ألف في هذا النوع ومبادئ اللغة للإسكافي المترفى سنة أربعمائة وإحدى وعشرين هجرية وفقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالي بن نيسابوري المترفى سنة أربعمائة وتسع وعشرين هجرية ثم المعجم الموضوع الجامع المسمى بالمخصص من تأليف أبي الحسن علي بن اسماعيل الأندلسي المشهور بابن سيدة المترفى سنة أربعمائة وثمان وخمسين هجرية وهو يقع في سبعة عشر جزءا أما كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني المترفى سنة ثلاثمائة وسبع وعشرين هجرية فإنه يصرف همه إلى انتقاء تعبيرات بعضها جمل كاملة مرتبة بحسب الموضوعات لإنداد الكتاب ولا سيما كتاب الدوان بأساليب فصيحة يضعونها كما هي في كتاباته أما المعجمات الأبجدية فإن أول من فكر في التأليف فيها هو الخليل بن أحمد الفراهيد البصري وقد وضع معجم العين وتوخى فيه ترتيب الألفاظ بحسب الحرف الأول منها مبتدئا بحروف الحلق وجاريا في ترتيبه على مسار جهاز النطقي إلى الشفتين وسمى معجمه كتاب العين لأنه بدأ بهذا الحرف وترتيب حروفه الأبجدية هو عين، حاء، هاء، خاء، قاف، كاف، جين، شين، ضض، صاد، سين، زاي، طاء، بال، تاء، راء، لام، نون، ساء، باء، مين، حمزة ياء، هذا ما ذكره الأستاذ الدكتور علي عبدالواحد وافي وقد سقط في هذا الترتيب الغين والثاء والذال، والضاء، وظهرت أقدم نسخ هذا الكتاب حوالي سنة 250 هجرية أي بعد وفاة الخليل بأكثر من 75 سنة مما أثار الشك في نسبته إليه لا سيما أن ما وقفنا عليه من هذا الكتاب يحتوي على صنوف من السهو والإهمال تناقض ما عرفناه عن الخليل من دقة وتعلق بمنهج محكم لا يسهل تطرق الخطأ إليه ويرى الباحثون الأوروبيون أن كتاب العيد يتبع نمط الهندي في المعاجم السنسكريتية من حيث الترتيب على مخارج الحروف اتداء من أقصى الحلق إلى الشفتين ويبدو لنا أن الخليل قد فكر في متن اللغة تفكيرا حسابيا رياضيا فتصور أن حروف المعجم يمكن تتبعها فيما يجوز أن يتركب منها من الكلمات ابتداء من الكلمة ذات الحرف الواحد إلى الألفاظ المزيدة المركبة من ثمانية أحروف ثم يتتبع ما عليه شاهد من كلام العرب من هذه التركيبات فيثبته على أنه مستعمد وما لم يجد عليه شاهدا يثبته على أنه مهمد وهو منهج دقيق جدا ولكنه يستوعب من الجهد والوقت ما يتجاوز الشخص الواحد إلى العشرات من الباحثين ولذا فمن المحتمل أن يكون الخليل قد مات دون أن ينجز هذا العمل الضخم ثم جاء بعض تلاميبه من بعده فاختصروا الطريق وكتبوا شيئا مستمدا من فكرة الخليل دون أن يكون تنفيذا لتخطيطه بدقة وهذه الفكرة في تأليف الحرف مع الحرف هي التي جعلت كتاب العيد لا يقف عند الاشتقاق العام المبنية على القواعد المقررة في علم الصرف بل كان كثيرا ما يخوض في الاشتقاق الكبير فيتكلم مثلا عن المواد ضامة ضمى وضمى وانضي في موضع واحد وعلى ذلك يكون الخليل هو أول من فتح عيون تلاميبه على ظاهرة الاشتقاق الكبير قبل أن يفطن إليها أبو علي الفارسي وابن جني وإذا كان كتاب العيد يمثل ما قبل تاريخ المعجم العربي فإن التاريخ الحقيقي لصناعة المعجم يفتتح بمعجم الجمهرة أو جمهرة الكلام لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد وقد عول على كتاب العيد وما وصله من المجاميع اللغوية للأصمع وأبي عبيد وغيرهما وما حفظه هو من الأشعار والأراجيز وما سمعه مشافهة من الأعراض ورتب مواده ترتيبا أبجديا ولكنه حاول أيضا أن يسهل منهج الخليل فكان يبدأ بالثنائي من الألفاظ أب أت أث بت بث بج إلى آخر الحروف ثم ينتقل من الثنائي إلى الثلاثي ثم الرباعي وما يلحق به ثم الخماسي والسداسي وملحقاتهما وجمع النوادر في باب مفرد واصطمع طريقة الخليل في جمع فروع المادة فذكر في كل أصل ثلاثي ما تفرع عنه على طريق الاشتقاك الكبير والظاهر أن الكتاب كان شديد الشبه بكتاب العيد لدرجة أن بعض معاصر ابن دريب قال فيه جائه ابن دريب بقرة وفيه عي وشرح ويدعي من حنقه وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره ويقال إن الذي هجاه بهذا الشاع هو نفطويه النحوي البسدي المعاصر له إبراهيم بن محمد بن عرف بن سليمان بن نغيرة ابن حبيب بن مهلب ابن أبي صفرة المتوفى سنة ثلاثمائة وثلاث وعشرين هجرية ويقال إن ابن دريب رد عليه الهجاء بقوله لو أنزل النحو على نفطويه لكان ذاك الوحي سخطا عليه وشاعر يدعى بنصف اسمه مستأهل للصفع في أخدعيه أحرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه من فضلك تابع بقية المادة ونواصل القراءة في موضوع المعجميات وتوالى مؤلف المعاجم بعد ابن دريب فمنهم أبو علين القالي صاحب الأمالي المتوفى سنة ثلاثمائة وست وخمسين واسمه إسماعيل بن القاسب بن عيذون ابن هارون البغدادي ويسمي معجمه البارع ذكر الدكتور علي عبدالواحد وافي أنه زاد فيه ما جاء في كتاب العين للخليل وقال الصيوط في بغية الوعاه إنه لم يتم الأزهري أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر ويسمي معجمه تهديب اللغة واشتهر باسم التهديب ويقع في عشرة مجلدات وترتيبه يجري على منهج القليل في كتاب العين الصاحب بن عباد ألف معجما اسمه المحيط باللغة في عشرة مجلدات كما اختصر معجم بن دريب باسم جوهرة الجمهرة الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي وقد اشتهر معجمه تاج اللغة وصحاح العربية باسم الصحاح جمع فيه أربعين ألف مادة من اللغة العرب سمع كثيرا منها مشافهة من الأعراب في بطن جزيرته وكلماته مرتبة على حروف المعجم لكن على حسب الحرف الأخير من الكلمة وهو على متانة تأليفه لم يسلم من الاستدراك والتصحيح والتغليط وكان ممن تعقبه في ذلك من مؤلف المعاجم الفيرو زبادي صاحب القاموس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني أستاذ الصاحب إسماعيل بن عباد وألف معجمين أحدهما يسمى المجمل وهو مرتب بالحروف الأبجدية حسب أوائل الكلمات والثاني مقاييس اللغة وهو كبير ذكروا أنه يقع في خمسة مجلدات وقد نشر في ستة مجلدات وألف ابن سيدا إلى جانب معجمه الموضعي المخصص الذي سبقت الإشارة إليه معجما أبجديا اسمه المحكم والمحيط الأعظم أو المحكم في لغة العرب وجمل من غريب الكتاب والحديث وفنون من النحو والأدب وهو مرتب كترتيب العين للخليل والتهديب للأزهري وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن سيدا في كلا المعجمين الذين ألفهما اهتم إلى جانب اهتمامه بمثن اللغة بالصيغ الصرفية المختلفة وما فيها من غرائب وشواد ونواد وكان يفتح لذلك أبوابا خاصة في الكتابين ومن المعاجم الجديرة بالذكر أساس البلاغة للزمخشري جار الله محمود بن عمر والمعجم مرتب بحسب أوائل الألفاظ مجردة من الزوائد ومردودة لأصولها كالعادة على نظام الأبجدية المعروف لنا يقول الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وقد نهج الزمخشري في شرح الكلمات منهجا خاصا به فهو لا يفسر الكلمة بل يشير إلى مواطن استعمالها بذكرها في عبارات مؤلفة أو مأثورة من فصيح الكلام العربي شعره ونثره ويترك للقارئ استخلاص معينيها المختلفة من سياق العبارات التي ترد فيها والواقع أن الزمخشري يصنع هذا إذا كان المعنى الأصلي للكلمة من المعاني الواضحة المألوفة أما إذا كانت الكلمة على جانب من الغرابة في دلالتها فإنه يبدأ بتفسيرها يقول مثلا في مادة جين باء لام جب له الله على الكرم خلقه إلى آخره ويقول مثلا في مادة طارا سين كتب في الطرس وفي التروس وهو الصحيفة إلى آخره وفي مادة غين وضاد وفاء عيش أغضف ناعم لي من الغضف في الأذن وهو الاسترخاء وتغضف عليه تعطف وتغضفت الحية تلوى وتقول نحن في عيش أغضف لا بؤس ولا شضر بينما هو يقول في مادة شين يا نون هو فعل شائن وهذه شائنة من الشوائن ووجهك شين ووجه زين فلا يشرح لوضوح الدلالة أما الذي يمتاز به هذا المعجم بحق فهو تتبع الاستعمالات المجازية للألفاظ والفصل بينها وبين الدلالة الحقيقية وهو معجم أدبي لا يدعي استقصاء كل ألفاظ اللغة وإنما يجمع الفصيح الوارد في أساليب الأدباء والبلغاء وكأنه التزم ما ينم عنه عنوانه وهو أساس البلاغة وألف أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني معجما مشهورا لألفاظ القرآن الكريم خاصة يدعى المفردات وقد حاول فيه محاولات طيبة في سبيل رد بعض الألفاظ المعربة إلى أصولها كما توخت دقة في الإبانة عن معاني الألفاظ مستعملة في آيات الكتاب العزيز ويلحق بهذا النمط من المعاجم النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير والكتابان مرتبان على حروف المعجب ويجيء بعد هذه الطبقة الصغاني رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري صاحب المعجم الكبير العباد وقد اهتم فيه بأصل معنى كل مادة قبل تفريع دلالاتها كما اهتم بالاشتقاق بنوعين الصرفي القياسي العام والاشتقاق الكبير وله معجم آخر سماه تكملة الصحاح وهو مكمل لمعجم الجوهري وأكبر منه حجما ولعل أوسع معاجم العربية وأغزرها مادة وأدقها تحريرا وتعبيرا لسان العرب لابن منبور جمال الدين محمد بن جلال الدين بن مكرم الأنصار الخزرجي وقد أخذ مادة معجمه من تهديب الأزهري ومحكم بن سيدة ونهاية بن الأثير وجمهرة بن دريب وصحاح الجهري وما ظهر على الصحاح من حواش واستدراكات ويحتوي لسان العرب على زهاء ثمانين ألف مادة وهو عدد لم يجتمع لمعجم عربي آخر وكلماته مرتبة على حروف المعجم بحسب أواخرها بعد تجريد المواد من الزوائد وردها إلى أصولها كذلك يمتاد بثروته الفائقة من الشواهد على المعاني المختلفة يسوق في ذلك نصوصا من القرآن والحديث والشعر والأمثال والخطأ وهو يقع في عشرين جزءا كبيرة وعلى النقيد من اللسان كان معجم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيون المتوفى سنة سبعمائة وسبعين هجرية من أوجز المعاجر وكان الفراغ من تأليفه سنة سبعمائة وأربع وثلاثين هجرية أي بعد اللسان بفترة وجيزة والشرح الكبير الذي يذكر في العنوان أنه يحيط بغريبه هو الذي ألفه الإمام الرافعي شرحا لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي للغزال وهو مرتب على حسب أوائل الألفاظ ولم يحط إحاطة كافية بمادة اللغة ولكنه على العموم قد أجاد شرح ما أورده من ألفاظ لا سيما ما كان منها من مصطلحات الشريعة الإسلامية وقريبا من ذلك الوقت ألف الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي سنة سبعمائة وستين هجرية معجما اختصر فيه الصحاح للجوهري وسماه مختار الصحاح وكان ترتيبه كترتيب الصحاح أي بحسب أواخر الألفاظ ولكن الطبعة التي أصدرتها وزارة المعارف المصرية سنة ألف وتسعمائة وخمس هجرية جرت على الترتيب بحسب أوائله وكان ذلك بفضل الأستاذ محمود خاطر وبمراجعة الشيخ حمزة فتح الله ولعل أشهر معجم ينافس لسان العرب هو القاموس المحيف لأبي طاهر محمد بن عقوب مجد الدين الفيروزبادي الشيرازي وهو مرتب على حسب أواخر الألفاظ مثل الصحاح واللسان إلا أنه في ترتيب الفصول داخل كل باب وضع حرف الواو بعد حرف النون مباشرة ووضع بعده الهاء ثم الياء وذكر أن ذلك من باب الاحتيار لإحكام الفصل بين ما آخره واو وما آخره ياء وعدم ترك أي فرصة للخلط بينهما والواقع أن مظاهر الدقة كثيرة في هذا المعجم ثم إنه أول من استعمل الرموز المختصرة توخيا للإجاز كما أنه لا يكرر اللفظة عند ذكر كل معنى من معانيها كذلك امتاز هذا القاموس بعنايته بذكر الأعلام من أسماء الناس والمواضع وغيرها ولما كان هذا من حيث الحجم أقل من ربع لسان العرب مع أنه يحتوي على ستين ألف مادة من مواد اللغة وقد انتشر واشتهر وعول عليه كثير من دارس اللغة والفيروز بادي نفسه يقول إنه قد اختصره من مؤلف أنهاه قبله وكان يقع في ستين مجلدا واسمه اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب والانتشار القاموس حظي بعناية العلماء فشرحه عدد منهم شروحا أشهرها تاج العروس في شرح القاموس للسيد مرتضى الزبيد الحسيني المتوفى سنة 126 هجرية كما تعقبه في سقطاته وهفواته اللغوي اللبناني أحمد فارس الشدياق في كتاب سماه الجاسوس على القاموس وقد بلغ من شهرة هذا المعجم أن أصبح العرب من بعده يطلقون كلمة قاموس على أي معجم آخر واعتمد عليه اللغوي اللبناني المعلم بطرس البستاني في تأليف معجمه المشهور محيط المحيط كما اعتمد عليه اللغوي الفرنسي اليهودي البولوني الأصل كزمراسكي في تأليف معجمه العربي الفرنسي الكبير وفي ترجمته الفرنسية للقرآن الكريم وتكاد حركة تأليف المعاجم تقف بعد الفيروزبادي برغم ما يظهر من بعد مصر محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني الذي سبقت الإشارة إليه وأقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للشرطوني والمنجد للأب اليسوع لويس المعلوف ومعجم الطالب للمعلم جرجس همام الشوير اللبناني والبستان للشيخ عبد الله البستاني وكذلك مختصره المسمى فاكهة البستان ومختصر المنجد المسمى منجد الطلاب من إعداد الدكتور فؤاد أفرام البستاني رئيس الجامعة اللبنانية ببيروت ثم المعجم الوسيط الذي أسطره مجمع اللغة العربية بالقاهرة كل هذه المعاجم ليست إلا محاولة لإظهار القديم في ثوب جديد دون أن تضيف شيئا جوهريا إلى تلك الصناعة وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي إنها لا تكاد تمتاز عن المعجمات القديمة إلا في حسن التنسيق ونظام الترتيب واستخدام بعض وسائل الإضاحة كرسم ما تدل عليه الكلمات من حيوان أو نبات أو جماد وتعرضها أحيانا لبعض المصطلحات الحديثة في العلوم والشنون والصناعات وما إلى ذلك والمعجم الأبجدي يحتاج في تأليفه إلى ما يلي أولا مادة لغوية مأخوذة من النصوص أما ما رواه اللغوي مما لم تقم عليه شواهد واضحة من الكلام المستعمل عند العرب فإنه على حد قول رينا ينبغي النظر إليه بعين الريبة لأن رواة اللغة من الأعراض ومن يجمعونها من العلماء قد بالغوا كثيرا في تضخيم المادة اللغوية إما تحذلقا ورغبة في الإغراض والإطراف وإما للكسب المادي بكل بساطة وليس معنى ذلك في رأينا وجوب طرح ما لم يكم عليه شاهد من النصوص الأكيدة وإنما ينبغي التنبيه إليه وإلى روايته ولو بإشارة استلاحية معينة تفيد أنه لا شاهد عليه ثانيا ترتيب أبجدي واضح دقيق مع ترتيب الفروع تحت كل مادة بنفس الطريقة والشكل دائما فالأصول الفعلية تبدأ بالمجرد ثم بمزيداتها بنسق لا يختلف كلما وجد وزن من أوزان المزيد ذكر في رتبته الخاصة به من هذا النسق ثم المشتقات الاسمية إلى آخر ولا بأس من الانتهاء بذكر بعض وجوه الاستعمال لألفاظ المادة كلها أو بعضها إن كانت هذه الوجوه شديرة بشرح منفرد كما يفعل أكثر المعاجب في اللغات الحاية الحديثة ثالثا ذكر المعنى الرئيسي للمادة أولا ثم المعاني الفرعية والأقل عموما والخاصة بعد ذلك وإن كان معنا من المعاني قد حدث في دلالة اللفظة في تاريخ معين ذكر ذلك صراحة رابعا إحكام ضبط نطق الألفاظ وهجائها ورسمها في الإملاء إن كانت في ذلك مشكلة خامسا التنبيه على الفصيح والمعرّم والدخيل والمولّة وما كان من الاستعمالات العامية أو السوقية وفي ذلك تلجأ بعض معاجم اللغة إلى الإشارة برموز معينة فالفصيح يترك بدون علامة لأنه الأصل والمعرّب توضع أمامه نجمة صغيرة أو صفر مربع والدخيل يمكن تمييزه بصفر مستدير مصمع أي أسود والمولّد بحلقة صغيرة مفرغة أي بيضاء والعامي السوقي ينص عليه مع بيان وجه الخطأ في استعماله وإذا أمكن ذكر اللغة التي جاء بها المعرّب أو الدخيل وأصل اللظّ في هذه اللغة كان أوفى كما أنه لو أمكن ذكر العصر الذي ترجع إليه اللفظة المولّدة أو المعنى المستحدث لكان ذلك أجود وأدق أيضا سادسا عدم الالتجاء إلى التصوير والرسم التوضيح إلا إذا كان يقينيا وإذا كان ضروريا للشرح لا يمكن الاستغناء عنه بحيث لا يأتي رسم أو صورة لتزيين الصفحات أو للدعاء التطور ومسايرة التقدم العصري وسنتحدث عن ذلك عندما نتناول المعاجم المصورة سابعا أن يكون الشرح واضحا فلا نجد أمام بعض الألفاظ الغريبة كلمة معروح أو نبات في البادية أو نبات ترعاه الإبل أو نوع من الحشرات أو دويبة إلى آخر وأن يكون الشرح مع وضوحه ودقته غير مائل إلى الثرثرة بل تكون الألفاظ محدودة معدودة على قدر التعريف ثامنا عدم شرح لذتين في موضعين من المعجب كل منهما بالأخرى والاكتفاء بذلك تاسعا إذا كان مؤلف المعجب يريد أن يضع كلمة لمعنى وهي غير موجودة في اللغة أو أن يدخل من الألفاظ العامية شيئا لضرورته لمعنى معين وجب عليه أن لا يكتفي في ذلك بالرمز الاستلاحي للدخيل أو المؤلف وإنما ينص على أنه يختار هو اللفظ لتلك الدلالة والنفرد مثلا أنني وجدت أن سطح البيت إذا كان محدبا أو مسنما يمكن أن يسمى باللفظة العامية المصرية جملون التي يبدو أن المصريين لاحظوا في استعمالها شكل سنام الجمل وجمعوها على جملونات فإنه ينبغي أن أذكر أن ذلك من اختياري وإذا كان لي فيه سند ذكرته أيضا كقول شهاب الدين أحمد الخفاجي في شفاء الغليل جملون هو عند عوام مصر سقف محدد قال قائلهم في ظهره جملونات لها عقل عاشرا هناك مصطلحات علمية عالمية لا تينية في الغالب لفصائل النبات والحيوان والمعادن والكواكب والأجرام السماوية ونحوها ولا بأس بوضع ذلك في حاشية بذيل الصفحة لزيادة إضاح كلمة عربية لم تأخذ مكانها بعد في دنيا العلوم الحديثة على أن تراعى الدقة في وضع هذه المقابلات وما دمنا في نطاق المعجم اللغوي فلنوضح ما يتفرع عنه من معاجم لا تهدف إلى شرح معاني الألفاظ فحسب بل تضيف إلى ذلك أهدافا أخرى من البحث العلمي وأشهر ذلك ألف المعاجم الاستقاقية أو التأصيلية وهي معاجم ترد الألفاظ إلى أصولها وتصعد باللغة إلى منابعها الأولى ولما كانت لغتنا العربية في ذاتها منبعا فإن المعجم الاستقاقية ينبغي أن يحقق فيها الأهداف الآتية أولا ذكر المعاني الحسية الحقيقية الدائمة المواد وشرح العلاقات الفكرية التي على ضوئها تنوعت المعاني الأحدث ظهورا وتشعبت عن المعنى الأصلي ثانياً ثانياً ذكر اللفظ نفسه التي جاء فيها في اللغة العربية واللغات السامية الأخرى وإذا كانت هناك أدلة علمية على ارتباط بمواد أخرى على طريقة الاشتقاق الكبير أو غيره وجب ذكرها كالربط بين مواد النور والنار والنهار أو بين مواد دار ودير ودهر إلى آخره ثالثاً ثالثاً رد المعرب والدخيل إلى أصوله في لغاته الأجنبية مع ذكر المعنى الأصلي للألفاظ في هذه اللغات رابعاً ذكر المستقات التي فرعها العرب من بعض المواد المعربة فمثلاً كلمة طلصة يونانية الأصل هي تلسيمة ومعناها الكتابة السرية المستعملة في التعاويض والتمائم والرقى وأعمال السحر المختلفة وأصلها اليوناني معناه طقص ديني سري يقوم به الكهنة وحدها ثم صارت في اللغة العربية واللغات الأوروبية الحديثة بمعنى السر واللغز واشتقى العرب منها الجمع طلاصم وشيء متلصم أي عليه حرز سحري وكل هذا لا يوجد في اليونانية طبعاً من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة كلام العرب من قضايا اللغة العربية ونواصل القراءة في موضوع المعجميات خامساً ذكر بعض التخريجات الطريفة منسوبة إلى من ذكروها إذا كانت تستحق الإثبات فمثلاً كلمة مجون بمعنى الخلاع والاستهتار ذكر الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل قال أبو هلال في كتاب الفروق المجون صلابة الوجه وقلة الحياء من قولك مجن الشيء يمجن مجوناً إذا صلب وغلض ومنه سميت الخشبة التي يدق عليها القصار ميجنة وأصلها البقعة تكون غليظة في الوادي وناقة وجناء صلبة شديدة وقيل غليظة الوجنات والمجون كلمة مولدة لا تعرفها العرب وإنما تعرف أصلها الذي ذكرناه وكأن الشهاب الخفاجي يربط بين المادتين مجن ووجن إذ عنده غلب الوجن وصلابة الوج عند الماجن مرتبطان في المعنى ويقول الشيخ يوسف المغربي في دفع الإصر عن كلام أهل مصر يقولون فلان يتماجن أي عنده مجون وهو صحيح قال مجن مجونا صلبة وغلبة ومنه الماجن لمن لا يبالي قولا أو فعلا كأنه صلب الوجه والمجان كشداد ما كان بلا بدال وماء مجان الواسع الكثير باء المعاجن التطورية أو التاريخية نحن نعلم أن اللغات تعيش حياتها كالكائنات الحية تتغير وتتطور وتن مع نمو الفكر وتقدم الزمن وفي أثناء ذلك تغير كثيرا من بضاعتها فتتخفف مما لم تعد الحاجة تدعو إليه وتضيف ما صار ضروريا وتحور من بعض الألفاظ في النطق أو الإنلاء أو المعنى أو فحو المعنى أو الاستعمال أو الحكم النحوي أو بعض الصياغ المشتق وكل ذلك يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى معجم يساير كل لض من لد المولد في استعمالاته الملازمة له وفي استعمالاته المتطورة ويلازمه إلى يوم تأليف هذا المعجم أو إلى يوم موت ذاك اللض كيف تطورت لضة الجريدة منذ الجاهلية إلى اليوم من حيث المعنى وما علاقة الجريدة اليومية في عصرنا هذا بالجريدة الجاهلية وهي قطبان النخل إذا جردت من الخوس وكيف تمت المسيرة التطورية بين المعنيين كيف تطورت كلمة الأستاذ منذ أن كانت في لغة الفرس قبل الإسلام إلى اليوم وكيف تطورت الأستوانة لفظا ومعنا واستعمالا منذ اليونان القدماء إلى أن دخلت لغة العرب وإلى أن بلت على الأستوانة التي تسجل عليها الأغاني وغيرها ونديرها على الجراموفون وأنا أفضل هذه الكلمة على الحاكي وما إليه كيف استعمل مرء القيس كلمة النفس وكيف استعملها المتنبي أو المعري أو ابن سينة متى ماتت ألفاظ مثل الخندريس والعنتريس والقفندر والدرفس والإيران والأبان والحقطار ومن أين جاءت كلمة المومس بمعنى تاجرة الهوى أو البغر وكيف مات ومتى عادت فبعثت من جديد وماذا حدث من تطور في معانيها وما علاقة هذا التطور بالتطور الاجتماعي وغير ذلك من تتبع التغيير الذي يطرأ على مفردات اللغة ومعانيها عبر الزمان والمكان كل ذلك من اختصاص المعاجم التطورية أو التاريخية جين المعاجم الموسوعية دوائر المعارف هي معاجم للعلم والفكر تمد الإنسان لا بالمعنى اللغوي للألفاظ فحسب بل بخلاصة دقيقة عما يرتبط باللفظ المذكور من بحوث ودراسات ومراجع علمية ففي كلمة لغة مثلا يمكنني أن أعطي مقالا مستفيضا عن آخر ما وصلت إليه البحوث في علم اللغة وفقه اللغة والعلوم اللغوية من نتائج وأن أذكر النظريات والمداهب المختلفة التي تدور حول هذا الموضوع وأن أثبت أهم المراجع مع نبدة عن حياة أشهر العلماء الذين وطدوا دعائم البحث اللغوي وفي كلمة نحو يمكنني أن ألخص مراحل تسجيل قواعد اللغة في العالم ثم حياة هذا العلم عند العرق مع ذكر مذاهب النحويين ومدارسهم وأشهر رجالهم ومؤلفاتهم ومؤلفاتهم إلى آخر وفي كلمة معدن أستطيع أن أذكر أسماء الفلزات والسبائك المختلفة وما يمكن أن يهم الباحثين من كيمياء المعادن وتاريخ التعدين وأثر استعمال كل معدن في العلم والصناعة والاقتصاد ونحو ذلك والمعاجم الموسوعية هي في نفس الوقت مرجع في أسماء الأعلام والتعريف بها سواء في ذلك الشعوب أو الأفراد أو البلدان أو الوقائع الحربية إلى آخر ودائرة المعارف هي السجل الملخص المركز لما وقفت عليه الأمة من آثار العلم والحضارة في الجيل الذي كتبت فيه دائرة المعارف هذه ولذلك فإن دوائر المعارف تحمل الطابع الفكري المميز لكل أمة من الأمة فإن كانت الأمة مبرزة في العلوم الطبيعية والصناعات كانت دائرة معارفها مرجعا ومحل ثقة في ذلك وكذا إذا كانت الأمة ذات قدم راسخ في العمارة أو الموسيقى أو البحرية أو الآداب أو التاريخ إلى آخر ومن دوائر المعارف نوع متخصص فهو يسجل على نحو دقيق متسع أهم المعارف في فرع بذاته من الدراسات والبحوث كدائرة المعارف الإسلامية ودائرة معارف الدين والأخلاق ودوائر المعارف الطبية ونحوها دال المعاجم الخاصة أو التقنية وهي المعاجم التي تعالج شريحة بعينها من النشاط الفكري علميا كان أم أدبيا أم فلسفيا أم غيرها وهذه المعاجم بعكس دوائر المعارف تخاطب المتخصصين ولذلك فهي في حل من استعمال المصطلحات المغلقة الدائرة بين أرباب المهنة فقط ويدخل في هذا النوع معاجم تخصصت في فترة معينة أو نص معين من نصوص اللغة مفردات القرآن للراغب الأصفهاني والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير اللدين سبق لنا ذكرهما في المعاجم اللغوية الأبجدية نظرا للأهمية الكبرى والدائمة التي لألطاض القرآن وكلمات النبي في حياة اللغة العربية ومن هذا النوع من المعاجم التذكرة لداوود الأنطاكي الضرير وهي في جزئها الأهم والأكبر معجم للعقاقير والأعشاب الطبية يليه معجم للأمراض وطرق معالجتها ومن هذه المعاجم حياة الحيواء للدمير الذي يجمع أسماء الحيوان والحشرات والهوام والزواحف والطيور والأسماك معرفا بها وبخصائص كل منها على طريقة عصره حتى إنه يعنى بتفسير رؤيتها في المنام ومن هذا النوع في اللغات الأوروبية معاجم لا تحصى لجميع أنواع النشاط البشري وهي تتجدد من آن لآخر مع رقي الفكر وتقدمه وقد كنا أشرنا إلى نوعين من المعاجم لا يتعلقان بالترتيب الأبجدي وهما على أعلى مكان من الأهمية في معاجم اللغة ألف المعاجم الموضوعية أو التجانسية ويسمونها أحيانا معاجم المتوارد أو معاجم تداعي المعاني وهي الفصيلة من المعاجم التي يلجأ إليها الباحث لا عندما يعصر عليه المعنى ولكن عندما يستعص عليه لفظ يوافق معنا يدور في خاطر وعندنا منها كما ذكرنا المخصص لابن سيد الأندلسي الضرير وهو يرتب جميع الألفاظ العربية تقريبا لا بحسب لفظها ولكن بحسب معناها فالترتيب هنا ليس أبجديا ولكن موضوعي ولذا يتعين على الباحث عند لفظة فيه أن يرتاد الفهرست الموضوعي العام للكتاب كله في أغلب الأحيان وهي في سبعة عشر جزءا فإذا وقع على الباب الذي يظن أن ضالته المنشودة موجودة فيه أخذ يقرأ مفردات الباب من أولها إلى أن يعثر على الكلمة التي تعوزه وقد لا يعرف لذلك فإن الذين طرقوا هذا اللون من المعاجم في اللغات الأوروبية الحية في العصر الحديث اخترعوا نظاما أكثر إحكاما وأسرع في إنباد الباحث بما يريد وفي هذا النظام تقسم الصفحة إلى قسمين أحد هما في أعلاها ترتب فيه الألفاظ أبجدية وبجانب كل لفظة إحالتها إلى المادة الموضوعية التي وردت فيها فإذا كانت اللفظة رأس موضوع هي نفسها طبعت بحرف أشد سوادا أو ميزت بإشارة جانبية ومعنى ذلك أن موضوعها مستقصا في القسم الأسفل من نفس الصفحة وفي النصف الأسفل توضع رؤوس الموضوعات في وسط الصطر وترتب تحتها المفردات المتصلة بالموضوع واحدة واحدة فمثلا إذا رأيت نوعا من الحجارة لا أعرف اسمه ومع ذلك فأنا أراه وأعرف أوصافه لجأت إلى مادة حجر في المعجم التجانسي في حرف الحاء وقد أجده ذكره في أعلى الصفحة ثم وضع عليه علامة تدل على أنه مذكور هو وما يجانسه في أسفلها وأحيانا يحيلني إلى مادة أخرى يكتبها بجانب لفظة حجر ولتكن مادة صخر مثلا فإذا بحثت في حرف الصعب وجدت ما أريده يقينا ومن رواد هذا المنهج بين الأوروبيين اللغوي الفرنسي هو سيير الذي نشر في القرن الماضي معجمه التجانسي الكبير لألفاظ اللغة الفرنسية وقد أصبح المعجم دستورا يسير عليه من جاء بعده من المؤلفين في هذا النوع من المعاجد باب المعجم المصور استعمال الصور في توضيح بعض مواد المعجم حديث في هذه الصناعة وقد لجأ إليه في فرنسا في القرن الماضي بورب بير مثلا ولكنه التزم خطة علمية حميدة وهي أنه اختصر من الرسم على توضيح الخصائص المميزة علميا وتشريحيا لفصائل النبات والحيوان وأشكال الصخور وطبقات الأرض وتفاصيل بعض الآلات والمخترعات الحديثة ونحو ذلك ثم بدأت بعض دور نشر المعاجم في أوروبا تتوسع في التصوير لأن القائمين عليها أحس أنه يكسب المعجم في عين الباحث بثقة أكبر ويترك في نفسه أثرا مبهما وأن هذا المعجم عصري ومساير لآخر مراحل التطور الفكري بدليل أنه يعطي صورا للأشياء الحديثة الممعنة في الجدة ويترتب على ذلك كله سهولة انتشار المعجم وكثرة البيع منه واتساع دائرة تسويقه وظل الأمر كذلك في دار لاروس بفرنسا ومعجم تشامبرانس القرن العشرين في انجلترا ومعجم ميلكسي في إيطاليا وغيره حتى المنجد للأب اليسوع لويس المعروف في لبنان والمعجم العبري الحديد لابن شوشان في تل أبيب والمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة والواقع أن دخول الصورة في شرح دلالة الألفاظ له أخطار كثيرة من أهمها أن الرسام يندر أن يكون لغويا في نفس الوقت كما أن اللغوية ليس من الدقة العلمية والخبرة والدراية فيما يتصل بالعلوم الرياضية والميكانيكية وفنون الصناعة وعلم الأحياء بحيث يستطيع بدون خطأ أن يقول إن الصورة المرسومة هي لهذا المسمى دون غيره لذلك كثرت الأخطاء في المعاجم المصورة أي أضيفت أخطاء الصورة إلى أخطاء التأليف والتعريف مما جعل استعمال الصورة في المعجم أمرا يحتاج إلى طول روية فإذا تبين أن ذلك ممكن وأنه ضروري وجب أن تحدد المواضع التي يؤتى فيها بالصورة طبقا لخطة توضع في المنهاج التنظيمي لتأليف المعجم وتكون لهذه الخطة نفس الأهمية التي للخطة المنظمة لضبط الألفاظ بالحركات أو ترتيب الصياغ المستق في المعجم مثلا بحيث لا تأتي الصور دون ضابط إلا نزوات المؤلفين أو الناشرين أو أهداف التسويق والتوزيع والربح دون احتفال بالمقتضيات العلمية واستعمال الصورة الموضحة في المعجم يختلف عما أصبح يسمى الآن بالمعجم المصور الذي يرجع الفضل في ابتكاره إلى اللغو الألماني المعاصر دودا نظر هذا العالم في مفردات اللغة فوجد الغريب منها يكثر في الحسيات للمجردات إذ إن المجردات تكاد تكون مفهومة على نحو ما من الناس فهم يعرفون ما هو الحب والدين والخير والشر والأدب والعدل والظلم والموت والشرف والكرامة والخيانة ونحوها وقد يختلفون في نظرتهم الفلسفية إليها ولكنهم يتفقون على ما تريد هذه الألقاب أن تدل عليه أما الحسيات فإنهم يجهلون معظمها ما هو الزاغ ما هو العبهر والأطم والبطم وما الإستار إلى آخر كذلك لاحظ دودا أن الألفاظ التي تدل على محسوس تشكل الجانب الأكبر من اللغة وقادته هذه الملاحظة إلى أن يتصور معجما على هيئة مجموعة لوحات مصورة موضوعية فالبيت له لوحة والسيارة وجسم الإنسان والنبات والشجر والسفن وأثاث المنزل وهكذا وعلى الأجزاء الدقيقة المختلفة في كل رسم بكل لوحة توضع أرقام تعين كل التفاصيل التي لها لظ في اللغة وفي الصفحة المقابلة توضع الألفاظ المذكورة بإزاء الأرقام المميزة لها وفي القسم الأخير من المعجم ترتب جميع الألفاظ الواردة فيه أبجديا بدون شرح أو تفسير وأمام كل منها رقم اللوحة التي توجد فيها ورقمها في الرسم وبالرجوع إلى هذا المفتاح يمكن رؤية دلالة الكلمة بالصورة نفسها وهكذا يصبح هذا المعجم لغويا أبجديا وموضوعيا تجانسيا في آل واحد وقد أتم دودا مشروعه ونشر المعجم الألماني المصور الكبير لأول مرة سنة ألف وتسعمائة وثمان وثلاثين ميلادية ومنذ ذلك الحين أثبتت طريقته هذه فائدة كبيرة جدا فالناظر فالناظر في نعجمه يعرف مدلول اللظ الذي يريده بلمحة من بصره على الصورة دون أن يحتاج إلى قراءات طويلة وشواهد عسيرة قد يظل المعنى بعدها غامضا وهو أيضا يستطيع أن يجد ما يشاء من الألفاظ إذا كان يبحث عن ألفاظ لا يعرفها لمعاني خاصة بموضوع معين يشتغل به بمجرد فتح المعجم على اللوحة المزورة لذلك الموضوع ورؤية أجزائها وتفاصيلها وقد بلغ من رواج هذا المعجم أنه ذاع منهجه خارج ألمانيا فظهرت معاجم على نفس النسق للغات الأسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية والعبرية وغيرها وبعد فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى ما نعانيه من نقص في المعاجم فنحن في تلك الناحية نكاد نعيش في العصور الوسطى لا نخرج منها أبدا فمنذ القاموس المحيط للفير وزبادي ولسان العرب من منظور ونحن كما أشرنا وأشار إليه غيرنا نكرر ما جاء فيهما مرتبا ترتيبا آخر أو مختصرا أو مطولا تاج العروس في شرح القاموس للزبيد مثلا أو محلى بالصورة أو مزيدا فيه النزر القليل من المولد ولكن الجوهر واحد وهو أن صناعة المعاجم عندنا في أزمة وهي بعيدة كل البعد عن مسايرة التقدم الفكري والحضاري في العالم العربي الحديد وفي العالم الكبير الذي يعيش المدنية المذهلة التي انبثق عنها هذا النصف الأخير من القرن العشرين لقد أصبح واضحا أن اللغات السامية انقرضت ولم يبقى منها وجها لوجه إلا العرب بلغتهم واليهود بلغتهم وأن هذه الأخيرة كانت قد ماتت موتا نهائيا ولقرون طويلة بحيث أصبحت العربية وحدها هي الوريثة لكل الأمم السامية وهي التي استوعبت هذه الأمم ونهضتها وأدمجتها في الأمة العربية ولكن مع صهونية المغيرة على فلسطين وعلى الكيان العربي كله أصبحت اللغة جزءا لا يتجاه من معركة المصير القائمة واليهود من جانبهم أحسوا بهذا فبدلوا الجهد الكبير المبني في إحياء لغتهم من الممات وعلى مدى قرن واحد من الزمان استطاعوا أن يخرجوها من القبر إلى الجامعة والصحيفة اليومية والإذاعة والتلفزيون والمصرح والسينما والكتاب العلمي والأدبي إلى جائزة نوبي ولم يكن هذا سحرا أو معجزا بل ثمرة درس منظم توجه لغويهم من أمثال العزار بن يهود ويهود جرازو فيستي جور وتورسيناي والقلعي والمالح والمشوشان بمعاجم معاصرة متطورة أدت دورها الفعال في تدعيم الحركة الصهيونية على أساس من اللغة والفكر ما زلنا نعاني من جرائه الكثير وهم في معاجم لم يعيدوا ما جاء في المعاجم القديمة في ثوب قشيب كما فعلنا ولكنهم أعادوا النظر في كل شيء وحاولوا أن يكون المعجم الحديث للغتهم مستودعا للألفاظ التي تليق بالفكر العالمي الحديث ولعل عذر اللغويين العرب وأنهم في نهضتهم اللغوية لم يبدأ من لغة ميتة كما بدأ اليهود فالعربية ظلت حية حتى في عصور الانحطاب وكان متاعها الذي تراكم معها عبر القرون ثقيلا بحق ارتبك فيه كثير من اللغويين ومجامعنا اللغوية على حين كان اليهودي يبدأ من الصفر أو يكاد فكان أقل ارتباكا وكانت حريته في الحركة أوفر وأوسع حتى ابن يهود اعتبر ألفاظ اللغة العربية واللغات الآرمية والسوريانية والكلدانية ميراثا يأخذ منه ما يشاء لإغناء العبرية الحديثة وهذا واضح في معجمه وفي منهج اللغويين اليهود المعاصرين الذين اختفوا أثر ولعل من الطريف أن نذكر مميزات معينة ذكرها أحد مؤلف المعاجم العبرية لمعاصرين في مقدمة معجم صغير ألفه لتلاميذ المدارس أما المؤلف فهو باروخ كروبنيك وأما كتابه فاسمه معجم عبري حديث صدرت طبعته الأولى في تل أبيب سنة 1936 ميلادية من فضلك تابع بقية المادة يقول يختلف هذا المعجم عن المعاجم الأخرى في سبعة أشياء أولها أنه قد دخلت فيه ألفاظ كثيرة جدا مستحدثة أو معاني كثيرة لألفاظ قديمة حسب استعمال اللغة الحية في الأدب والصحافة والحديث إذ إن السنوات الأخيرة قد شهدت تجديدا شاملا في الألفاظ والمعاني سواء في الكم أو الكيف يفوح ما كان في غابر سنة ثانية أنه أضيفت إلي ألفاظ قديمة كثيرة لم ترد في المعاجم السابقة له لأن تلك المعاجم اكتفت في الأغلب الأعم بإعطاء الأصول والجدور ولم تعطي من المشتقات إلا القدر القليل كما أدخلت في ألفاظ تلمدية شائعة أصبحت لشيوعها من تراث اللغة العبرية ومع ذلك رفضتها جميع المعاجم حتى الآن ثالثها العناية بتعيين الأطعال وثلة وأصولها قبل أن يطرأ عليها إعلان في مواضيع حتى يسهن العثور عليها رابعها وجهت عناية خاصة إلى التعبيرات التي كرسها الاستعمال وكثر ورودها على ألسنة المتكلمين وأقلام الكتاب خامسها تعطيت المقابلات الأوروبية لا للأسماء الاستلاحية في عالم الحيوان والنبات فحسب بل كلما كان شرح اللفظ باللغة العبرية وحدها لا يؤدي إلى الوضوح التام سادسها وحتى يتسع المكان في هذا المعجم لزيادات والإضافات السالفة حذبت به عددا كبيرا من كلمات يمكن تسميتها الألفاظ المعجمية لأنها تنتقل من معجم إلى معجم دون أن تخرج إلى الحياة اللغوية الحقيقة بل تظل مقبورة في بطون المعاجد كذلك حذبت الألفاظ التي أسميها المواليد الميتة التي لم يكتب لها النجاح وهي استعمالات تحلق بها بعض الكتاب ولكنها لم يكتب لها النجاح ولا الانتشار وحذبت الألفاظ الغريبة التي يحوم الشك حول دلالتها وتعيش في المعاجد مقترنة بعلامة بعلامة استخدام دائمة وأبعدت من المعجم كلمات آرامية دخلت في معاذم أخرى دون أن تدخل حقيقة في اللغة العدرية تابعها شرحت كل لظ شرحا قصيرا سهلا واضحا يجمع بين كونه تعريفا جامعا مانعا وكونه مسوقا بإسلوب أدبي لا جفوة فيه كما روعي في الشرح أن يتضمن قدرا لا بأس به من المترادفات لإغناء الباحث لهذا المعجم بألفاظ كثيرة أخرى يكتسبها دون عناء أثناء الطلاع وقفار القول إن المعجم العربي الحديث ما يزال بحاجة إلى جهود متضافرة بين الأدباء والعلماء والمهندسين والأطداء واللغويين وغيرهم كما يحتاج إلى اهتمام باللغة نفسها من الصحافة اليومية والأسبوعية في العالم العربي في الدون الوعي اللغوي العام لا يستطيع أي تنظيم اللغوي مهما بلغ من القوة والدقة أن يصيب الهدف بإحكام العرب وأحكام الكلام أشرنا إلى أن اللغات السامية تمتاز بوجود ما يسمى بالجملة الاسمية وهي الجملة التي تخلي من الفعل مثل السماء ذرقاء الشجر في الغابة إلى آخر هذا إلى جانب الجملة الفعلية نت نزل المطر يسير المركب خذ الكتاب إلى آخر وهناك جملة وصفة بين الاسمية والعب الفعلية فعندما أقول الشمس طالعا أكون في الواقع قد أخذت في الكلمة طالعة شطرا من معنى الفعل وهو الحدد أي الطلوع دون الزمن ولكنه متفاد من سيغة فعلية دالة على الحال كالمضارح وعندما أقول كانت السماء ذرقا فإن هذه الجملة وسط أيضا بين الفعلية والاسمية فالفعل كان يدل على شطر من معنى الفعل وهو الزمن دون أن يكون هناك حدث ولذلك سميت كان وأخواتها أفعال مع كما سميت ناسخة لأنها تغير نظام الإعراب في الجملة الاسمية فتجعل الخبر المرفوعة في الأصل منطوبا نظام الزملة العربية هذا مع احتفاظ هذه اللغة العريقة بالإعراب كثل لها مرونة في أداء الأفكار وإن كان التأقل من مختلف البيئات والأزمنة والظروح ولما كنا نعرف الآن أنها على أيام الجاهلية كانت لغة مقدسة أي غير شعبية خاصة بالصفوة من المتحدثين بلسان قبائلين وبالكهنة والعرافين والأطباء والخطباء والشعراء وأن هؤلاء فيما عدى قريشا وبعض القبائل التي حافظت على هذه اللغة المقدسة كانت لهم لكنات ورطنات وعاميات في أقوامه فليس عجيبا أن يقفض بعض هذا على ألسنته وهم يتكلمون الفصحة فتقبله بمرونتها المعهودة ثم ينقل مع الزمن صحيحا أو محرفا ليصبح شواهد في النحو والصر كل ذلك جعل قواعد التركيب المدرزة في الكتب التي بين أيدينا لا تعين من يجهل أحكام هذه اللغة على الوصول إلى إفقانها وعدم الخطأ فيها بسرعة وسهلة وليس ذلك كله راجعا إلى صعوبة اللغة ذاتها بقدر ما يرجع إلى اعتساف الذين رسموا الطريقة إليها ومرد ذلك إلى أن نشأة النحو عاصرت ظهور الفرق الإسلامية من أهل صنة وشيعة ومعتذلة وخوارج وغيره وكانت روح الخلاس وحيم المعارضة والمناقضة مسيطرة على التفكير العلمي في الذات كما كانت الفلسفة لا سيما منطق أرسل من أشياء الفكري المستحدثة التي يطيب للعرب والمسلمين أن يحكموها فيما شجر بينهم فالاختلافات في العقائد والأحكام كانت كثيرا ما تؤدي إلى اختلافات حول التفكير في آي القرآن الكريم وفي لفظ الحديث الشريف وكان ذلك كله يحتاج إلى تخريج على ضوء قواعد العرب في جسامه وإلى تدليل مطابق لما يقتضيه المنطق فإذا أضفنا إلى ذلك ويود من ينتحلون الشعر وينسبونه للعرب ومن يسمعون الألفاظ والتعبيرات صنعا ثم يدعون أنهم أتوا بها من كم الناطقين في البادية علمنا أن قواعد النحو والصرف في اللغة العربية قد تعربت لتراكم كثير ومعقد جدا غير ضروري إلا للمختص ومع ذلك فإن نحاة العرب القدامى يستحقون منا كل تكريم لذكرهم لأنهم لم يألوا جهدا في تقعيد كل صغيرة وكبيرة بحيث أصبحنا اليوم وعلينا واجب التنظيم والانتقاء وعلم وعلم ينسب إلى أبو الأسود الدؤالي وضعه بمشورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري وسبب وضع علي عليه السلام لهذا العلم ما روى أبو الأسود قال دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فوجدت في يدي رقعتك فقلت ما هذه يا أمير المؤمنين فقال إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الخمراء يعني الأعاج فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه ثم ألقى إلي الرقعة وفيها مكتوب الكلام كله اسم وفعل وحرف فالاسم ما أنبئ به والحرف ما أثنى دمان وقال لي أنح هذا النحر وأضف إليه ما وقع إليه واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء ثلاثة ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر عندما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر وأراد بذلك الاسم المبهن قال ثم وضعت بابي العقف والنعف ثم بابي التعجب والاستخام إلى أن وصلت إلى بابي وإن وأخواتها ما خلى لكن فلما عرضتها على علي عليه السلام أمرني بضم لكن إليها وكنت كلما وضعت بابا من أبواب النحر عرضت وعرضت وعليه رضي الله عنه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوته فلذلك سني النحو وواضح من هذه الرواية ومن كثير مما يسبوها حول بدايات النحو أنه بدأ بسيطا يسيرا وليته ظل كذلك فقد كان هدفه قاية الألسنة من الخطأ في صياغة الجنة وكانت أبوابه لا تتوخى حديد المنطق الأرسطي ورسومه بقدر ما تتوخى فيه الكفاية لتقويم لألسنة جاء بعد أبي الأسود جماعة نعرفهم بأخبارهم لا بأعمالهم أشهرهم عنبسة بن معدان النهري المشهور باسم عنبسة الفيو ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرم بالأعرج أبو داود ويحيط يعمر العدوان ومينين الأقرم وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي والأخفش الأكبر وأبو عمر بن العلاء ومن هذا الرعيل أيضا عيسى بن عمر الثقافي أبو سليمان ويقال أبو عمر وكان من تقاط قراء القرآن وعلماء اللغة وعرف بتفاصفه وتقعره في كلامه وتركيه سهل الألفاظ إلى الوحشي والغريب طروى له في ذلك موادر كثيرة وقد ألف في النحو كتابين هما كتاب الجامع وكتاب الإكمال وفيهما يقول الشاعر ذهب النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر وقد ذكر الأستاذ الدكتور علي عبدالواحد واسي أنه كان على رأس جماعة يرجع إليها الفضل في نقل هذا العلم للكوفة وكانت بداياته في البصرة وقد أخذ عنه الخليل بن أحمد البصري أستاذ سيبوي وممن ارتبط نشاطه بمدينة الكوفة من هذا الرعيل الأول أبو معاية شيبان بن عبد الرحمن التميني النحوي وقد هجرها إلى بغداد ومن نحاك الكوفيين أيضا أبو جعفر الرؤاسي صاحب كتاب الفيصل وأبو مسلم معاذ الهراء ويبدأ التاريخ الحقيقي المدرسة البصر في النحو بالخليل بن أحمد ثم نينة بن حبيب ويأتي بعده مباشرة سيبوي أبو بشع عمر بن وطمان ويقال في كنيك أبو الحسن أيضا وهو فارسي الأصل وسيبوي لقب له معناه رائحة التفاح ويقال إن أمه كانت تركصها وطغير بذلك وهو صاحب الكتاب الذي يعتبر مرجع المراجع في النحو العربي وإذا كان سيبوي يعتبر بكتابه إمام نحاة البصري فإن أحد معاصري أيضا قد تزعم مدرسة الكوفة وهو أبو الحسن علي بن حمز الكسائي أخذ عن الرؤاسي والهراء ونبغ في إحكام قراءة القرآن الكريم فصار أحد الأئمة القراء السبعة قالت الميده أبو ذكري يحيى بن زياد الفراء إنما تعلم الكسائي النحو على الكبر وكان سبب تعلمه أنه جاء يوما وقد مشى حتى أعيا فجلس إلى قوم فيه فضل وكان يجالس كثيرا فقال قد عيت فقال له تجالس وأنت تلحم فقال كيف لحمت فقال له إن كنت أردت من التعب فقل أعييت وإن كنت أردت من قطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت مخففة فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره ذلك فسأل عمن يعلم النحو فأرشده إلى معاد الهراء فنزمه حتى أنف ما عنده ثم خرج إلى البصرة ولقي الخليل بن أحمد وجلس في حلقته فقال رجل من الأعراب فركت أسدا وتميما وعندهم الفصاحة وجئت إلى البصرة وقال الخليل بن أحمد من أين علمك هذا فقال من بواد الحجاز ونجد وتهامة فخرج الكسائي وأنفذ خمس عشرة قنين حبرا في الكتاب عن العرب سوى ما حفظه ولم يكن له هم غير البصرة والخليل فوجد الخليل قد مات وجلس في موضع عيونه فيها وصدره في موضعه ومثل هذه القصص ينبغي أخذها بحضره فلعلها ليست إلا نوعا من التاريخ الأسطوري لبداية علم النحو وإنكه وهم يرون عن سبوي شيئا يدخل في هذا النمط فقال نصر بن علي كان سبوي يستمي علي حماد ابن سلمة فقال حماد يوما قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أصحاب إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء فقال سبوي ليس أبا الدرداء فقال له حماد لحنت ليس أبا الدرداء فقال سبوي لا جرم لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا وطلب النحو وأخذ عن الخليل بن أحمد وعن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم وبرع في النحو وصنف كتابه الذي لم يسبق أحد إلى مثله ولا لحقه أحد من بعده ومهما يكون من شيء فإن الكسائي الذي تزعم مدرسة الكوف مات ولم يؤلف شيئا في مستوى الإحاقة والاستقصاء الذين ظهر في كتاب سبوي ولعل ذلك كان من أسباب تقلص نحو الكوف كله من بعده إلى جانب ما كان يشيعه البصريون عن نحاك الكوفيين من أخبار تحدث ثقة بهم ومن بنهم الكسائي يدير أسيوكي عن الأصماع أخذ الكسائي اللغة عن أعراب من الحطمة ينزلون بقطر الطيب فلما نزل سبوي استشهد بلغتهم عليه فقال أبو محمد يزيد قلنا نقيس نحو فيما مضى على لسان العرب الأول فجاء أقوام يقيسونهم على لغة أشياخ القطر الظلي فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأكل إن الكسائي وأصحابه يرقون في النحو إلى أسفل وقال فيك أفسد النحو الكسائي وتن ابن غزال وأرى الأحمر تيسا فعرفت تيسا نخاله قال ابن درستوي كان الكسائي يسمع الشاب الذي لا يجيل إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويكيس عليه فأفسد النحو بذلك وقد اتخذت الخصومة بين البصرة والكوفة شكل الحزبية العقائدية فتعصب أهل كل نصر من نصرهم حتى كتب بي الأنبار كتابا كبيرا في حصر المسائل التي لم يتفق عليها المجهبان في النحو هو كتاب الإنصار في مسائل الخلاف والكتاب على الرغم نسمه كان منحازا إلى جانب البصريين تحول النحو بعد ذلك إلى علم مستقر لا يختلف فيه مؤلف عن آخر إلا في توزيه المناقشات أو الإكتار من العقد الحدزية أو الإخلال منها أو محاولة بعض التخريزات الإعرابية النبقة الذكية مما بي أصبح هذا العلم معرضا للمهارة ومجانا للتكافر بالمعرفة أكثر منه آلة تخدم المتعلمين وتعصمه الشروب عن سمن العربية القوين ولعل ذلك من أسباب عذوف المتقطين المعاصرين من العرب عن المهتمام بسلامة اللغة ودراسة نحوها وترفيها فكتب النحو ما تزال مفتقرة إلى التركيب الإحصائي لنصابر القوائد فلو أنني جمعت في دستور أساسي للغة القوائد التي تجري عليها صياغة الجنة العربية بين الفصحاء المشهود لهم بسلامة الأداء منذ الجاهلية ولا أقول حتى مخضرمي الدولتين الأممية والعباسية بل إلى شوخ والبارود والأخطر الصغير والزهاوي وأضرابين فسيمتنا هذا الإحصاء بلب اللباب من قواعد اللغة العربية وستكون الشواهد والأمثلة عليها مفتفضة شائعة كما أن عدد القواعد في ذاتها سيكون محدودا يسهل الإنام به وتطبيقه بلا تردد ولا خوف من احتمال قولين بعد ذلك سيهدين الإحصاء إلى الأقل ورودا وإلى النادر وإلى ما يتختص به قبيلة دون أخرى وإلى من دثر من ألسنة المتكلمين والكتاب وكل ذلك يمكن تصنيفه وتركيبه وإثباته بزوائده ومناقشات المحاكي حوله في كتب أكثر توسعا حتى نصل إلى قمة التخصص في معرفة أسرار العربية فسيجد الباحث المادة معدة مرتبة ومن الممكن في تلك المستويات العليا لاستفادة من الآثار التي خلفها لنا الأسلاف في الفكر المغوي سواء ما كان منها نحويا وصرفا ككتاب في بوي أو بين النحو والصرف واللغة والأدب كالخصائص لبن جني والأمال للقال والكامل للمبرد وأدب الكاتب لبن قتيبة والنوادب لأبي زيري وغيرها تقلت هنا كلمة لا بالدمير يضرورة الاستعانة بالدراسات المقارنة والتاريخية الوطول إلى أعماق أبعد وآفاق أوسع نكشف بها المزيد من أسرار لغتنا ومزاياها فالدراسة المقارنة للنحو والصرف ستهدينا إلى حقائق تستحق بقوف عندها من ذلك مثلا من الجمع صيغة فياسية في المذكر بالواوي والنون وفي المؤنف بالألف والتاء ومع ذلك فإنه يوجد إلى جانبها صيغ متعددة من جموع التكسير فأنا أقول في جمع كاتب جمع مذكر مثال كاتبين وفي كاتبة جمع مؤنف مثال كاتبات ولكنني أقول إلى جانب هذا كتاب وكتب فمن أين جاءت هذه الستوادية في الصيغ لمعنى واحد كل اللغات السامية لا تزد فيها إلا صيغ من الجمع السالح فيما عد الحبشية واليمنية القديمة ولو أننا تعقبنا الصيغ الكثيرة لهم التكسير في اللغة العربية ولأسماء الجمع وأسماء الجنس الجمعي لتبين لنا أنها صيغ بعضها جاء من الحبشية واليمنية وبعضها جاء من الأكادية في صيغ زمها أو من السريانية والآرامية بما عملت العبقرية العربية في ذلك كله فخصصته بمعاني وأوزان وألوان من الإعراض أحيانا حتى أصبح من صميمها هذا مبحث لا يكشف عنه إلا الدرس المقارن للصيغ والاستعمالات في اللغات السامية ويلحق بذلك طريقة العرب في صياغة الواحد باسم جين لإضافة كائن للتأميس لا تفيد التأميس على الحقيقة وإنما تفيد الوحدة فنحن نقول تين لجنس الفاتهة فإذا عبرنا عن واحدة منه قلنا تين وكذلك عنب وعنبة وحب حبة إلى آخر ثم كيف تطور هذا على لسان العوام إلى أمثال النباية وحباية ونحو ذلك نلاحظ أيضا أن اللغة العربية تبني فعلة ثلاثية للمجهود بضم أوله وكسف الثاني فتقول كسر وسرق وفجع ورمي كلها بضم تكسر بينما تجنح اللغات السامية الأخرى إلى صيغ المطاوع انفعل في الأكادية والكنعامية وما تفرع منها والفعل في المجموعة الآرامية بلغاتها ولهجاتها ونحن نعلم أن العرب يكرهونك غيرهم من الساميين نجيء الضمة والكسر القصيرتين متعاقبتين حتى كي إنه لم يرد بما اسم ثلاثي إلا الدؤ ولم يرد في لغتين العكس الاسم الثلاثي المبدوء بكسرة جليها ضمة أبدا فليس عجيبا والحالة هذه أن يقل استعمال الثلاثي المبني للمجهود شيئا فشيئا على ألسمة العرب حتى يختفي نهائيا من اللهجات إذ أصبحوا يقولون انكسر وانسرق واتفجع واترمى ونحن نعرف أن اللغات السامية الأخرى لا تكاد تعرف من حروف العطف التي تفيد الجمه لا الإضراب ولا الاتتراك إلا الواو فقط بينما نجد بينما نجد في اللغة العربية الواوة والفاء وثم ولكل منها معنى معين واستعمال محدد والنحو المقارن هو وحده الكثير لكسف السطار عن هذه الأسرار ومثل ذلك يقال في حروف الجر وأدوات الشرق وغيرها من مظاهر الزراء الصحي العبقري في لغة العرب وكذلك نحتاج إلى النحو المقارن في الوصول إلى مزيد من الجلاء والطوبيع الدقيق للأساليب التي تعتمد إليها اللغة العربية لربط الجمل بعضها ببعض وعودة الضمائر إلى ما نسير إليه وتنويع دلالة صيغتين الفعل الماضي والمضارع على الأزمينة المحتلة وهكذا لا نستطيع في ميدان البحث اللغوي أن نقول مع القائلين ما ترك الأول للآخر فيئة بل لقد بقيت أشياء وأشياء ونزمت في صلاة العربية بالفكر الحديث مشاكل ما تزال تطالبنا بالمزيد لنزعم في كشف أسرار كلام العرب ويا لها من أسرار إلى هنا ينتهى سلام العرب وقضايا اللغة العربية من تأليف الأستاذ الدكتور حسن ضعف قراءه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح انتهت هذه المادة ولكم تهيات أكوانكم في شبكة بالألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر